موسيقى 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 بس اعتقد ان اتحاد القورة ما ترجمش هذا الكلام ما ترجمش هذا الكلام الواقع كان معروف من اول السنة ان السنة دي سنة سسنائية لان الكاف بيغير موعد المسابقات بتاعته ومن ثم حيبقى فيه تعديل وتغيير عشان يزبط نفسه مع البطولات الاوروبية او مع الاتحاد الدول فدي كانت معروفة نمرة اتنين ان الاول مرة احنا دخلنا تعامل عندنا كان عندنا في وقت واحد بطولة افريقيا سواء ابطالة الدوري او الكنفتراضية وعندنا كاس وعندنا بطولة عربية ودي استجدت علينا فبقى فيه جدوى المزدح وبعدين احنا بنعمل الكلام يعني بنكلم كتير لي وعايزين نفرق ما بين الكلام اللي بتقال والواقع اتحاد القورة مطلع للاندية كلها جوابات لجدوى المباراة فالجدوى المباراة الجدوى المباراة النادي الاهلي وفقا لقرار اتحاد القورة حيلعب 8 ماتشاة في 26 يوم او حدا زي كده ودي اعلى نسبة ممكن اتجدها في العالم كل 3 يم 8 مباراة خلال 26 يوم اه اللي هو في شهر فبراير منهم حكتين افريقي وستة دا داوش طب حل المطلوب يعمل ايه لا يلعب يوم 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 مسلا او الالعب على سطر ويسيب سطر ايه اللي مطلوب بالزبط يعني فسايف ان موضعات كلها تنتهيها استطيع اتحاد القورة ان ينهيها وكان يمكن ان ينهيها لو هنالك انما احنا هي المشكلة بتاعتنا لحد كبير ان احنا من يوم ما عرفنا الكرة دخلت عندنا وانحنا لو نعرف معاد بدء المسابقة ولا نهاية المسابقة يعني في الدور الانجليزي لو انت حضرتك عايز تتعرف المعاد المسابقة اللي بتبعد عشرين سنة ايه حتى ايه معروف تاريخ بتاع حيامت احنا ما عندناش ده لان احنا ما بيعيش لنا تواريخ احنا ما بنحبش القيد يعني احنا ناس بنحب او ان احنا تطلع في دماغنا حاجة ان نعمل يا رب تسلح يا رب حنسمع مع حضرتك زميلنا فايز مجدي مراسل قناة الاهلي ويقول لنا اخر التفاصيل المتعلقة بفريقنا الاول بعد الفوز الكبير في البطولة الافريقية امام سنبا التنزاني بخمسة اهداف نظيفة بالامس وانطلاقة الفريق والاداء اللي بيتحسن ويتطور من المباراة الاخرى وايضا معدل الاهداف الزميل فايز مجدي مساء الخير اهلا بيك واحنا سمعينك كل التفاصيل الخاصة باستعدادات الفريق الاول مساء الخير عليك رسول محمد الجندي ومساء الخير طبعا على رسول ابراهيم حجيزي وطبعا بمسي على كل جنورنا ومتبعين على الشركات الاهلي طبعا زي ما حداك قلت كده هو ان شاء ان طبعا كانت مباراة افضل مرات بقاعة ومسائلة نظيفة طبعا لصالح النادي الاهلي وتعزل طبعا صدرته لمجموعة بسبعة نقاط سابق المران النهاردة طبعا في الساعة الرابعة مساء تمام استعدوا لموقات انبي في الدور العام يوم السباة الساعة القادر مقتد المران ومحاضرة طبعا في منتصف الملعب لمدة خمس دقايق وكان المران بالنسبة للقوامل الاساسي كان مران استشفائي تمام سفيف طبعا مع كابتن أليخاندرو مضرب الحمال كان تمرينة خفيفة وطبعا الكوامل طبعا اللي هو ملعبش المباراة أمس كانت مباراة كانت تمرينة خفيفة لحظة واحدة بس كانت تمرينة خفيفة التمرينة عبارة عن اللعب الترفيهي بالكرة تمام وبعدك كده تقسيمة في منتصف الملعب حابت أخذ تصريحات وانتها المران للجاري حوالين الملعب للكوامل اللي ملعبش وبالنسبة لكابتن طريق سليمان والعلي لطفي برضو انتها المران بالجاري حوالين الملعب حقيت لنا أخذ أي تصريحات بالنسبة للمصابين من الدكتور خلد محمود دكتور الفريق لكن أبدا تصريحاتهم لأنه هو ما بيش أي تصريح حيطلق من خلاله إلى من كابتن فادا بحبيث ده قرار من فادا بحبيث أي تصريحات من خلال الفريق حتكون من خلاله فقط لذيه انت ظرت روح عن كابتن فادا حبيث كان متعجل جدا كان وراء مشوار طمنت على المصابين وطمنني على أن كابتن مراهون محسن إن شاء الله سيكون جاهز على آخر الأسبوع وأن كابتن وليد أزورو سيكون بعد المباراة تنزانيا إن شاء الله سيكون برضو جاهز إن هو يتمرن مع الفريق بشكل أساسي وكابتن أحمد فاد سيكون جاهز إن شاء الله في فلال ثلاث أيام يعني إن شاء الله سيكون جاهز بعد المباراة انبي تمام؟ سيكون جاهز إن شاء الله مع الفريق أما آخيرا برضو عن صالح جمع صالح جمع ما محضرش التمرين النهاردة كان التمرين بالنسبة له كان في جيم لأنه كان عنده إجهاد من التمرين في اليومين اللي فاته حطل له إجهاد فكان التمرين النهاردة منفرداً في الجيم بشكرك جداً زمنا فايز مجدي مراسل قناة الأهلي ومتابعتك لأخبار فريقنا الأول لكرة القدم أستاذ إبراهيم تعليقك على ما جاء في هذه المدخلة وبشكل عام رؤية حضارك للفريق بعد الفوز الكبير وأداء الفريق بالأمس والفوز 5-0 على سنبا تنزيل لا أهو المؤكد إن الأهلي المباراة لها بمباراة كويسة في ظل الظروف الموجودة والإجادة الموجودة إنما في الأول وفي الآخر تعمل ماتشو كويس بيدن يعني ابتدل نشوف أصي يعني دائماً أي مدرب الناس فكر أنه ما بيلي يمسك النهاردة حيبان بكرة هو مساحر المدرب المفروض بيأخد ثلاث تشهر وأربعة تشهر على ما يبان شغل فراري بقاله المدرب الأهلي مستر لسارتي بقاله شهر تقريباً دلوتي إنما إحنا شايفين ده على أساس أنه بقى فيه هم قالوا فيه لعب نماعي الكلام ده كله الناس كتير بتستغرب تقول له هو مدرب الشرط الواحد مش الشرط الواحد أنا كسبان خمسة صفر قالت نفسي ليه واحد يقول له تنطله عضلة ولا تقع له بتاعها ولا مازق لكان لازم يعني إصابة في التحامل ما لازم خاصة أن الفريق الحياة مبارح تنزلي ده أي قرى بيكمله يعني بيكمل في أي لعب يعني بيكمل في أي لعب يعني هو ده ده لزء من ثقافتهم الكروية يعني كروة روح ضارف الحمد لله يعني في عدة يعني نحن ع حسين الشحات نجى من بفضل الله من إصابة كانت مؤتملة في أول المباراة أخذوا على فرقبته إيه في يعني فأنت عمل ما تشك بيس أنا عايز أقول أن ربوع الأهلي ده فايدة لكرة مصرية أن يكون هناك التنافس قوي بدنا ما بين الأندق الأهلي والزمال وكل ده ده فايدة لكرة مصرية وهو ده اللي يفيد الكرة مصرية الناس مستوعبة الرسالة الجميلة اللي حظاك بترسلها دلوقتي أن طبيعة المنافسة وحلاوة الكرة وتاريخ الرياضة وكرة في مصر أهلي وزمالك والأنديال اللي بتنفس معهم دايما أن دي طبع الأمور الناس مشدودة ليه طول الوقت لا مش مش حكاة مشدودة الكلام ده كان موجود زمان من 30 سنة أو من أيام رحمة الله جميع جورج السعد رئيس مشليعي زمالك وطول بصاء الرئيس مشلالية الأهلي كنت تشوف أهلا بالتنافس وأهلا أنك أنت بحب والانتماء وكل ده إنما نخش في سكة التعصب وروحنا في سكة تاني اللي إحنا كده بنقسم لأن أنا مفترض أن النهاردة أنك أنت بتنتمي للأهلي وأنا بنتمي للإسماعيلي وده بنتمي للزمالك وده بنتمي المفروض إن هذا الانتماء بيمشي السكة وبعدين بينمع كله على انتماء أكبر لغاية ما نوصل الانتماء للوطن أما بنخش في الحتة النص ده 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 كلام مش مصبوط والكلام المصبوط النهاردة ما نحن بنشوف بره نحن مش بنشوف الدور الأوروبي دلوقتي أو بطولة أوروبا ده أو دور الإنجليزي الأسباني بنشوف مش بتشوف النهاردة الفرق بتلعب والفرقته خسرانة طيب الناس بتسقف للفرقته وهي خسرانة هي دي رياضة أساني مش خنائة يعني هي دي رياضة فهو النهاردة المفترض أن يكون ده لأسبان كثيرة أنا بتصور أن لا صح إلا صحيح وكل هذي الحاجات اللي بتسير الشغل دي كل دي في سبيلها إلى الزوال وحتقع لأن الناس بطبيعات احنا كمصرين بطبيعاتنا ما بنحبش الشتيمة وبنقر إنما أنا يعني يكون هناك تنافس بين أهل وزمالك ده مطلوب لأن ده للصالح أما أن يتحول الأمر لكن بدون تعصب تعصب يعني يعني أنا نهاردة مثلا أنا حضر مثال مثلا بكورة اليد منتخب كورة اليد وعايزوا بالمناسبة أحير رجال الناس لأن الناس من الإزاعة واللي حاصل الكلام ده فاكرين إن إحنا عاما عاملين إنجاز عظيم جدا إن إحنا النبتان من كاس العالم تامن العالم ده إنجاز عظيم جدا ليه؟ لأن إحنا ما عندناش مسابقة محلية قوية زي الدور الأوروبي إحنا عندنا اللعبات الأخرى بنتعامل معها إنها جامعة العفش جامعة كراكيب يعني بالنسبة للكورة يعني هي كورة وبس لما تيدي كورة اليد ما نشوف بقى هل إحنا بقى لو مشينا التعصب ده يبقى مثلا فرقة فيها اثنين من الأهل وثلاثة من الزمالك وهو أربعة مش عارف منين ما يدوش لبعض يتخصموا مثلا ما هو ولا تبقى مصير مسودة فهو ده الفكرة كلها فالتعاصب الموجود أنا بقول أنه عندما يكون الأهل قوي والزمال القوي والإسماعيل القوي أنا حزنان على الفرق الشعبية الإسماعيلي والاتحاد و كل الفرق الجنهير طبعا الفرق الشعبية دي يتعني رحيم فيه والمحل والفرق اللي خرجت ده خرج ولم يعود دول راحهم مش عارفين نطلع لحنا كان عندنا يا كفر الشيخ وإنا وأسوانه ده لأن ده كان لازم يرجعه ولازم ترجع إنما بالحرتلة اللي موجودة وبالأسعار اللي بقت موجودة واللعيب ما عرفش بقدي إيه وكلام ده بقى صعب وده في ظلم ولابد أن مستقبل للأندية الجماهيرية دي رغم أن ظهرت الفترة الأخيرة أندية الشركات والمؤسسات أو الأندية اللي يمولها حتى أفراد وأندية الهيئات أندية مثلا الشرطة وقوات المسلحة فده كله خلاهم هم في المقدمة على حساب الأندية الجماهيرية هل في المعادلة دي الأندية الجماهيرية عندها فرصة ترجع؟ لأ لازم تاني يردع تاني ندعم الأندية الجماهيرية لازم من أن كله محافظة أنت بتشوف محمد لما بتشوف الدور الأسباني برشلونة بلعب مع فرقة تانية فرقة بسعاد بلعب خمستاشر وستاشر شوف دمورة بلعب مع برشلونة وبلعب مع ريال مدريل احنا عايزين ده أنا عايز تاني يردع ده لأنه ده مهم جدا ده أصد الكرة يعني الكرة لما بوصلها مش حكاة بتاع المدورة اللي بتنط ديت والناس تيلورا الكرة الكرة السياسة وكرة لزء كبير لده من النهار ده بحب انتماء لفرقة ما هو ده لزء حالة إنسانية يعني لازم بنتمي بنتمي الأسرة وبعدين بنتمي المكان وبنتمي الحال غالت منتمي للوطن فالانتماء ده ده ظاهرة طبعية أنا لما بموت الرياضة أو الكرة اللي هي اللعبة الشعبية في الأندية ديت كلها أنا بضيع حاجات كتيرة جدا لازم ترجع الأندية الشعبية فعنا النهار ده رجوع الأندية الشعبية ورجوع المنافسة للصالح مكسب للعب طبعا مكسب لحاجات كتيرة وبعدين عايزين لازم يعرف حد حيقول لي طب إحنا منا نخسب حنروح فين وإحنا وإحنا مستوانا إيه لأ إحنا نستطيع خلال خمس أو ست سنين وأتحدى أي حد يقول غير كده أو يكذب اللي أنا بقوله نستطيع خلال خمس أو ست أو سبع سنين بي كتير إن إحنا نبقى زي ألمانيا زي برازيل لإحنا عندنا المواهب زي اللي عندهم بس هم بيعتنوا بمواهبهم وإحنا لأ إحنا لما طلع مواهبة فطرية وبظروف ربنا سبحانه وتعالى محمد صلاح مقصر الدنيا عندك واحد دلوقتي أحسن عشر فأحسن عشر فأحسن ثلاثة فأحسن ثلاثة مش عارف إيه عمل إيه عمل أرب مجموعة في قمة التصنيفات كلها في إيه يعني فهي دي قوة النعمة بتاعت مصر فأنا النهاردة ما نبصش لكرة عنها تسلية وكرة ومش عارف لا 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 ما بقيتش لكرة لعبة تسلية في عودة الجماهير وامتلال المدرجات بالجماهير وعودة الأندية الجماهير بس القبل ده وده بقى نتعامل مع الناشئين على أن هما دولة أساس عايز عب عندك كرة يبقى لازم تهتم بناشئين عايز عندك يبقى تعليم كويس لازم أنهتم بمرحلة التعليم الابتدائي عايز يبقى عندي صناعية كويسين يبقى لازم الولاد في سن صغير أعلمهم ده هي المرحلة الأهم في الحياة الإنسان وفي البشرية المرحلة التفولة إما أن أنا أطلع واحد كويس أو أطلع واحد مش كويس فأنا النهاردة في الناشئين ما هنعند لنا مواهب ما هما الإنصاص والإرباع والناس اللي هم على قدوم كده دول مش بتاع بطولة دول اللي لعبوا في رياضة الجميع أنا عايزهم يلعبوا يبلعب رياضة ويمارس رياضة يلعب كرة ويمبسط بس في رياضة للجميع أما البطولة فلازم تبقى للمواهب والموهبين إحنا اللي بيحصل إن إحنا بنشوفش ونهتم بالموهبة إلا اللي ما بتوصل لفريل أول فتكتشف إن اللي أخطة البدنية عدمانة وتكتشف إن نص مهاراتهم ما عندوش نص مهاراتهم محدودة جدا وتكتشف إن ثقافة القروية بقى صفر لا عارف يأكل إيه ولا يشرب إيه ولا تعامل مع شهرة إزاي ولا تعامل فبينفادة فنحلها إزاي الإشكالية دي سهلة جدا يعني أنا أنا لو بتكلم إن النهاردة أنا لو بصينا في النقد الذاتي أنا حنخلينا ننتقد ما هو قائم في كل عنديد مصر وفي أولها الأهلي قطاع الناشئين في اللي موجود لو سألت حد من الجماهير تقول له عندنا مين في 17 سنة أو مين من المهور مش هقول لك ما مدربين يقول لك عندنا في 17 اتنين وعندنا في 15 تلاتة وعندنا في 19 وعارفين اللي حيكمله يقصد اللي حيكمله الله يعني أنا بصرف على ثلاثين واحد علشان واحد اللي هيكمل في الآخر ده كلام مش مزبوط لا نقدر تدي التركيز الصح ولا أعمل التركيز ولا أقدر تعمل الرعاية الصح للواحد ده اللي هو المفروض إنه هيكمل لا أنا بلغي الكلام ده كله لا يجب في قطاع بطولة وفي أدية كبيرة البطولة ده يدخل فيه للموهوب طب فين الموهبين الموهبين القاهرة حتة أوصل لهم إزاي أنا كل محافظات مصر من الممارسة وكشفين والكلام ده كله بحيث ليبوا من 11 إلى 12 لأنه وده السن اللي قدر أطلع منه ميسي ميسي لابوه من أرجنتين وعنده 12 سن كان عنده نص أمراض الدانيا كان محتاج علاكس عادو في سفيتاليا يعني آه عاد يعلو فيه إنما لما تحط في برنامج الإعداد بداية الصح وبرنامج المهاري الصح ودي مش أسرار ونقدر نعملها ونقدر نليب من بره البرامج دي ونقدر نطبقها وعندنا الناس مجلس دارة النادي الأهلي وعلى الكابتن محمود الخطيب اقتراح من أستاذ إبراهيم حجازي للوصول إلى أفضل المواهب الموجودة من صغار السن على مستوى مصر كلها النادي الأهلي يتحرك إزاي ها يتحرك النهاردة إن أنا أنا بدل ما يبقى عندي خمس فرق ناشئين أخليهم ثلاثة مثلا وبدل ما يبقى فيهم الفرقة فيها ثلاثين يبقى عشرين بس عشرين موهوب موهبة موهبة بجد معنى الكلام وعملوا برنامج بجد والنادي الأهلي كان سبق لده لما كان جايب هنا مدرب ألماني اللي كان موجود هنا أيام كابتن صالح سليم الله يرحمه بايت اه لأ كان فيه مدرب مثل قطع الناشئين هل يتكلم على مش فاكر كروفر بس كروفر هل يمكن هل يمكن هل يمكن هل يمكن هل يمكن هل يمكن أنا نقدر نعمل ده ساعتها النهاردة النادي الأهلي حياخد اللي عايزه وحيبيع الباقي ساعتها هتلاقي حضرتك اللي بيتباعوا دولة تعملوا دخل كبير جدا 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 لو كل الاندية عملت كده أصبح عندنا وفرة يبقى ساعتها حيبقى لنا محترفين في الخارن مية مية وخمسين متين نقلنا كورة من حتة لحتة من مكان سهل جدا نعملها فيه نقطة مهمة أهم دي كلها لازم برضو نشوف الدنيا بتعمل إحنا مش هنختر على فترة أنا بس في النقطة اللي حددك كلمت أنا حتى زملائي في فريل إعداد فكرويب معلومة مهمة جدا عن قيمة العمل في قطاع الناشئين إن كروفر فعلا كان أنجز لقب بطولة أوروبا مع فاينرد الهولندي وبعدها قال أنا قادم للتعاقد مع النادي الأهلي والتولي قطاع الناشئين لأن دي مهمة غاية في الأهمية في عالم كرة القدم فكرة العمل مع الناشئين وتطوير الناشئين اللي حصل إيه بقى إن تضارب المصالح وتضارب المصالح كسروا جروفر وكسروا التجربة والراجل خادها ماشي مثلا لغة أولندا خدت بالك تطلعون من لا لازم بعدنا الإرادة نعمل ده خلي بالحظ إن أي جديد في مقاومة وخاصة إذا كان الأمر بيبقى في حماية المصالح معها ده كرة القدم لا يسامل لها الفهلوة خلص عايزين كرة القدم دلوقتي من أكبر قطاعات الاقتصادية في العالم كرة القدم يعني إحنا مئات المليارات بتدور في هذا الإذا يعني ما فيش نشاط في الدنيا بيصير في ده طب ده أي مع العلم دلوقتي قطاع الناشئي لازم بفيه دكتور طبيب نفسي موجودة عشان يعلم الولد الصغير زايب بأدوة يعلمه زاي كرة القدم ما ينفعش الناشئ يلعب قبل 14 سنة مباريات وما تحطش تحت ضغط نفسي ده كل العالم بيعمل كده إلا إحنا هتقول زاي ما بلعبه لا ده بيبعالش مباريات بلوان ده وبيمرنه بحفظه المهارات يحوله المهارات لعادات حركية يبتدي يعمل له مباريات يطبق فيها لتعلمه من بعدك المسابقات الرسمية تبتدي من 15 سنة بعد تكوين دهاز العصبي عشان ما حصلوش الدمج وده اللي بيفسر لنا في كرة اليد وفي كرة القدم يبقى فاضل في كرة القدم ثلاث دقايق وكسباني المون في الثلاث دقايق يدخل فينا البنية ليه لأن دهاز العصبي بتاع لعابتنا كلها مضروم حصلو ده ما يجي من السن الصغير تحط تحت ضغط فلما بيكبر أول ما يتضغط يكون اللعب مستهلك أول ما يتحط تحت ضغط عصبي مهون دهاز العصبي هو اللي بيدي الإشارة لعضلات فانت حتى تلاقي لعيبة كويسة فتلاقي من داي ويشيل كرة من قدام اللون بيشلة غلط يعني المفروض هو لو هو باك رايت فلما حيل يشيل كرة من ده من شلة بشماله لو ليش اللي بيبنوا حطا في الدور فاللعيب فده بيحصل عندنا لن دهاز العصبي قطل بأول ما حيدي إشارات غلط سهل أول نحن نعمل ده بس طبعا لغاية دلوقتي المسألة هل حضيك بتطالب أندية الدوري الممتازة المصري في مقدمات النادي الأهلي بالعودة لفكرة إيجاد أو توظيف كشفين في المدن والمحافظات المصرية عن الموهب وهي مش اختراع على فدها في كل الدنيا إن ده يجيب أنا المهم إن أنا ألحق الموهبة في السن في 11 و 12 سن عشان نعلمه صح وعشان نديله الياقة صح إحنا كم المواهب الكروية اللي طلت عندنا وهي مواهب فزة كتير جدا مش مش عايز أقول أسماء كان ممكن دول يقصروا الدنيا دول اللي سافر ورعي في نفس الطيارة واللي اللي ما كملش واللي عمل ما عرفش إيه معنهم مواهب حقيقي لو دول تلحقوا في السن الصغير أكسبتوا اللياقة وأكسبتوا المهارات كنحبوا لعيبة جمدين بيدي أنا هرجع مع حضارك لبداية الحوار ده سريعا وننتقل لمنافساتنا دوليا في كرة اليد في السكواش وتاريخ طويل حضارك أسهمت فيه على مستوى رياضة المصرية مع مؤسسة الأهرام العريقة في بطولة الأهرام من أكبر بطولات العالم بس خلينا نرجع لسؤال سريع جدا هل حضارك متفق ولا لا مع النادي الأهلي في موقفه المعلن بأنه لابد أن تكون الأمور احترافية في إدارتها وأنه لا مساس جدول الدوري اللي تم إعلانه واختار الأندية بي والنادي الأهلي متمثل سبعا هذا النظام هنخليها بلوكي ولا هنخليها يعني أي حدي أقول أي حاجة فيه جدول أنا ملتزم أنا ملتزم باللي قاله للاتحاد ده بالنسبة الجزء الثاني طب أنت عايز اللحبني إمتى ده أنا بلعب كل ثلاثة يام ماتش إلا لو قالوا بقى اللي اللعب يوم ويوم ده موضوع تامي لا يعني هل الاتحاد قادر على إدارة الملف ده حاليا مع التصعيد اللي حصل من قيادات بعض الأندية ومع اقتربنا من استضافة كاس الأمم الأفريقية حضارك متوقع الدوري هيستمر ولا يلغى هو يمكن لو إطلقت كاس مصر يمكن إن الدوري يتعمل بس كل شيء بالنقاشه بالحوار مش بالتهديد لأن ده بالحوار وبالمنطقة دي يعني دي الله ودي حكمته إحنا عندنا فاضل قدي قدي كده هنلعب إيه قدي كده الملاعب حتتسلم إمتى عشان اللي تتلاهز كاس الأمم الأفريقية اللي كذا اللي كذا هي الأمور كده يعني إحنا ما كانش محطوط على البال ولا على الخاطر كاس الأمم الأفريقية وقت ما تعمل الكلام أعرف حضرتك كاس الأمم الأفريقية أنا عندي الملاعب اللي حتتتعب علامة المعادية ومش حتتتعب عليها حتتدع جرهزة وزبطها والكلام ده كل فأنت حيطلع من الجد تتبحث وتتشاف والحكاية مفهاش أي حال أنا بتصور لو تتبحثت بس كل عنده استعداد يا حاك شايف إن حوار عقلاني دلوقتي بين الاتحاد وقيادات هو الاتحاد أصلاً مش حكاية أنا بشوف أنه باقي عندي وقت قد إيه وبشوف أن أنا حد توقفات للمنتخب المصري قد إيه وبشوف أنه حفض ملاعب قد إيه وأشوف الأيام دي خداوين وهم لو حد عنده فكرة تانية يقول لنا فكرة تنفع مع الظروف دي اللي بيقدم يعني كل من المنطق العالي إنما فكرة التحديد والمشتر ده ده مش مطلوب إن شاء الله نوصل لسيناريو أكيد هتوصل لحلول نوصل لحلول من خلال حوار منطقي وعقلاني بين كل الأطراف حرجع لشادة حضرتك بمنتخبنا والإنجاز اللي تم بالحصول على تامن العالم في كرة اليد وخلينا ننتقل لإنجازاتنا وتوجودنا الدولي رياضية عشان نشوف نكرر التجربة دي ازاي عايزين نرجع بالذاكرة قليلا أستاذ إبراهيم اللي بطولة على أرض مصر في منطقة الهرم وهي أبطولة الأهرام الدولية للسكواش ذكريتك عن فكرة قامة البطولة دي وإزاي نكرر هذه التجربة العالمية النجاحة على أرض مصر بس يا محمد إنها هي الحكاية السهدية إزاي قبل البطولة أنا في تركيبة الإنسان فيه أمور هي اللي بتخليه تحط في حاجة تانية بيغير تفكيره كله دادريا أنا الفترة اللي دخلت فيها الجيش كانت فترة صعبة جدا على مصر كلها وأنا كنت محظوظ زي المليون وثلتمائة ألف واحد اللي دخلوا اللي كانوا في الجيش في الفترة دي محظوظ إن أنا أعيش الفترة دي ليه أنا محظوظ لأن أنا تعلمت حاجة واحدة اللي شفتها ما فيش مستحيل يعني ده اللي تعلمت وده تعلمت مش في حد عايز حداك تستقبل الاتصال ده وتوجه له التهنية قبل ما أنا أوجه له الكلام وآسف لمواطعة حضرتك معنا على الهاتف الكابتن محمد عصام الطيار من نجمنا في كأس العالم لكرة اليد وحارس مرمى ومنتخدنا الوطني لكرة اليد تفضل يا أستاذ براني يا كابتن مسير خير مبروك يا طيار البطولة وعايز أقول أنا كمواطن مصري قد إيه كنت حاسس بالفخر وحاسس بالسعادة وحاسس بأد بأد إيه بالشموخ المصري وانتو بتلعبوا في الكاس العالم لأننا أنا عارف ومدرك تماما إن احنا بكل المعطيات يعني ما فيش في كل المعطيات كل الظروف مهيئة ليهم هم مش ليك إنما نبقى ند لكل أبطال العالم وإن احنا نحقق ده ونبقى تامن العالم ونقف مع الكبار مع التمانية الكبار في العالم ده شيء عظيم لدن يعني ربنا يبرك لكم ويسعدكم زي ما أسعدتونا كلكم ده الجزء الأولاني الجزء الثاني أنا عايز أقول يعني أنا أشفق عليك يعني على على فكرة الحارس المرمى بتاع كورة اليد ده لأن الناس فكر أن يجلون صغير إنما درير لده يعني انت الله يكون في عونكو يعني أصعب مركز بيتيالي في الفرقة قول لي كان إحساسك كيف المتشدية يا طيار أول حاجة أنا عايز أقول لك والله الحمد لله إحنا في القرأة كنا بيحاول دائما إننا نبع على قد على حصة ظن الناس مش شعب كنا نبحث نين إننا عايزين نواري الناس الآن بجول في مصر عمل إزاي أظن إننا نكفر بجهد كلها تعدنا كان موجود جانب كذا كان أحد أهدافنا إننا نوصل كفر يد لمغرفة صبيعية في مصر الجيل الجيل اللعب حق إنجازات كبيرة إحنا إدرنا الحمد لله إننا نرجع يعني نرجع إنجازات كورة ديات من الثلاثين وواحد تقريبا إحنا عمش المركز بس آآ غير كبير آآ إحنا إدرنا إحنا نكفر شعبية الناس إدرنا إحنا نكفر شعبية الناس دولا جماعة بكيها نجود دي كورة ديات في مصر إدرنا دي الناس ديات الثمانية كبار حاجة حاجة مصر آآ ثاني حاجة عايز أقولها والله طبعا كان كان شهور صغير جدا يعني كتبا صغير أول كفعل بس طبعا الفرق لها كتبثان الفرق كلها كبار العيبة كبار أتنين كبار آآ كوايد في اللعبة تانو على طول بيسان وعلى طول في دهر وعلى طول في دهرنا كلنا كالعيبة صغير إحنا ماشيين بخطوط ثابتة جدا ناحية حلمنا عشر 21 اتذينا ركع إنجازات ليكدف منادي أص بس نحن 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 يعني كبت محمد حسب كلامك أول أنا بكرر التهنئة اللي بدأ بها كلامه ناقد نا والإعلامي الكبير أستاذ إبراهيم حجازي وبقول لك مبروك مبروك لكل الفريق وأسعدته مصر والمصرين بهذا الأداء الرائع والمشرف هل إحنا ماشيين في كاس العالم اللي انتهينا منه بالفعل والبطولات الجاية وفقا لبلان مستمرة خطة مستمرة وبرنامج عمل مخطط له على مدار أكتر من عام وأكتر من بطولة إحنا بدأنا بدأنا كنتظم السهدان من خطوات 2021 ممكن نكون خدنا الخطوة تواسعة شوية عشان نتعطى صمح الناس بعد نشد الناس 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 الولمبياد التوق إن شاء الله نحن نتلعوها إن شاء الله أقدر أقول إن إحنا نشد خطوصات جدا نحن الناس الناس نحن 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 كجهاز وكأتحاد وكأتحاد شعب ورياضة وكأتحاد ومصر كله اللي نحن 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 في مصر في مصر جماعة فيه لعيبة بار قدر إنها تعمل إنتزال تقدروا توصلوا للمركز إيه توقعاتك من واقع وجودك في البطولة والشكل الرائع اللي ظهرتوا عليه والتنافسية الشديدة مع أقوى الفرق في العالم والله أنا أقول لك على حاجة إحنا قمنا في فرنا كان الموضوع حلي إن إحنا نطلع من الدور اللي بعدين نحن لأننا نحن 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 بعدين نحن 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 نخلش في حاجة كل اللي أنا أقول إن نحن الفترة جيدة مجلس الإزارة وشعب ورياضة فيها دعم مقاو جدا نحن كل أنا أقول إن إحنا الفترة جيدة نحن نحن نمش بخطة صابتة وخطة مقادمة جدا والموضوع إن إحنا حققنا حاجة كيفية جدا بمنظر مشاردة جدا في كافة عالم ده الحاجة الجانة دافع أقوى إن إحنا هدما نحن نحن نعمل حاجة فترة أقوى يجب إن شاء الله نحن نعمل إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أستاذ براهيم تفضل أحوالك حباً عايزة أستاذ محمد إحنا كم واحد من المنتخب محترف في أوروبا يا محمد إحنا فيه أربعة علي زهين وكريم ينباوي وانضوح حاشب ومحمد ثاني أربعة أربعة هو طبعاً في الأول إن شاء الله وارد جداً لما فيها قصة السامة جاية يعني وارد جداً بعد المستوى اللي إحنا أتتادة هي روح كتير جداً لتقدمت منها كتير جداً مننا وارد جداً من السامة جاية فيه أكثر من أكثر من أربعة يمكن فيه أكثر من ثمانية تفعب إن شاء الله أصلاً جاية إن شاء الله بشكرك جداً كابتن محمد ومبروك مرة تانية التهنئة لك وللجهاز الفني وللمسؤولين في اتحاد كرة اليد المصري وكل زملائك طبعاً نجمنا في منتخبنا اللي شارك وقدم هذا المستوى الرائع والمركز الثامن فيه كأس العالم لكرة اليد بشكرك شكراً جزيلا تعليق حضارك هي القضية إيه لما كابتن حسن مصطفى يعني يردع الفضل الأصحابه دكتور حسن مصطفى الحقيقة هو صاحب صورة التصحيح في كرة اليد عندما في بداية التمانينات قرر أنه يخش انتخابات ودخل على رئاسة الاتحاد وكان كل بتوقع أنه ما ينجحش نجح عمل أول ما عمل أول حاجة عملها إيه ليه طبعاً كرت اليد تعرف لعبات زي لعبات الباية شهيدة لعبة غالبانة لنبكورة وعدد المرسوية وليلين بدا أول حاجة عملها راح كل من هو أكبر من 30 سنة يعتزل يعني كل اللي عنده أكتر من 30 سنة ما مش حفيد منتخب يعتزل عشان أنا عايز عايز أعمل حكام وعايز أعمل إداريين وعايز أعمل مدربين وفتح التلات طرق دولت يعني هو ابتدع بس وراح عمل مشروع تاني لطوال القامة وانا فاكر عملت حاملة كبيرة لدينا عشان اختيار طوال القامة النتيلة بتاعت الحاجات دي كلها ظهرت لما وصلنا رابع عالم ولما كسلنا بطولة عالم الشباب اللي في القاهرة هنا انما بعد كده تكتشف انك انت ممكن توصل لقمة انما زي تحافظ على القمة ما عنديش مسابقة محلية قوية ما عنديش عدد كبير بيلعب عشان نديني إفراز للمنتخب وماذا بعد طب ايه اللي بعد ما وصلنا دي كانت المشكلة انا فاكر الدكتور حسن ساعتها كان بيفكر طيب حواد الناس كلهم كان بيضطر يعمل معسكرات دائمة برا مشكلتها ايه الاحساس بالغربة اللعيبة دي ما عندها اهل واللي متجوز عندها حياة والحياة طبعا مسألة مزعرة جدا انت مش هتعيش حياتها كلها في معسكرات تترهبن يعني فكاد فيه مشكلة هي دي المشكلة اللي احنا دلوقتي دي اللي بتوليهنا في كرت اليد وبتوليهنا في السكواش وبتوليهنا في كل اللعبات وماذا ايه اللي بعد كانت انا عايز اعمل مسابقة قوية اه عس انت توصل لقمة انما هتقعد عقمة كتير ده عايز شغلة تاني انا اللي يجب تعرف ان اللعب المصري مظلوم لان اللعب الاوروبي الاندي هناك قانديت كرة يد نادي مخصص لكرة اليد والدور يعمل جدا واللعيبة هناك عشان العرب مع بعضهم ده الدينمرك بيلعب فيهنا وده بالاحتكاك جعمل جدا انا الاحتكاك اللي عندي هنا فيه انا منيڤه عندي اربعة محترفية انا سألت ليه السؤال اربعة اللي بلعبوه في الدور طب بقيت الناس اللي هن في الدور هنا الدوري الى هنا ميرفعش ما يوصلش لمستوى العالمي ما يخلكش تحتك أن يوصلك لمستوى العالمي دولي قليل فأنت عندك دائما مشكلة طب أعمل إيه وأنا بعيد عن أوروبا عشان الاحتكاك فهي بدأ دائما فيه إشكالية نفس الحكاية دي هل حداك بتقول أنه كويس أنه لعبين على المستوى ده انطلاقا من مصابقة من دولة المستوى ده دول أبطال دولة لمتوفر لهم الاحتكاك الكامل دول كانوا قصروا الدنيا دول أبطال انه بلعب مع دنين ومن ثم خلي بالك كورة اليد البطل ما بيعوش سمتين بطل يعني عندك ألمانيا بطل فرنسا بطل دنمارك بطل نرويل بطل يعني من هنا ل هنا دايرة فكلهم في مستوى واحد وكبير ليدة أما تيني بقى تشوف الدوري الألماني ولا الدوري الدنماركي ولا الدوري الفرنسي في كورة اليد وتشوف الدوري اللي عندنا تعرف اللعبتنا ندي الأبطال طب أنا أقدر أعمل إيه دي مشكلة بتوجه رادة المصري طب رجعنا حضاك لمرحلة البحث عن أفكار غير تقليدية وقت التفكير في إنشاء الملعب الزجاجي وإقامة بطولة الأهرام الدولية لأن دي حاجات علامات في تاريخ الرياضة المصرية ونتمنى تكرارها بالشكل ده يريد نبدأ بالتجربة ونشوف بدأت إزاي هي من تجربة زي منا بدأت بالتجربة اللي بقولك إن أنا تعلمت إن مفيش مستحيل وكل ما نعاش الفترة دي أعرف إن مفيش مستحيل لأن إحنا بكل المقييس بعد فترة سبعة وستين وهزيم السبعة بكل المقييس وكل التوقعات وكل الخبراء اللي في العالم قالك العرب عشان يقوموا تاني ولا ثلاثين سنة خلاص انتهين فإنت عندك حدود المستحيل كل إنما غاب عن كل محلل أن الإنسان المصري وعلى فكرة عشان باش نتكلم عن نفسنا ونتكلم كلام كبير كده ملوش لا الإنسان المصري ده إنسان عظيم جدا الشخصية المصرية شخصية عظيمة جدا ما تكلمنيش على الهرتلة اللي إحنا فيها دلوقتي لأن إحنا البلد دي كانت تفاقق صاملها من 25 سنة ومحدش واخد باله فموصلنا للحالة السيولة اللي إحنا فيها دي إنما الإنسان المصري بعظمة الإنسان المصري بالكلام ده كله لما بتحط في موقع ما حدش برة في كل خبراء العسكرية حط في حساباته إن دولة اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال من إمتى خير أرناد الأرض وفي رباطن اليوم الدين هم دول الشعب ده اللي هو اللي ما بيعرفش مستحيل هو اللي قدم لليش مصر مليون وثلتمائة ومقاتل لما تخش انت بقى تشوف ربنا سبحانه وتعالى في علامات بتخليك إنك انت تحس هزيمة رهيبة ويعيني ليش خدها ومالوش على الزنب فيها بعد ثلاث أسابيع في واحد يوليا في واحد يوليا سبعة وستين بتحصل معركة اللي اسمها رسل أش تلاتين واحد تقريبا فصيلة تلاتين واحد وقفوا قدام طابور مدرع سبع ساعات يعني يوميا كان الرئيس عبد النصر على التليفون مع الرائد زغلوي فاتح اللي كان قادي كتيبة تاتر بيسع المهم ما قدروش إنهم يعدوا عليهم كان راحين يخدوا برفقات ما قدروش هذه علامة عرف ساعتها السهينة إن المصريين لهمهم مر وإحنا عرفنا إن إحنا ما موتناش في حد تاني من نجومنا عايز يسمع رأيك اللي قلته الرأي الجميل والإيجابية يا أستاذ إبراهيم كابتن إسلام حسن لعب منتخب مصر لكرة اليد أولا مبروك الفوز والإنجاز اللي اتحقق وضفنا النقد الرياضي الكبير أستاذ إبراهيم حجازي كان من لحظات بيقول لاعبين أبطال بكل المقاييس ومواهب وكفاءات عالية جدا وكويس إن هم قدروا يحققوا هذا المستوى من التنافس عالميا وهم خارجين من مناخ في تنافسية ضعيفة أو محدودة في الدوري أو في المسابقات المحلية رأيك إيه كابتن إسلام وأهلا بيكم ومشاركتك معنا تفضل شكرا جدا والله أنا شايف إن فعلا نحن نقرأ لأخير لكن فيه تمام جدا بنا شاش الدكتور الوزيز أشرف الصوخي والاتحاد المصري كان كل ده تشهده وراء نفسها حالفتر للتاكت الحمد لله رب العالمين دعنا نحن حق المركزز يعني كده عم حقنا وكل ده طبعا كده تشهده كده يعني الحمد لله رب العالمين دعنا نحن نشرف مصر أستاذ إبراهيم أسئلة حبتوك عايز أقول لي كارت الإسلام إن إحنا البطولة الجاية عندنا إن شاء الله مش كده إسلام؟ إن شاء الله إن شاء الله طبعا وعايز أقول يعني بكل المقاييس عشان كتير قوي ما يعرفوش إن إن إحنا اللي عملنا ده إنجاز مش لحاجة عشان تعارف الكرة اليد يعني ملاش حظ مع الكورة عندنا في بلدنا عندنا في الكورة هنا 600 مليون واحد يفهموا كورة ومدربين كورة وخبراء في الكورة إنما اللي أنا عايز أقوله إن شاء الله بإذن الله يعني يا رب إن شاء الله أنا حاسس طبعاً إنحنا ممكن لإنجاز اللي عملناه زمان ممكن نوصل للمربعة الأربعة وممكن مين عارف نقدر نوصل ده أنا اللي شفته من منتخبنا ورجالتنا في البطولة اللي فاتت دي بيخليني أقول إن يعني تسلموا يعني يعني إحنا نقدر نعمل أي حاجة أنا عايز أخد سؤال حضاك للكابت المسجد أنا عاوز أبدا حاجة فعلاً إحنا بعلنا كتير جداً إحنا منتخب ده بالحضة يعني المراضي فعلاً كان فيه خلوط كبير جداً بين الشباب والخبرة يعني حتى اللعبة الصغيرة في لعبة صغيرة كتير خذت خبرة بعلهم كذا كتعالم أظن كتعالم ده ما فيش برق بيننا وفي الأوروب الرجل الخبير العجنبي اللي معنا كتب ديفيس قدنا في خط نفسنا خلنا إن إحنا نقدر نفسنا نزيل موضوعنا بعيش بعيد قدرنا إن إحنا نقربنهم طبعاً ما تخطناهمش مرة واحدة إن إحنا قدرنا نقربنهم إن شاء الله ندعم موضوع نقدر إن إحنا نحق مركز بعيد وسأله نصرحكم بقى كلنا من فرحنا طيب كابتن إسلام أستاذ إبراهيم حجازي كان بيؤكد أو بيجزم إنه لو زاد عدد محترفين من لعبي كرة اليد في الدوريات الأوروبية القوية حيبقى شكلنا كمان أقوى وأفضل كتير فنياً في منتخبنا الوطني رأيك إيه في الكلام ده؟ طبيعاً لحاجات دي بتايف رأيك دي عارف يعني كان فيه في فازة دوري مش دوريات أوروبية في لعبة كتير احتراف ده أرام عام في صواهم خالي بقى يبقى في الدور الأوروبي انت النطق دي بقى دول السنة انت متعود عليها ترخي تعالى ما تحسن الموضوع بشكل خالف الحاجات دي هتفري جداً مع المنتخب تخلي الخبرات تزيد تخليه موضوع مش بعيد خالص دي ما في الأوروبية احنا عربنا لكن بالاحتراف هالموضوع هيفري جداً معنا طبعاً إن شاء الله إن شاء الله يبقى في فرص لإحتراف عدد أكبر من نجومنا وبشكرك جداً ومبروك مرة تانية كابتن إسلام حسن نجم ومنتخبنا الوطن الكرة اليد شكراً جزيلاً يا كابتن إسلام أرجع لكلام حضرتك معلش بقى احنا بنمزج بين مدخلات ومشاركات نجومنا وكلام حضرتك عن الملفات الفترة اللي فاتت حضرتك وتتكلم عن انطلاقة جديدة للمصريين وإن ما فيش مستحيل أظهرتها البطولات اللي تم تقدمها فيه معركة راس الأرش أنا عايز أقول إن اللي حصل مرحشي يعني أنا عايز أقول ما هي دي الحاجات اللي ما بتطرش يعني دي مش بتتبخر فكرة إن لا ما تتبخرش ويمكن دي من عذب المصريين إنهم في جناتهم وحاجاتهم اللي بيتورسوها وبيعلموها وبيعملوها يمكن دي حاجة من اللي الرسول عليه الصلاة والسلام قال خيراً ناضي الأرض وفرباط إلى يوم الدين الحاجات اللي هي غير مرئية أنت ما تشوفهاش أنت لما تيلي شوف بقى في الفترة دي 8 سنين 8 سنين الناس بيقولوا إنك إنت وقعت مش هتقوم 8 سنين إنك إنت حدوت قداماً غريبة جداً فأنت تكتشف إنك إنت تقدر إلي هم اللي حاجزين يروح ياخدوا بور فؤاد فيقفلهم 30 واحد بوظلهم المخطط ده وبقيت بور فؤاد محررة وما قدرواش تدنسوها بعدها أنت تروح أنت بقى لا روح تناخد خطوة بدأ من أقدمت روح نضربين مدمرة إرادة فأنت لو أن تدبر تدرب مدمرة أنت عارف مدمرة بالنسبة للزورة الصواريخ قدي إلانشة صواريخ علب الكابريت جنب عربية ريلا مثلاً حي كده فتخيل إنك إنت يروح نعمل عمله دي وتغرق المدمرة دي باللي كانوا عليها كان طلبة كلها البحرية النهائي متخرجين وتعمل ده فدي طبعاً بتديك حالة تاني عما تروح لحرب السنزائل خمسمائة يوم فأنا كانت كل مرة عملت أعلى بدرجة ده كله جناد مفروض إحنا بقى إزاي ناخد ده بنطبقه في حياتنا أنا لما طلعت من الليش أنا دخلت يناير 68 تسعة يناير طلعت واحد تلاتين أوصص 75 عادت تمث سنين زابط القوات الخاصة شفت كل حالة وعشت كل حالة بس أنا بذكر ربنا سبحانه وتعالى لو اتعاد الزمن مئة مليون مرة حارنا أعمل ده تاني ويمكن أعمل أي يعني أحاق اللي ما درتش أعمله في الأولان أما طلعت فأنا طلعت طبعا لحياتها من سنين كانوا صعبين جدا 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 فطلعت لقيت الحياة المدنية بقى حدوتة فيها غريبة جدا يعني فأنا فاكر في يوم اللي هي المستحيل بقى دي كنت ساعتها مسك بشغل مدلة اسمها سيدتي بسعودية ومدير تحريرها في القاهرة من مكتب من هنا ففي يوم دلي خبر كنا في عيد أم وده خبر إن ابن أم في القاهرة وابنها في الأردن فأريت الخبر عشان يعني خبر صحفي فبسأل قالوه لا ده الوضع تخطف من أمه ورح هناك فصعب عليها جدا تخيلت كده لو بنتي كان ساعتا في الوقت ده عندي يعني لو بنتي حصل لماي ولا رشا بحصل ده أعمل إيه يعني طب مين الرلق ده أب من أهلنا البساطاء جدا عامل في محل فول وطعمية في عين شمس بعد تلو حد من الزملة قالو يا بي الحكومة ما عرفش تترجعوا برضو أنا أنا في دماغي حاجة ورأوه ده لأ وليه لأ من نجوهش فقلت الرلق وابعت تحت هده وقلت هاتو بقى إن شاء الله يجيبه بالعافية هتولي بس إيه عم كنس مسيد إيه عم سيد قالو يا بيه الولد إحنا وصلنا 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 انتربول الولد طلع لشهادة ميلاد أردنية وخلاص الولد خطف عنده سنتين ست ما بتخلفش ومدوزة واحد أردني ست من الأهلين وفاهمته إنها حامل وخطفت الود وخلاص وسللوه بقاله تلس يعني ده خلاص بقى أردني بقاله سنتين قلت طب إيه المشكلة يعني أنا أنا تعلمت إنه ما فيش مستحيل ما فيش حدث ما مستحيل الموت بس اللي ما نقدرش عليه كلمت أنا فاكر إنه ما نبيل دي كانت مديرة المكتب إنك رفعنا قضية منحظنا أو منحظ كويس ومنحظ طبعا إن القاضي هناك كل يوم الجلسة تخلص النهاردة القاضي تقعد عشر تيام وخمساشر يوم كنا في رمضان فطبعا كل يوم القاضي بيطلب ناس من هناك وعلي أن أنا أنا بعرف الجلسة بتخلص بتوقيت القرية ساعة اثنين تقريبا هنا بهرية فعلي أن أنا أول ما يطلب حد من الشهود إن أنا أحضروا وطبعا كلهم ما معمش بصفرات ولا عمرهم طلعوا بصفرات أطلعوا له بصفر ساعة بيشتغلوا بعض الدور للجوازات واحدزوا طياران وصفروا في الطيارة بتاعت تنبي الليل لتوصل هناك الفن أسر الكلام جبنا الولاد هنا الصحافة طول عمرها والإعلام بيجرور الخبر إحنا هنا صنعنا الخبر بس هنا العنصر اللي عمل ده فكرة المستحيل فكرة إن ما فيش مستحيل ما تفكر وعشان كده أنا بقول لكل حد وبقول لشبابنا ويقول لكل حد حتى لو الدنيا فيها مشكلة ما فيش مستحيل مقسم باللمة بلاش تتعامل مع الأمور بيأسك لا 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 نقدر نقدر ما هو ربنا نقدر بس ابتهد ما هو ربنا أقول لك ابتهد وانت حد 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 ده يرجعني لسؤالي لحضرتك أنا فكرت وتعمل هل تخيلتوا لحا تقدروا تعملوا بطولة بهذا الحجم من النجاح ما أنا ما 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 يعني لو أنا قلت لك آه مش مصبوط الفكرة جات إزاي أنا فكرة أنا الفكرة الناس فكرة يعني أن أنا السكواش اتعملت يعني الفكرة اتعملت السكواش لأن الملعب الوحيد اللي كان ممكن يتعمل ده ده بيفكرنا لنهو بحنا وهو ده مرتبط بالكلام الجميل لحدك بتقوله عن مصر والمصريين وقدرتهم على أنهم ينجزوا أي شيء مهما كان صعب أنت عارف يا محمد طب خلينا نشوف مع حضرتك ونرجع نكمل كلام ترجمة نانسي قنقر 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 لسه معاكم مشاهدينا في الأهل الليلة ومع كاتبنا ونعقدنا الرياضي والإعلامي الكبير لأستاذ إبراهيم حجازي وبدأنا نستقبل أسئلة من مشاهدينا على فيسبوك وتويتر عندنا أكتر من سؤال سريع عن أستاذ إبراهيم على تويتر سؤال اسمي وليد عبد النور سؤالي لأستاذ الكبير إبراهيم حجازي هو إيه اتحاد الكورة هل بيخاف يطبق المنظومة الاحترافية ولا إيه رئيس لجنة الحكام تم إيهانته وهل هذه الأمور تمر بلا عقوبة أو بلا محاسبة وتم التعدي على النادي الأهلي أكثر من مرة من بعض الأطراف هو بيقول لماذا لا تدار الأمور بشكل قانوني واحترافي بحت ده سؤال من وليد عبد النور على تويتر هو اللي بيقوله صح ولماذا لا تدار لأن أصلا طول ما انتخابات اتحاد الكورة بتتم من الأندية لا تمارس اللعبة وأصبح النهاردة اللي بيليب باتحاد الكورة في مكانه نادي لا يمارس ولا إيه لما لابد إن إحنا نبقى بدام عملنا احتراف ما إحنا خدنا من الاحتراف حتة وسبنا بقية الحتة بدام عملت احتراف يبقى أن في لجنة للأندية المحترفة اللي هم عشين نادي سواء في الدورة الممتاز وهم دولة اللي بيليب اللي نادي لتدير الكورة في مصر من الأندية المعنية التي هي بتمارس الكورة القضب في مصر إنما أنت النهاردة لما الانتخابات دي اللي اتعاملت ألف مرة حيلوهم هم دولة لأنهم الأندية دي تربيطة 500 نادي و400 نادي الأسوات نظام الانتخابات عندنا لا علاقة له بالمنظومة الاحترافية سواء في التهل الاتحادات أو سواء في الأندية أو سواء في أي حالة مالوش علاقة خلص بالموضوع يعني انتخابات في الأندية انتخابات الاجتماعية رغم للأندية دلوقتي معنية لأن النادي بيتحمل الدور اللي ثابته المدرسة في الرياضة وبيتحمل هو النادي النهاردة اللي مسؤول عن قطاع البطول وتتم الانتخابات فيه بصورة اجتماعية لما تيلي بقى الاندية النهاردة لما تيلي النادي الأهلي النهاردة كنادي محترف حيبقى نادي الأهلي لقرة القدم خلاص يبقى ليه مجلس إدارة شركة مساهمة بقرة القادمة من نادي الاجتماعي اللي هو في اللزيرة ده نادي الاجتماعي يتعملوا انتخابات اللي هي بتاعتهم تاني اللي هما بالنفارش والبفتيك قدي كده والمش عارف ايه والحالة دي كده والرحلات والحالة دي كلها فالنادي الاجتماعي حاجة ونعم لما يبقى الأندية الأندية تدار الانتخابات الأندية بانتخابات محترفين قاسف في الأندية يبقى نادي شركة مساهمة لما يحب شركة مساهمة الموضوع يختلف تماما مش حابة انتخابات بالطريقة دي كلها يعني هل حالك شايف ان الامور بتدار بشكل اقرب الى الهواية حتى الان هي كلها هواية ما هو كلها هواية في هواية احنا رجبنا اللعيب محترف والاداري محترف والمدرب محترف ومدير كورة وابن عامة مدير الكورة وكل الفيلم ده كله والذي يدير منظومة منظومة هاوي مش محترف لازم النادي يبقى شركة مساهمة لانه شركة مساهمة خلاص ده بيشتغل في الكورة رجل ده بيزنس بتاعه كورة فحيديبقى جيزة فانية صحة ولا الناس اللي هتديري النادي هتبقى صحة اللي بتفهم في الكورة ما تبقاش المسألة بالطريقة دي وهم دولة اللي هيختاروا الاتحاد اللي هم بيعدهم كورة وبيفهموا في الكورة ومختارين الكورة فحتبقى المنظومة كلها انما احنا ما عندناش منظومة طيب السؤال تاني سؤال اخر لتوني رشاد هل ممكن الاهل يفوز بالدوري هذا الموسم ولا لا على ما احنا بنشوف على الوقت الاهل لو كسب كل ماتشاته اللي جاية كسب كل ماتشاته اللي جاية يفوز بالدوري طالعا الحاج بتكلم المؤجلات تخلي الاهل فارغ هو عنده 30 ماتشو اي عدد من الماتشاته لو هو كسبها كلها ياخد الدوري بالورقة والألم انما في الكورة ولا تقدر تقول لبرشلونة ولا تقدر تقول ده مع الريال مدريد ولا تقدر تقول له مع اي حد فالمسألة بالورقة والألم لا لو كسب ده يقدر ياخد ده انه بالارقام مش مستحيلة الموسم ده لانه فارغ المباريات هي تسمح ليه يسمح للنادي الاهلي بالفوز بالدوري طيب خلينا نستقبل مع حضراتكم احنا بنأكد ان احنا في انتظار بناخد اكبر قدر ممكن من اسئلة مشاهدين على فيسبوك وعلى تويتر وعبر وسائل الاتصال المختلفة مع شاشة قناة الاهلي مع برنامج الاهلي الليلة وكل من يرغب في توجيه اي سؤال في اي اتجاه من الاتجاهات الرياضية او غير الرياضية والمتعلقة طبعا بكرة القدم ونادي الاهلي في المقام الاول للاستاذ ابراهيم حجازي الناقد الرياضي الكبير احنا هنستقبل هذه التساؤلات وهنا عرضها على استاذ ابراهيم في هذا الحوار نرجع نكمل الكلام فانا مفيش مستحيل وايقامة البطولة فانا مفيش فانا النهاردة كان ساعتها السبب لان كان ده الملعب الوحيد اللي اخترع انه هو ممكن تلعب به مش في اماكن اللعبة التقلدية اللي هو الاستاذ ولا بتاعه فده كانت البداية طب انا قلت لما ملعب اقدر احطه طب انا اخده اروح اند الهارة واعمل ده الفكرة ان انا استفيد من اعظم اصاب في الدنيا يعني ده اللي هنا طب اي نجاح لازم التخطيط ولازم كمان اننا يعني انا كان عندي الحلم اعمل ده ولازم اخطط ده انما انا معرفش في الاخر حتوصل الامور ايه انا ما فيش حالة صغيرة لانا انا كتبت كل البنود اللي المفروض الصورة قدامنا اللي حداك بتكلم عنها صورة الهارة لا لا ده ده الصورة بتاعت الغرداء دي تشوف الهرم الصورة الغرداء مش الهرم الهرم يا عمد فعندك صورة اللي فيها الاهرمات فانا لما تريد تعمل البطولة قدام الهرم فانا هتبع بعمل فطولة فانا محتاج حالة كتيرة ليبت اجندة وطلعت فوق وقعدت فيهم اشوف انا عايز ايه انا حديد ملعب حشتري ملعب ده من بره انا محتاج كهرباء محتاج ميا محتاج مش عارف فيه كان بنود كتيرة كتبته وابتديت اشوف ان انا كل بندم ده ادرع ملو لا لا الملعب الحقيقة يعني انا الشكر هنا لدكتور عبنة ممارة كان رئيس المجلس الاعلى الشباب والرياضة ولا المجلس الاعلى جاب الملعب ده على حسابه وده كان من غير الملعب ما كناش نقدر نعمل اي حاج بعد سنتين من مشاهدة حضرتك للملعب ده خارج مصر وطرح الفكرة اه ده انا عتفكر فيها المسألة مش كده مفاوضات بقى مدد اه لا انا مش مفاوضات انا بشوف اقدر اعمل كل حاج اه لا اقدر اعمل كل حاج اقدر اعمل كل حاج لما تريد تتعارف بره بزيها مش هتعتمد على مصدر الشبكة لازم بعندك مصدر اساسي لدي الشبكة بتنزل وتعمل حتعمل مشكلة لازم بعندي مصدرين كهرابا لما قدرت تعمل ده قررت اولا النجاح بتاع البطولة ديت انا بفكر وبحط النقاط انما فيه فريق عمل بتعمل لما يببى فريق البطولة دي نجحت من اصغر عامل كان بيشتغل فيها لأكبر حد كان بيشتغل فيها وده عمل مؤسسة يعني الأهرام مؤسسة الأهرام كان مع التلفزيون المصري يعني ده كان نقطة مهمة مع المعاولين العرب كشركة فكان ثلاثة مع وزارة الشباب ده عمل مش فرد يعني مسألة تردح إنما صدقني أي حاجة حيتفكر لها صح وتخطط لها صح وتب النواية طبعا أنت عايز تعمل حاجة كويسة لازم تندح فأنا فاكر ذكراتي عن الحدث ده وحضرتك قاعد وكان ليك مكان اخترته دايما تبقى شايف منه الوجهة خارج الملعب في مواجهة الملعب وقد إيه التواجد العالمي وقد إيه التواجد المحررين والصحافة العالمية وإحنا بنجري لقاءات هناك قولنا حجم هذا الحدث وتأثيره على مستوى الدعاية السياحية والرياضية المصر العالمية أنا لما جاردين تاني يوم البطولة تالس يوم جاردين ونورنان محافظ واخد صورة الملعب ده نص الصفحة الأولى فانت لما يبقى خبر نص الصفحة الأولى كلها صورة عن مصر ده شيء هايل بدا بتاع تلفزيون قناة تانية بتلفزيون ألماني داي بيقول انت عملين البطولة هنا هنا البطولة الهرم هي على المنوتر دي بقول انت عملت البطولة هنا دي ليه فقلت له طيب لو انت عندك هرم قال لي لا قلت له احنا عندنا هرم يعني انت فالراجل أنا فاكر بأخواننا بتلتحدي دي الأول بطولة دي دي البطولة دي أول بطولة اللي اتعمل فانت شيء يعني انت لو تعمل حالة زي دي بتحس انت تكتشف بعد كده انك انت ازاي حطيت الحالات صعبة بس المهم انك انت تدرس ده في الإدارة لازم اللي بيدير لازم ينكر نفسه لازم بهو آخر واحد يعني هو لازم ده في العضية احنا عايزين عمل ينرح احنا عايزين عمل ينرح مش المسألة ان احنا بنعمل ده بطولة كويسة البطولة دي نعكسها على ايه عمل الدعاية انما البطولة دي هي اللي نقلت السكواش في مصر من حال لحال وهي دي يعني بفضل ربنا سبحانه وتعالى انه بقى عندك الاجال دي كلها لان ساعة اول بطولة واللي عملنا ما كانش حتى لسه احمد برادة ظهر انه مولود احمد برادة وزور احمد برادة والناس بقى تتكلم تقول ونيت وبيتر نيكل وجونوفين باور اللي اتفرد ساعتها اللي هو بعد كده واحد من عبقرة لسكواش المصر في حياء عمر شبانة ابتدى يطلع الديل ده والديل ده دي بطولة الاهرام انا ما اكتفتش عمد الاهرام بالبطولة دي قلت تب ليه لأ اما منعملش حالة بها تعمل الكلام ده فاعتعمل البطولة للتنس عملنا بطولة السعرادية للتنس وعظين كرناكوفا او حل كده واتنين تانيين وكانت على مدى يومين عمل شغل غير دي عمل الدعاية نمدى جدا وبعدين عملنا كرة خمسية احنا لبنا هنا الارجنتين والبرازيل كرة خمسية في صالة ازاز عملناه زي صالة الموطنة اللي انا عايز اقوله بس عشان احنا دايما احنا كويسين كمصرين اول ملعب ازاز الملعب ده كان بيكاربونات يعني ده بلسك وبتخربش ولو عمر خمس مرات او ست مرات يتنعب عليه ويترمي احنا عملنا ملعب ازاز اول ملعب ازاز احنا نعمل ازاز اي ويترهو احنا الى عمل هم اللي عملو بتاع البلسك احنا ان عملنا اول ملعب ازاز في العالم احنا اللي عملينه وبعده هنا كرة خمسية هي صالة الازازي اللي كان فيها الكرة خمسية ومنتخبات العالم النقلة التانية لما عملنا ديت وحدك بتكلم كمان انه مقارنة بالمتيريا او المادة اللي كابت استخدم الملعب الزجاجي ده اللي احنا عملنا اول مرة مش كواليتي اعلى وستمراريات فيه بلاستيك. فالمضارب لما تضرب بتخربش. فالملعب ليه عمر. وبيترني. قلنا طب فانا قلتلهم طب ما نعمل إزاز. حيستحمل. روحت للجريش بقى. يستحمل يا جماعة. قالوا يستحمل. طب ما نعمله. وفاكر موان تستحمل عفيفي. وده شباب مصري اللي عمل ده. ودم وقاس وعملوا. وعملوا الملعب ده. وطلع هاية. بعد ست سنين العلم عملوا الملعب. عملوا ملعب إزاز. لما رحنا بقى النعلة التانية لما حصلت أحداث اللقصر. الغرداءة فطست. الدنيا فطست. قلنا نعمل حاجة هناك. وانا فاكر الله وساعدة يا بريدة رحمة الله عليه. تعامل بطولة الغرداء. وانا صورة بقى اللي ممكن نشوفها اللي كانت في الشارع. انا عملت البطولة في جزيرة صغيرة كده. وبعد كده نقلتها للشارع. اول بطولة واخر بطولة. اول بطولة واخر بطولة تتعمل في شارع. مفيش في العالم كل حد يقدر يعمل بطولة في شارع اللي فايت وخش ويتعمل. ده بي اندل على شيء دل على ايه. على الثقة وعالأمان وعلى ان البلد يأمنى. وبلد ليس صحيحا الدعاية اللي بيعملوها. والبطولة دي قعدت مستمرة لغاية بعد يناير. يعني. هل ممكن نستفيد من ده تكرار الاحداث الياديا؟. لا انا بس انا اه. اعايزة الصورة اللي على الاندية محمد. عندك صور تانية ليه يا ابرلون? اه اه. مخرجنا احمد البرجاوي. اعتقد بيستعر كمال للصور. الصورة دي الحفلة دي اللي كان بتتعمل في مدان السقالة. ده الداون توان او الحتة الشعبية بتاعت الغرداء. حية قديم جدا. وعلى اربع شوارع المدان ده. ويؤلت تعمل البطولة. الاربع شوارع ديول كان لما بيتملوا وعلى آخر مئة وعشرين ألف واحد. بطولة لما بيبت قد إيه زينا كنت لما تحترم الإنسان وحاق وحاق إنه يشوف حق المواطن ده إنه يشوف مطربين الكبار دول ويشوف ويبي تلفزيون ويصور من عنده ويعمل داكن. عشان كده البطولة دي تعملت. ما فيش حد تعمل الحفلة داكن بتعمل كل سنة على هامش البطولة. عملناها سبع مرات. ما فيش حد داس على رجل التاني. إحنا عندنا إمكانات نقدر نعمل حاجات كتيرة. وعندنا إمكانات نعمل حاجات هايلة جدا. هل ممكن نكرر التجارب دي يا أستاذ إبراهيم؟ هل ممكن دا نكرره في الفترة الجاية وإحنا بنضرر على؟ ما لأنت عارف إن الأهرام عنده كل الإمكانيات. إحنا جبنا مدرجات من بره خمس سلاف كرسي. وعندنا الصالة الكبيرة. الصالة دي دا حدها فخر دا. وعندنا وعندنا كل حاجة. ما أعرفش. حد لما تعمل البطولات يعني أنا بقى تطلع دي الحفلة دي. الحفلة دا كان معمول في مدهن. والناس من البلكونات ومن الناس دا يتعامل دا. برضو عشان أقول إن فيش حداس ما مستحيل. دا اللي أنا بس أعايز أقوله. نقدر ننرح نقدر ننرح. هو دا كده. هل حضاك بتتمنى مع تطوير منطقة الأهرامات اللي دلوقتي مصر تشتغل عليه ومركز عليه الدولة إن يبقى فيه رؤية لمساحة ريكريشن معينة أو إقامة أحداث رياضية أو فنية عالمية؟ يعني يبقى فيه تركيز على المساحة. أعرف الحمد. طبعاً شيء أنا هاي ليداً ومتطمن جداً إن قراثكم خادت ديت. السويرس خادوا دا اللي ما هيعملوا منطقة ديت. دا شيء كويس. لهم دون ما بيعرفوش اللي ينجحوا. بس أنا عندي شوية حالات وأعتقد أنك توافيني وأعتقد أن أي حد بيفكر في موضوع دا يوافل فيه. أنا منطقة الأهرامات ليه إحنا بنعملها من ثمانية الصبح أو من سبعة الصبح لغاية خمسة بعد. ليه ما تبقى شغالة 24 ساعة؟ ليه ما يبقى شغالة 24 ساعة؟ ليه ما يبقى شغالة؟ وأنا أعتقد أنه ممكن يفكرك. ليه ما يبقى شغالة عشان فيه حد في الصيف؟ كيف؟ تبقى صعب جدا أنك بتلاقي عين الغس والشوم مظنهر. وخاصات أنه ما فيش حمامات كمان ولا حاجة. وبالليل المنطقة تبقى جميلة جدا. المهم إن أنا نلاحز المنطقة أنا تشتغل 24 ساعة. المهم إن أنا نلاحزها. والمهم كمان إحنا الصدو الضوء دا معمول فكرته معمولة من سنين. وأنا برمي ضوء على الهرم وبتكلمه ومبهورين. فهو معمول إنه حاجة في الناس. يعني ما أنا أنا بدل ما برمي الصدوء بقى أنا أنا طلع خوفه على ما طلع سورة الخوفه على الهرم. وخلي خوفه هو اللي يتكلم على الهرم. أنا عملت دا في نهاية بطولة من بطولة عمر شبانة. خليته يتكلم ويعمل رسالة. لبسته فرعوني وعملته 30 متر. إنما دلوقتي بالتكنولوجيا الحديث دا أنت تقدر تعمل حاجات كتير. إحنا على قديمه. لسه بالنور الهرم وحد يتكلم. يعني عمل نبعا عن غير دا. ممكن المنطقة دية تتعمل فيها حاجات كويسة جدا. ممكن تعمل بطولات كويسة جدا. بس تبقى المسألة الفكرة فيها إنها مسبوبة مكسب. أو مكسب إنها بدور على مكسب قد ما كنا نعمل حاجة عشان تعمل دعاية الوطن. دا تفرق كتير. واحداتك بتقول إنها ممكن استثمارها طالما هتؤمن وحيتم ترتبها بشكل تاني في الفترة الجاية. إنها تبقى منطقة بتدار على مدار الـ 24 ساعة. ليه لا. ليه لا. ويبقى منك تاني يعني في حدودة تانية يعني ممكن تتأخذ ولادك ودروح تصالينك وتشوف الهرم. وبعدين إحكاية الهرم إن الناس ستع الحدورة. يعني أنا لو بياد الأمر أنا أعمل خمسين متر يعني أعمل في زون بإزاز أول زون خمسين بإزاز. لشاء الناس من قراءة. ما فيش حد يخش يلمس الهرم. دا لازم دا لازم الزون اللي خمسين متر دا يتعقم. ألا. هم مش بعودنا في سانترا السيسكو دورة أولمبية. هجيز هوا يقول لأخذ هوا من أمريكا بخمسة دلار للإزازة. يعني هم حيبعونا الهوا وإحنا يعني ما ينفعش يعني. فأنا النهاردة لازم أعطي لهذا الهرم. أنا النهاردة لازم أعطي لهذا الهرم. ما فيش حد حد أسماء حد يطلق على الحجر بتاع الهرم. أنا ليه ما بعملش كسوة تاني للهرم. الكسوة اللي لسه باقية من فوق. وقعت كلها الكسوة اللي هي. اللي هي يعني نضلوا عليها محارة باللغة بتاعها. اللي قالوا إن كان فيه طبقة اللي طلوع مننا بندرس طبقة ملساء بتغطي هذا الهرم. دا لزا ما ردعهاش تاني. والحجارة اللي وقت لي دا مردعهاش تاني. وما فيش حد ما حد يقرب من الهرم. وبعدين ما فيش المطاة دي ما فيه خشش فيها أي عربية بنزيلة. فكلك أهرب. فأناك عايز كل الأخذ بالأسباب كل ما يحافظ على هذه الأبنية وقيمتها. يعني كل هذه الأثار أو التاريخ المصري. ما إحنا لو عملنا يعني نضيها وضعها. أصل دي برا ما فيش حد يقدر يلمس الحجر. دا دهناء هما. طيب مبارح بمناسبة كلام حداك عن التاريخ المصري والحضارة المصرية. كان فيه حوار دار كده مع بعض الكتاب والصحفيين. عن أن مصر دلوقتي الحمد لله ماشين بمعدل عالي جدا فيه الوصول إلى أكتر من كشف أثري جديد. بنسبة ومعدل سريع جدا. هل حداك تتخيل ممكن يبقى فيه أفكار غير تقليدية أو برس صندوق في الفترة الجاية؟ هل ممكن نعمل منطقة عرض للأثار مثلا في محيط مدينة ساحلية مصرية زي شرب الشيخ أو الغرداء؟ أنا أما وقد كانت. أنا يعني وانا عملت السلسلة بحملة في هذا الموضوع. إنما خلاص على المكان بتاع المتحف الكبير. أنا كان في تقديري أنا أن المتحف الكبير دا يتعمل ممكن مثلا عند العالمين يعني في الصحراء الغربية. لأنه هو دا المستقبل يعني. أعمل هناك المتحف على 300 فدان 400 فدان 500 فدان. وتعمل بقى متحف يعني داخلي وخارلي. هل تعلم إن إحنا عندنا مئة قطعة مئة ألف قطعة أثار في المخازن في الهرم؟ وزيهم في الأقصر. وعملين كل يوم نكتشف. أنا رأيي بس نهدى شو في الاكتشاف. وإن إحنا اللي عندنا فعلا نعرضه صح ونحفظ عليه صح. فأنا طبعا أنا كان فتقديري إن المتحف لو على بعد. ليه؟ عشان نزود الليلة السياحية. المتحف وده المتحف لما بعمله. وبعمل لنبل أوتلات وعملها بقى عن نظام الفرعوني. أقول له بقى نظام تاني ما كانش فيه كهربا مثلا يعني. أو إن نظام الفرعوني كانش بعمل استايل. وهم كان حد شافوا الفرعنة بيناموا إزاي. إحنا نعمل لهم نظام تاني غير الفنادي إرخابنا. هتبع على نظافة الخمس نجوم بس بطريقة تانية. فأعمل أنقل المنطقة تانية. وده كان بالتالي حتى تزاهر وحب عليها. لأنك إنت بمتحف زي ده. بدل ما بيب السايح هنا وتحشر في الزحمة والحطة. دي زحمة بيدا بيدا بيدا. أنا كان راح هناك زود لعدد أيام صحية. وبعدين عملتوا بالطريقة الصحة وكلام ده كل. أنا النهاردة عندي أثار يمكن عرضاء. يمكن أن يكون في كل محافظة مع متحف. يمكن أن يكون في كل محافظة. وإحنا يهمنا كمان إن أولادنا يشوفوا ده. إنت لو عملت إحصائية عند المصريين كم واحد شاف المتحف ستلاقي أقل من 10% بالتأكيد. يعني محتاجين ده على مستوى السياحة الخارجية الوافدة إلى مصر. وعلى مستوى حتى تعريف المصريين نفسهم بتاريخهم وحضرته. خلونا نتوقف مشاهدينا مع فاصل قصير ثم نعود لاستكمال هذا الحوال. أهلا بحضراتكم مرة تانية. مازلنا معكم وهذا الحوار اللي بنبدأه النهاردة وإن شاء الله يتكرر على شاشة قناة الأهلي ومن خلال الأهلي الليلة أسبوعيا. كل يوم أحد في تمام السبع مساء متوقيت القاهرة من خلال الأهلي الليلة. مع الناقد الرياضي والإعلامي الكبير الأستاذ إبراهيم حجازي. بقى جدد الترحيب بحضرتك أستاذ إبراهيم. عايزين نتكلم شوية عن النادي الأهلي رؤية حضرتك لفكرة التطوير في الشكل والمضمون. يعني برنامج عائلة الأهلي تركيز مجلس الإدارة في برنامجه اللي أعلن وقت الانتخابات الخاصة بمجلس الإدارة. أن التطوير مش بس على مستوى الرياضة أو منظومة كرة القدم. ده في الشكل والمضمون من الأسوار إلى داخل النادي إلى الخدمات اللي بتقدم على كل المستويات. شايف إزاي الشغل اللي بيحصل حالياً في النادي ده؟ لأ أنا شايف إن في حالة معمولة خطة موجودة وبتتعمل وبتتنفذ ومشي. وشيء رائع جداً. فيها شكل لما بتشوف الصور اللي كان عادي وبتاع ده. يعني مثلاً لما تشوف الرزيرة بقى فيه الصور وفيه ارتفاع وفيه كذا وفيه كذا وفيه استفادة منه. ده في حد ذاته بيدي انطباع معين. أنا شايف إن فيه حركة للمجلس كويسة جداً أو أفكار بتنفذ. بس أنا نفسي ودي مش قضية يعني النفسي بقى إزاي؟ كيف يمكن الاستفادة من مجتمع زي مجتمع النادي الأهلي؟ يعني خلي بالك إن الأندية. أنت معادة كبيرة بتكلم لما تبقى أسرة أب وأمه وطفلين. في النادي عالية يبقى أنت عندك حوالي نصف مليون واحد في الكيان ده. بس الكيان ده فيه نصف مليون واحد. بس دول مجتمعين على حد فيه انتماء. دولة في الانتماء يعني ده. أنا من يعني ممكن صورة قدامنا بتاعت الصور بتعمل. الصور يعني مش فكرة إن أنا بعمل لون وبقبر مساحة وبطول مساحة وكلام ده كله. إنما أنا الفكرة إن أنا بصدر فكرة تانية إن إحنا فيه بديد بيتعمل. وفيه حالة بتتعمل. أنا عايز أقول لأعضاء النادي الأهلي. والكلامي لأعضاء النادي الأهلي وكل أعضاء. إحنا دور الكيان المجتمعي لمجتمع على انتماء. دوره ضد مع المجتمع إيه. متيني كده وإحنا عادي مع بعض. وتجربة نخد أنه وإنت وإنا يعني. لأن أنا كان زمان عملت فكرة كده من 15 سنة. كانت طلبة المدارس. قلت اللين يعني القليل من كتير كتير. ومن دينية واحد فلمنا حوالي 21 مليون لينية لمستشفى 57. الدكتور شريفة بناليا ساعتها. كان أول ما بدأت مستشفى 57. وفعلا ليني كان إيه لما توقيت كده تم يعمل. طب أنا النادي الأهلي اللي هو فيه النهاردة المجتمع. بتكلم مثلا كم ألف أسرة. عدد ضخم جدا. نتكلم عن العدد كبير جدا. من الكلام زي ما حضاك قلت. من الكلام عام أغير من 500 ألف. لو حسبنا عدد الأسر في متوسط. أنا عايز أقول لهم. تمتين بقى يبلنا دور مع المجلس. أنا كمجتمع. أنا لي أدور مع المجلس. والأعضاء والنمية العممية. لهم الحاكم الحقيقي والفعلي للنادي. تمتين مع المجلس يبلنا دور مع البلد. وخاصة أن النادي الأهلي. مش أعضاءه بس. لا دا له محبيه وعشاكه. والمهيره في كل حتة في مصر. ولو أنا بأعمل أي حاجة من هنا. هتبدي عدوى بتتنقل كل حتة في مصر. يعني أنا النهاردة. من خلال البرنامج النهاردة. من أول حلقة ديت. تمتين لهم. دي أفكار. وأنا مستني من أعضاء النادي الأهلي. والنادي الأهلي. يعني تقريبا. مليء بالكوادر. كوادر في كل حالة. الدكتور والمهندس والمدرس. يعني فيه كل التخصصات مولودة. تمتين لهم نفكر. لو أنا مثلا. لو الأسرة. عملوا صندوق البرنامج المهمية. ممثلة فيه. وما عودوا من المجل الصندوق. يتعمل كان. خمسة جنيه في الشهر. أنا بتتصور خمسة جنيه دولة. تعملوا نصف مليون جنيه تقريبا في الشهر. طب أنا عندي نصف مليوني. أنا ممكن أن أنا. طب أنا أنا كنادي أهلي بقى ومجتمع النادي الأهلي. وأنا كلام ده كله. أنا فين بالنسبة للمجتمع. أنا ممكن يبقرية من القرى أدخل له. أبتدي فيها مشروع لغاية ما أخلصه. ممكن أن يبقنا في حي من الأحياء القريبة مني أعمل مشروع لغاية ما أخلصه. الفكرة هنا مش لخمسة جنيه ولا نصف مليون. الفكرة أن الأولاد الصغيرين اللي إحنا بنتكلم عليه لخمسين ستين سبعين ألف في السن الصغير. عودتوا وعلمتوا أنه إمتى يبقى ليه دور تجاه البلد ده. وأنا زي أني إلى الانتماء ده من الانتماء من حيز النادي. هنا ما عايز أكبره لمجتمع. يبقنا المجتمع الأكبر. يبقنا ليه انتماء ليه. بلغاية ما نوصل كلنا للبناء. وقوة الكيان ده كيان الأعضاء وهو مجتمع على أي نصار. تخيل النهار ده كيان ده حتى بالعكس. يعني ما يباش الأعضاء كلهم كله ومنتظر إيه الخدمات اللي بتتعمل. ويباش كل همنا البوفتيك وكبير ولا صغير. لا ده جزء مطلوب وهي اللي بتتعمل. إنما إحنا دورنا المجتمعي. فكرة أن الأعضاء الأندية أنت مجتمع في مكان على انتماء لمكان. فأنت فيه ربطة بين الناس ذي ربطاهم. بس مش عارفين السفيد بالرابطة. حالك بتتمنى يبقى فيه نشاط خارج حدود النادي الأهلي. منظم لأعضاء الجماعية العمومية. لا مش بتتمنى. لا ده إن شاء الله حيحظ. نتمنى. ما عادش فيها تمنيات. بتطالب بداية. إنت حضرتك النهار بتأعلن ده يبعا طول. إحنا مستنين قراء الناس. ما يمكن يبقى فيه أفكار عظم من دي مئة مرة. إنما إحنا عايزين الكيان. ده مقترح. إن الأعضاء يبقى لهم نشاط مجتمعي في تطوير مجتمع مصر. نحن ككيان النهاردة. نقدر كل شهر نبقى معنا نصف مليون جنيه. هنعملوا إيه هم يفكروا. ونعملوا في إيه. إنما لنبقى لنا دور التنمية المجتمعة. لأن دي بلدنا. فكرة الحاجة جميلة جدا أنه ممكن يبقى مصروع تنموي أو مصروع خيري في قرية من القرى الفقيرة. فأي حتة بقى هم يقرروا. بس نقدر. أنا مستني. أنا مستني أعضاء الأهل يردوا علي. إنما مش كفاهد المجلس عمال يعمل في حاجاته وبيعمل في أصول وبيعمل في تطوير وبيعمل نظام. وعمل هو نظام عظيم. دول الحاجات بالنسبة للكبار وصوائرين معمول حاجات كتيرة جدا. لعائلة يعني كعائلة. طيب الأهلة دي ما عايزة لك كبيرة دي بل هدور في المجتمع. وهذا قنتك. يعني هو نهاردة الأهل الأهل تاريخ. إنه دي الأهل تاريخ كبير وعريق وانتصار. طيب أنا ما عايزة أعمل لي هدو. عايزة إحنا كمان ما يبقاش بس الدور اللي هي فريق الكورة. لا ده أنا عايزة أنت كلكوا فريق الكورة. وكلكوا راس حربة. وكلكوا تدارة لي بلواء. متيني. ولو اتعملت كده العدوى دي هتتنقل في كل الأندية. تخيل إحنا من المجتمعنا منين من منين. هو ده اللي عايزة. ولما حضرتك كمان كنت بتناقش الفكرة دي بشكل مبدئي معانا ومع مجموعة من زملائنا من يومين. وهي فكرة مميزة جدا. نحن دايما عندك تصور لما يمكن أن يقدموا للمجتمع المصري كيان كبير بحجم النادي الأهلي. فكرنا أن التجربة دي لو تحولت إلى دعوة من أستاذ ابراهيم حجازي وعبر النادي الأهلي. وتم تعميمها لتكون مشروعات مشتركة بين الأندية المصري. وهو ده كده. حجم الإنجاز هيكون إيه؟ طبعا. وهنا النهاردة لما أعمل ده. نادي النادي الأهلي النهاردة. فقالوا مع عداء الأهلي النهاردة. رأي عملوا نصف مليون. ده مش هيبعث لنهاردة. طب أنا عداء الزمالكة أقل منهم. ما نعمل ده. والإسماعيلي حتى لو العدد أولي ما نعمل ده. دي بلدنا. إذا ما استغلناش كل حاجة فيها. إنه إحنا كلنا نبقى تروز دخل في بعض. بتدور المكانة دي كلها. يبقى إحنا بنهزر. إحنا نقدر نعمل حاجة. أنا الأهم حاجة عندي في دقيقة محمد. إن أنا علشان أنا التعليم بعافية شوي. إنما اللي فاتنا من التعليم حيقدر في منظومة النادي. إنه نعلم الصغير ده. إنه انتماء للوطن يبقى إزاي. وللبلد إزاي. ويبقى ليه دور إزاي. لازم يبقى إحنا. إحنا الشعب الوحيد. أو المنطقة العربية يمكن الشعوب الوحيدة. اللي فيه التراحم والموادة بين الناس. يعني إنت ما تلاقيش حد في بلاد في أي حتة في العالم. ناس متأكل ناس زي مواقد الرحمن عندنا. ده مش موجودة اللي في مصر بس. إحنا إحنا زي نعمل ده. لإننا في ناس آه من أهلنا تعبئات. إزاي نبقى كلنا مع بعض ونعمل ده. إزاي فعل دور الكيانات الكبيرة دي كلها. وهو واحد منها طبعا. وبعدلما يبقى ياني أدي كبير كده بالإسم ده. تخيل لنعمل ده. وتخيل النهار ده نادي الأهل تحرك. والزمالك تحرك. وده تحرك. ده حينعاكس. عمرك بقى ساعتها ما حتسمع الكلام الفارغي اللي بيسمع ده. وعمرك ما حتسمع عن تعصه. وعمرك ما حتسمع. يعني الأندية دي هتجمعها رسالة راقية جدا. هو راقي. أما هو ده كده. والمنافسة في الملعب. يا سيد المنافسة دي مطلوبة وعلى أعلى مستوى. وكل ده موضوع. طيب. معلش خلينا أحط التصور دلوقتي إن واحد من اللي بيسمعه حضايك من المشاهدين. يا جماعة انتوا بتقولولنا كلام ده كلام نظري. انتوا بتقولوا شعر ده المنافسة في العالم كله. وفكرة التعصب والأندية اللي بتهاجم بعض. والملاعب بيروح من برشلونة الريال مدريد. جمهور برشلونة بعد كده بيرجع يهجموا. يعني هل إحنا كلامنا كلاسيكي أو كلام شاعري أو كلام رومانسي بعيد عن الواقع ولا لا؟ اللي بيقولي ده بقى أنا أقوله ما بتشوفش انت الفرقة لما تبقى خسرانة. والممور بيسقف لها. ما بتشوفش انت الفرقة زينا النهاردة بعد المشي اللي عيبة كلها بتاخد بعض بالحض. ولا ولا في أي حال. ما بتشوفهمش. معطعين بعض في الملع. وأول مشي ما خلص كلهم عم بيسلموا عضو بيدوا في النهار. والزجر بالتعاصل ومؤسارة التعاصل يعني خطر كبير جدا. إحنا داخلين على كاس أمم أفريقية. وأنا بتطلع النهاردة أن يبقى فيه نوع من التنصيق بسرعة. لأن أنا النهاردة فين مسؤولية النادي الأهلي أن يبقى لجمهيره موجودة. ومسؤولين واخدين حلتها دي من الأستاذ. وفين زعمالي يبقى واخد حلتها دي من الأستاذ. أنا لازم أعمل ده بسرعة. طب الجمهور المصري ما بين حالم بأن تخرج البطولة وكلنا إن شاء الله على يقين نحن نقدر أن نخرج البطولة دي بأفضل شكل ممكن. والبعض الآخر المتخوف أو الحذر لأنه الجمهور بيرجع بعدد قليل على استحياء. لسه اتحاد الكورن المسابقة هتستمر ولا لا. الاضطرابات اللي احنا شايفنا دي كلها. حالك شايف هنعمل إيه في كاس الأمم. لا لا إن شاء الله هتير راح يبقى فيه الجمهور. وحيبقى قد 2006 500 مرة بإذن الله. نفكر نقدر نخطط ونقدر. نقدر. نقدر ندح نقدر نجد. نشتغل مع بعض. نشتغل مع بعض ونفكر مع بعض. والناس اللي عملت حط الغام في السكة دي لا إن ما نقدر نشتغل. وأنا من ضمن المقترحات. يعني أنا أستاذ أنا مش مطلوب مني إن أستاذ القاهرة بس اللي بأمليان. أنا مطلوب مني كل اللي سأده بأمليانة. خلي بالك من دي. اللي لاي فرق تانية بتلعب لازم اللي سأده بأمليان. لدى رزق من نجاح البطولة. فهنا إزاي نعمل ده؟ اللي يقدر يعمل حكاية دي تلعب للزمالك. يبقى بالتنصيق. جماهرنا هناك تروح في الملاعب دي وتمدى الملاعب دي وتعمل ده. يعني الساد إسماعيل ومهور إسماعيلي مع الجميل تانية. لازم ننسى حكاية. يا سيد الفضل المنافسة دي حلقة صغيرة. بتنتهي. خلاص أنه أنت بتتنافس الآلي بتتنافس الزمالك وبنفس إسماعيلي عند حتة. إنما كلنا بنجمع عشان مصر. وكلنا بنجمع ده. والانتماء ده الحلقة الأولانية اللي بتاخدنا الحلقة أكبر الانتماء أكبر. فالمنافسة مطلوبة. إنما التعصب لا. الكلام الخائب ده لا. يعني دي الفكرة نستطيع نحن. هل حتى بتطالب الشباب نفسه من جماهير الأندية كلها اللي بتتنافس مقدمتها الأهلي أو الزمال كل الأندية الكبيرة في مصر. إنها تهدي اللغة شوية على المواقع والسوشل ميديا. اللي مش لازم تبقى فيه حدة تجاوزات يعني خليه يبقى فيه احترام وده متبالل رغم التشجيع ورغم الأمور الطبيعة الخاصة بالتنافس الرياضية عادية. إنت تفتكر الشتيمة حتخلي نكسب يعني أنا أجتمك مثلا حكسك. المكسب ده في الملعب. أداء في الملعب ولهدي في الملعب وفكر في الملعب وكلام ده موضوع مرش تاني. إحنا ليه بنحول ده كده ده لغة العاجزين. إنما لو فكرنا بالراحة في المسألة لا. لأننا النهاردة إنك أنت المفروض انتمائك لأي كيان صغير له نادي. الانتماء ده بيدوب كله وبيتجمع كله في خطوة تانية عشان نحبه الوطن. إنما لو كان انتماءنا حيفسق الوطن ويعملنا مشكلة لا يبقى لها. يبقى لها قرى أصلا كمان. لازم ننبحنا. طيب أستاذ إبراهيم حنقل حضرتك شوية للحديث عن الشارع الأهلاوي في الفترة اللي فاتت. اللي كان بينتقد مجلس الإدارة يا جماعة بتصرفوش ليه ما جبتوش لعيبة ليه طب عايزين صفقات سوبر. وحصلت استجابة وتركيز من مجلس الإدارة على النهوض بشؤون الفريق. هذاك شفت حجم الصفقات اللي تمت والأكثر حصولا على أفضل عناصر في فترة الانتقالات الشتوية. شايف ده كان أهميته ايه في التوقيت ده من خلال خبراتك الكبيرة مع عالم كرة القادمة؟ هو نزع من المشكلة الحقيقة خارجة عن إرادة المجلس الحالي. هي تراكمات. يعني زي كده ما بنبص المصر والمشاكل لما يلي رئيس سيسي ميسيك الحكم. فاكتشفنا إن أخذ شايل شيلة ممكن تلاتين سنة أو أكثر من تلاتين سنة مشاكل كلها. في التعليم في مشاكل في الصحة في مشاكل في كل ومشاكل. كل الخطاعات. في كل شيء. أنا مع الفارق يعني في التشبيه إنما أنا النهاردة للمجلس دالي أحدات عنده كثيرة فيها مشاكل. ربما يكون حصل تأخير في حاجة. إنما في الأول وفي الآخر بقى في مجموعة من الأسماء واللعب والكلام ده كل موجودة. وأنا بأتصور إنه مجموعة جدا يعني اللي موجودة في النهاردة. قادرة على تحقيق طموحات الأهلاوين. تقدر تعمل ده وفي الأول وفي الأخر ده يعني إنت في الأول يعني في النهاية. نهاية اللي بيقسب اللي بيطلع الأول ده واحد. ما ينفعش اثنين. يبقى واحد اللي بيقسب بطولة. ممكن أنا أبقى قدامت جدا وما أقدرش يقول ده يعني هو خده. يعني عندما نشوف في ريال مدريد لما بنشوف بروشلونة لما نشوف مش. بروشلونة لنبارح متعادل مثلا. في السباك رغم من السباك مرعب بينه إنها تلكتوا مدريد. إنما هي كرة كده. أنا النهاردة. أتلاتيكو مدريد خسر من شوية كنا. خسر رخر؟ أه. يعني حالات غريبة جدا. يعني ده تعادل النهاردة ده يعني نقطه بنقطة. أنا أصد أقول إنه اللي عنده فرقة كويسة. وتقدر فتبص تطلع لك حالة زي موضوع الإصابات دي. وحالات. وأعزب أتكلم في المقبل مش هنا عموما. أتكلم شوية طبعا. أه على عموما. إنما أنا اللي شايف تعمل ده شيء. ليس في المكان أفضل من المكان. تعمل حالة كويسة. فيه حالات كتيرة كتيمكن تتعمل على فكرة فيما يخص في الترتيب بتاعنا. إنما وارد إنه قلت بدرش تعمل كل حالة في ترتيب بكورة. فوقت واحد. لكن هل شايف الخطوات اللي تمت حتى الآن جيدة للتعامل مع الاضطراب اللي كان في الفريق. أه مور دي. يعني زي ما بقول أنا مثلا من ضمن الحاجات إن أنا الندق الأهلي غني بكوادر. عنده كوادر كتير. أنا هنا بس إزاي كيف نستفيد من أفضل العناصر اللي موجودة عندي. دي تتحط تحتها كذا خط. هي فيه إشكالية أستاذ براهيم دايما إن جمهور النادي الأهلي تعود إنه طموحه يبقى بالنسبة للفريق بلا حدود. من ناحية البطولات ومن ناحية حاجة تانية. العناصر الغنية جدا والمميزة فنية الموجودة في الملعب. جمهور الأهلي عايز بنجم خارج ونجم داخل. البديل على مستوى اللي في الملعب هو أحسن. والإشكالية إن ده بقى مكلف جدا لغة الأرقام حداك تعلم أكثر من إنها اتغيرت تماما. ما عشان كده أنا بقول النهاردة النادي الأهلي يستطيع أن يبقى هو مركز إمداد يعني زي وزار التموين لكل أنداء والبرة. إننا نعمل قطاع الناشئين صحة. يعمل الصحة. يعني نعمل. ده محتاج للصحيب. محتاج للإيه؟ حيب عندي أماكن لإقامة الأولاد الصوارين وأولئة أمورهم. وحنقلهم مدارسهم هنا. وعايزة مصاريف. عايزة دراسة. أفضل المواهب اللي بيتم اكتشار. إنما ما باش عندي إلا مواهب. ما باش عندي إلا مواهب. تعال شوف المردود ده بعد كم سنة. إيه بقى؟ هتبقى أنت بتتكلم في حالات كتير الليل. ومردوده على كرة مصرية إيه؟ وتخيل لو الأهلي عمل كده والزمالك عمل كده والإسماعيل عمل كده. هتنقل كرة مصرية نقلة تانية خلف. هل بتشوف أن اللاعب اللي يستحق التواجد في قطاع الناشئين في الأهلي لازم يبقى موهبة؟ لازم. ده بطولة. يا سيد الفضل ده قطاع بطولة. اللي عايز يلعب الكرة اللي كده يلعب في الرياضة الإنمية. وأنا عايزه يلعب. ما قلتش عشان ما يمارس الكرة وكلام. يمارس الكرة وكلام. إنما مش هنا. إنما ما يلعبش هنا. هنا المواهب. لأنه خلاص يا الكرة كده. ده صناعة. وده مبصر ملايين ما أنت شايفه. تخيل بقى أنا لو عند المواهب دي كنت أعملت دي. لأن ده في الآخر حيب ليك مية ومية وخمسين ومئتين لعيب برا مصر. طب حضايك شفت حجم الأعداد أكتر نادي في مصر بتتقدم له أعداد لاختباراته. الأجهزة الفنية هتتعامل وتنتقي أفضل العناصر. لا. لبقى أصل المسائل لازم تختلف شوية. لأن فيها أين خبيرة. وبعدين أنا بختار من ناس اللي في الطاهرة من هنا. واللي جئي لي من برا على السحياء. إنما المواهب دي ممكن الولد مغوبه في قرية وفي نجع وكلام دي. حكاية إن أنا عديد بنشرك ببيتين شاي ونشوف دوله وتعالى تخل. لا 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 نخلص ده. مفيش فرقة يبقى في حد في الفريق في خطاع بطولة اسمه نص ونص. لازم مغوب. عشان نصرف عليه. عشان ناخد الناتج. عايز نموذج عبدالبقالي تكرر تاني. أنا بقى يلي ده يلي ده. إنما عندي دلوقات العيل متطور وبقت المسألة متطورة وكلام ده كله. أستطيع إن أنا بسهولة شديدة نقدر نعرف الولاد دول. وبعمل اختبار واثنين وثلاثة قبل ما أخده إن أنا حصرف عليه كتير. يعني حصرف عليه كتير. بس هاخد منه أكتر. حتى على مستوى الاستثمار الرياضي. مش بس. يا بيد. اللي هو كل المدارس النهاردة في الأرسنال. وفي كل الأندل الكبيرة في النلطرة وفي أسبانيا. هم مكسبهم الحقيقة من اللاعبة اللي بتطلحها. واللي حيليبوا منين الفلوس دي. يعني حيضر يسد إزاي. شوف حلقة تجارب الدول الأوروبية اللي راحت عملت مدارس كورة في أفريقيا. وخرجت نجوم لأشهر دولات. أنا أنا النهاردة أنا بقول بختار من ده. ولو هذا الأمر أطلع وأعمل هدي من الأفريقية وأعملش زيهم ليه. إنما هو ده. ده ده استثمار حقيقي لابد أن ننظر إليه. وكمان يعني إنه من الأمور اللي تم الاتفاق عليها. وأوكلة المهمة من مجلس الإدارة لأستاذ محمد الجرحي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي. بالتوسع في أكاديميات النادي الأهلي. وإنها يبدأ إنشاء فروع لها في بعض البلاد في القارة الأفريقية. في الفترة الجاية. رأي حضرتك. أنا ما عرفش حسنا موضوع الأكاديميات. هل هي معمولة للربح؟ ولا معمولة للكورة؟ أعتقد لتنين. لو دخلت للربح يبقى حيخشها نص نص نص. خلاص بقى. هما ده ما حيدفع فلوس بقى. سكبت الخطيب قال كمان في الحملة. نتخبيه وبتكلم عن فريق كورة وعن مشروع الأكاديميات وعن تطوير القطاع ده. قال دايما عندنا الأولوية. نمر واحد واثنين وثلاثة فني. قبل الأمور المادية. يعني قال تركيز المجلس تعلم الأمور المادية. أنا بتصور إن هعمل ده. أولا نحن مش هنختراح. ما نشوف الناس دي عاملة إيه. نشوف برشلونة عاملة إيه عنده. نشوف برشلونة ده لما خاد واحد زي ميس دعايل عنده 12 سنة وعنده أمراض الدنيا كلها. وخاده والصلاح وعمله بس موهوب. وقدر يطلع إيه. فانما نشوف دي عامل إيه ومدرسة دي عامل إيه ويشوف إيه اللي ناسبنا. لأن ممكن حالات هناك ما تنسبناش. إنما مسألة مش مش اختراع. هل بقتوا بأكاديميات هل نعمل ده كذا هل نعمل كذا هل نعمل كذا. هل هيك بتقول لابد من دراسة التجارب الأكثر. طبعا عشان نبتدي من حيث نتوه هم. أنا وليه أنا حنقلف يعني. فنشوف هم عملوا إيه. ونشوف إيه اللي ناسبنا من هذا الكلام نتطبيق. إنما المؤكد إن ما فيش حد في قطاع بطولة أو مقاعد في قطاع بطولة لما يبقى موهوب. طيب أستاذ براهيم برضو جمهورنا وهو بيتابع حدق دلوقتي مهتم جدا أكيد بالخطط والرؤى المستقبلية وكل هذه الأمور. لكن بيتكلم على النهاردة عايز يشوف الدوري ده رأيي أستاذ إبراهيم حجازي إيه. بطولة أفريقيا هذا الموسم بعد الشكل اللي قاله إنه غير مسبوق اللي ظهرنا عليه في النهائي السابق أمام الترجي. رأيي حضرتك إيه. هل العناصر اللي توفرت مع الجهاز الفني الجديد مع التعديلات اللي تم إجراءها على قطاع الكرة في النادي. قادرة على الفوز بالدوري يا بطولة أفريقيا هذا الموسم محاويدنا. دائماً بيبقى فيه النادي اللي بلعب على بطولة أو بمش عنده الاختيار واحد. اللي بلعب على بطولة ولا بلعب على مركز أول. إنما هي المسألة مرتبطة بحلات كثيرة ومتغيرات كثيرة ممكن تحسن. بالإمكانيات اللي عند النادي الأهلي أو باللعيبة اللي موجودين دلوقتي. إذا دول تكاملوا لعبوا فوقت يعني خط الأفضل فيه ملاب فوقت واحد. أنا بعتقد بطولة أفريقيا تبقى قريبة ليه الدم منه. وأنا بتصور ندي البطولة الأهم طبعاً. ولكن أنت ترجع تاني لإفريقيا لأن ما ينفعش إحنا. البطولة للإخسراء النادي الأهلي الفاتل دي كانت في إيدي. أنا شايف. وخسارتها تمت بحلات سازلة. أنا رأيي حلات تتعادت إنه مرة ما تحصلش كده. وما علينا. فناوى نار دا مهيئة دا. الدوري بقول الدائل عايز يأخذ الدوري. لو هو عايز بيعمل الدوري يقدر يأخذ الدوري لو كسب كل ماتشته. فهيقدر يعوض الفارق اللي موجود في النقاط. لو كسب كل ماتشته يقدر يأخذ الدوري. دا هدف وفارقة يعملوا. هل يقدر يعمل دوري؟ لا. فكورة ما فيش مضمون. ما فيش حد يقدر يقول أنه نقدر. لكن هاك شايف العناصر الحالية في الفريق. بتخلي بطولة أفريقيا أقرب من المواسم اللي فاتل. هو مش الحكاية. أنا بتكلم من البطولة دي بقيمتها. يعني بطولة أفريقيا. لا. لو بعدين انت بيحياة أنها بتاخد بطولة فريقيا بتاخد أدية. هتعوض لك شد فلوس برد. والأولامن. لأنه ناردة. بس خلينا بصرحة. فريقيا ما بقيتش الأندية بطولة زي البطولات الأولانية. أيام كتوكو والكلام ده كله. لأن الأندية كل النجوم بتاعتها راح بره. فمش مولودين. فعيب بقى إن إحنا من نعمل. مفروض ما تطلحش من مصر البطولة زي دي. فريقيا. وده رأيي ناس كتير. إن البطولة دايما وفوتكم في مصر بعد. يعني ذهاب أفضل للعناصر في البلاد الأفريقية. ما فيش أنت عندك في المغرب. يعني الأندية الدزائر وتونس والمغرب. اللهم هي كان المنافس الأقرب دايما ليك. أنت شفت الفريقيا حصل له إيه؟ شايل تمانية. تمانية. ده لو بيه. من مزامي. صعب قوي. هو كلام اللي حالك قلته جميل. فكرة أنه عيب البطولة دي تخرج من مصر فعلا. لأن عناصر أنديتنا النهاردة عندهم عناصر دولية. وعندهم خبراتنا من المنتخبنا الوطني. بترجح كافة أندية القمة في مصر طبعا في مقدمتها الأهلي. على الأندية اللي بتنفسها في القر. صحيح. وده كلام منطقي جدا. طيب. بعض الزكريات لأستاذ إبراهيم حجازي. في التعامل مع تاريخ النادي الأهلي. وأحداثه الرياضية والتفاعل مع النادي الأهلي. اللي حدك ما بتنسهاش أبدا. كما حطت رئيسية في حياتك. أنا عايز أقول. يعني أنا كان في مرة نهاية إفريقيا. وكان كابتن صالح كان هو رئيس البعثة دي. كان في الكاميرون. وحصل إن كنا عاديين وكان كابتن صالح ياعد الله يرحمه. وليه حد من الجالية المصرية بيطلب تذكرة. أنت عارف لما يبقى البطل الكاميرو بيلي يلعب هنا. فبيلي النادي الأهلي يدلهم خمسين تذكرة. مئة تذكرة وفقا للاتفاق. عشان يدوها للسفارة. يدوها للرعاية ولهم رعاية هنا. ولما أروح هناك بأخذ التذكر. فهما كانوا هنا وخذ التذكر. فهناك حايدون تذكر. فالراجل من الجالية المصرية. وما كانت الجالية المصرية كلهم مجدوش خمسة مثلا. فجاء فوقف فكانت صالح بيوله. قال له التذكرة بتاع. قال له حضر أول ما تيجي تذكرة. فشكت الراجل كده. فكانت نصلح. قال له في حدا. قال له يا فدي ما التذكرت وزعت. قال له ايه. طب مين اللي حي وزع يعني معنا. فطلع إن التذكر السفارة خدتها ووزعتها. دون الردوع. لإدارة النادي. الكابتن صالح هناك. يعني أصر أن التذكر تردتها. هو حتى بيقول لي. يعني أنت فهم أنه نقصد إيه. إنما هي فكرة. يعني معه. وانا ما قاله وانا ناخد تذكر حدية للسفارة. وانا عليها حد هنا ما نحدها له. بس ما تتعداش على. إختصاصات واختوق النادي. كابتن صالح في مرة كان في النادي. وربيع ياسين ما كان بيلعب. فقال له كابتن عايزك والله قال له. فراحل كابتن صالح واخد كرسي وشده وعدي عطرابيز. فربيع بيقول له كابتن مدير. قال له هل راح أين. قال له هل مدير الكورة. ده صالح سليم. لما يكلم في الكورة كله حيسمعه. إنما هو لو يتكلم كرئيس. لغة أو لغة شخصية. أو تخطى مهمة مدير الكورة. خلصت المسألة. دي الأمور الصغيرة. اللي هي بتتثورس. هو دي الحادات الصغيرة. فهو قال له لا 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 تروح لمدير الكورة بتاعك. وخلاص انتهيت. وهو لو صالح سليم يتكلم حد حيقول له لا ولا حد. إنما هي الفكرة كده. اللي بيعمله ده. لأنه صالح ستعلم ده من التتش. وتعلمه ده من زمان. ودوم دول بعديهم. ولكن بعد كده الفريق مرتدي. وكما الله يعني يرحم الجميع. فأنت بتتسلم حاجاته يا حسن حمدي. بتتسلم حاجاته. هي في الإدارة كده. يعني أنت فكرة إنه يبقى في إدارة. إن أنا مش وقد أقول حاجة معايا. وما ينفعش. ما تمشيش. فده. مثل هذه الأمور. أنا لما بطبقها في أي حتة. هتبقى كويسة. وهو ده ممكن يدي لك معدلتنا. حتى لو كانت الظروف كلها. إنه يديك معدلتنا الإدارة. ابحث عن الإدارة دايما. هل حضايك متفق مع اللي قاله كابتن الخطيب. لما الناس قالت يا جماعة مستوى الفريق. أول الموسم ما كانش مطمئن. كنا شكل مزعلنا وبعض النتائج. والأمر زاد جدا بعد الخروج من بطولة أفريقيا. أو عدم نفوز بالبطولة في النهائي. كابتن الخطيب قال كان عندنا ملاحظات. وكنا بنعتزم تطوير الفريق والنهوض بالقطاع. وتطوير كل شيء. ويعادت بناء الفريق. بس مش طريقة النادي الأهلي التدخل والبطولة شغال. قال كان عندنا ملاحظات. كان لازم نستنى مع مشوارة طولة. أنا على فكرة النقطة دية. وأنا يمكن قلت الكلام اللي قالت محمود فعل. أنا إنت. هستنى لغاية إمتى عشان أتدخل. يعني لو قيت نصيبة بتحصل. حقول مش هتدخل لآخر الموسم. ما أنا ممكن أتدخل. بس مش بدخل من خلال الإعلام. محدش يعرف. أنا بريب المدير الفني ده. أصلا بره ده ما بحصلش لهم. لأنه في مدير فني. يعني في مدير فني الفرقة. إنما فيه مدير فني للنادي. ده بيعلو المدير الفني التعفر. للفريق. بيعلوه. وهو ده اللي بتكلم معاه. إنما ما ينفعش أن نسيب. أنا المدير الفني اللي عند إفر بيخرف. أسيب ولغاية ما تغرق. وبعد أنت ما خلاص خربت. يعني أنا. في أوقات لازم مراجعة. باهتيالي كده. يعني أنا. باهتيالي إن أنا عند حالة معاينة لازم أتدخل. ومش بأتدخل ألا. لأن أنا حباطر الرالي. لو أنا قلت له إنه بيدخل أو بيسأله في حالة. يبقى في الدب. دون أن يعلم. في الحضرات المغلقة. ده في الكواليس أو في الغرف المغلقة. أيها. في الحضرات المغلقة. ما كان بيحصل مع جزي ده. وكان لم ساعدت بيحصل ده بيهلي في الأقضاء. ما حدش يعرف. هلتفهمني؟ فأنا ما ينفعش أن نسيب على المطلق يعني. هلتبقى لك إمتى أقف أقول له لا لا. كل حاجة خير الأمور الواصلة. كل حاجة الواصلة. أنا شايف الدنيا. أنا أنا. يعني أنا ما يبقى عندي مدير فني. وبصلا إن فيه مثلا لعيبة جدت. يعني ما هو أنت برضه عشان عدم وجود المدير فني للنادي. فالمسألة بتبقى ماشي. بيبقى اللي جاي ده. الحدة دي من الأخبطة عندنا في مصر. لأنه مفروض المدير الفني ده بيبقى كفاءة عالية جدا أنه هو الذي يحدد الاحتياجات إيه. وهو اللي بيحب مع المدير الفني الموجود. بس الكلام بتاع ده يعلو مدرب المدير الفني بتاع الفرقة. أنا المين اللي جاي ومين اللي يروح. إنما لما تيدي تكتشف وانت بتشوف الفرقة والعاك. فتكتشف إن عندك 12 فردة شمال. عندك 12 واحد أو 13 واحد اللعيب وسط. يعني يلعبوا في حتة في خط واحد. وال13 ما فهمش واحد كويس. لازم تغرق. طيب إزاي حصل ده؟ أخذت بالك إزاي؟ يعني فهمت إزاي؟ فهل إحنا نستطيع إن إحنا نعمل ده؟ وإن إحنا يبقى عندنا مدير فني. يعني أخذت بالك ما ده مش عندنا في مصر. وحلا هتمشي بسلاسة ولا هتبقى في مشاكل ولا هتم. إنما يلعب. الحاج بتتمنى الأندية يبقى فيها البوست ده. المنصب ده. هو أصلا هو ده. هو ده اللي قاعد. يعني ده اللي قاعد. المدير الفني الثاني ده بيهيلي وبيمشي يعني. طيب هل مدير الكرة مهمته مختلفة عن التصور ده؟ والله أنا أنا. الاختراع مدير الكرة ده أصم. يعني هو اختراع مصري باهتيالي. باهتيالي اختراع مصري. هو موجود عشان خاطر إحنا عندنا الثقافة القروية بعافية. لأن محدش والأولاد. تسعة وتسعين في المية من الناشئ الصغير. محدش علمه ثقافة الكرة. حتى زي محدش علمه في نظام. محدش علمه تعامل مع شهرة زي. يأكل إيه وما يأكلش إيه وينام إمتى ويعمل إمتى. فاضطرنا أن يلي مدير الكرة. ولو إن دلوقتي حتى ما بيقدروش يعني. يعني بيعمل ده. إنما في الظروف بتاعة الكرة المصرية. هو ده منصر موجود كده. طيب منتخبنا الوطني. حضرتك كنت تتكلم نوارد عن منتخب اليد. وعن عناصر المميزة في بطولات سابقة. في السكواش وغيرها من الرياضات. منتخبنا الوطني ما بين المشاركين في الدوري المصري. وبين المحترفين في الدوريات خارج مصر. رأي حضرتك إيه في جاهزية لعبينا. وقدرتهم على المنافسة والفوز بكاس الأمم. وكيد حضرتك بتابع مستوى طبعا اللاعبين الأفارقة. في فراؤهم العالمين. أنت طبعا المدير الفني المتخب المصري بيبقى على النار. يعني هو طبعا بالنسبة لي أن اللاعب المحترف برا. في مناخ أفضل وفي احتكاك أكبر وفي حاجات أكبر. وكلام ده كل. فهو الله يكون فعوله. يعني اختملك بعدين. أنا بس في نقطة مهمة جدا. الرجل كان عاملها ربنا يسامحوا بقى اللي مشي. كوبر. أه كوبر. كان متصور إن دي وظيفة. يعني كان هم تعينوا. يعني اللي خدهم في المنتخب من ساعة ما خدهم لغاية ما ميش هو هم هم. لا اسم زاد ولا اسم. لا اسم زاد ولا اسم. أه يعني أنا مش عاد رفهم النظرية. إيه؟ فكرة منتخب يعني إيه؟ يعني أنا بنتخب الأفضل في الوقت ده عشان البطولة دي. إنما دي مش. ما فيش حالة منتخب أصدر عشان يخضوا علامة. كلام ده كلام مش مزبوط. أي لعيب كرة صح يقدر يتحط في أي فرقة صح يلعب صح. هو هي هي إحنا بقى إحنا بقى إحنا نقلف. يقول لك أصدر ليه؟ فأنت تلاقي عندك هنا حتى لما يبقوا ديمين لعيبة يقول لك أصدر على ما يأخذ على الفرقة. فيعادوا نص سنة على ما يأخذ يأخذ على إيه؟ فأرى للحكاية المنتخب إنه أنا أصدر. أنا شايف إن الميستر أجيري ده اللي موجود ده أو اختياراته أو شايفه في اللي فات. طبعا ما قبلناش حالة لمدة لغاية دلوقتي. أبو صحاف عمد كوبر شوي. طالما حضاك ذكرت الإس لأنه قضية خلافية كبيرة جدا. فيه ناس بتشوف أنا واحد منهم إنه أسوأ مدرب فنيا تولى طريق منتخب مصر في طريق المنتخب كله. فيه ناس تانية بتقول أسفين يا جماعة بالأرقام الرجل وصل لنهايات كنس العالم وكان متعاقد مع التحاد الكورة المصري على تارجت وحققه. إيه الرأي اللي حضاك شايفه لأنه جدل على المدرب هذا المدير الفني والجهازه الفني جدل مختلف وأكبر من أي جدل على مدرب. حكاية الوصول لكاس العالم والكلام ده كله إحنا المفروض أي كاس عالم نوصل لها ده خمس فرق بتروح كاس العالم. إحنا حنا هزر إزاي مصر ما تنباش في الخمسة فالوصول فيها ما فقاش إحنا ما فقاش إيه اللي تنطط عليك. ها مش ده التارجت. لا 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 تارجت والإحادة المفروض إنه نوصل. مش هندحك على بقى نفسه. فإن ده خمس فرق بتوصل الكاس العالم. مش عايز توصل كمان في خمسة. يوم ما العايز إيه طيب دي نمرة واحد. نمرة إثنين لو ما نشوف المشات اللي اتعملت ما إحنا عارفين. وبعدين في فرقة في الدنيا. إنك إنت أول ما تفقد الكورة الـ 28 اللعيب الرعا ودريعا يقفوا قدام الجوم بتاعنا. يعني فأنهي كورة في الدنيا اللي بتعامل فيها الكلام ده كل. فالربيل ده لا لا أنا شايف إنه يعني. يعني الشكل اللي ظهر عليه في كاس العالم. ناس قالت كتير قوي طبعا كاس العالم طولة قوية. بس فرصنا في المجموعة اللي دخلنا وشاركنا فيها. ناس كتير قالت إن مستخبنا كان يعني ممكن يؤدي أو بعض نتايجه في بعض المباراة. تبقى أفضل من كده. يعني ناس تلعب عندنا أفضل من كده يعني. نلعب كورة صح نلعب كورة زي خلق الله. ونقدر نعمل ده وكلام ده كل. وخاصة إنما هو الحقيقة ترك عناصر كتيرة وخد عناصر فيها مجملة. لا 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 ده الرالي مش كويس يعني على أي حال. أجيري خلينا في القاضل. بالرالي الأجيري أنا شايف. هو الرالي يعني بقى فيه شكل طبعا مش الشكل المنكمش اللي كان بيلعب به الكوبر ده. إنما إنما إحنا غادة ما أبناش حد. إحنا عندنا مجموعة من اللعيبة اللي بره كويسين. يعني اتوظفوا مع مجموعة من اللعيبة المولودين. أنا بالتالي يعني لأن إحنا في الأول وفي الأخر. يعني لا إحنا منتخب يستطيع حتى لو كان فيه نجوم كتير بيدنا في الفرقة التانية في الفرقة التمسية والنزائر وكلام ده بره. يعني أفضل لعب أعتقد على مستوى أفريقيا هيبقى مشارك في البطولة دي وأكبر اسم إن شاء الله هيبقى مشارك على هنا. يعني أنا أستطيع إن إحنا نقدرنا من حاجة كويسة. وإزال أنت ما تكون بتلعب في مصر. هل مطمنك يا أستاذ إبراهيم الناس كتير بتقول حتى شكل المنتخب مبدئيا من وقت ما بدأ تولي المهمة أجاري وفي المباراة حتى الودية؟ الشكل مختلف. لا في شكل طبع المنتخب بنلعب كرة طيب يعني. يعني مفيش حكاية إنك أول كرة ما تتقام تلاقي تيريليزية ده ولا اسمه إيه؟ الراني يعمل مئة متر سبرينت عشان يدافع. يعني ده وكل ده مشكور. طيب اتكلمنا مع حضاك أكتر من مرة ومن الحاجات اللي دايما بتمثل هاجس للأستاذ إبراهيم حجازي فكرة الإعداد البدني للرياضين في مصر. أن إحنا محتاجين نعيد التخطيط للموضوع ده كله. لا أنا بس عشان أقرب المسألة دي للسادة المشاهدين إحنا دايما بنتكلم يلي مثلا يقولك فيه مدرب أحمال جاي بخوارك جاي من بره. هل مدرب الأحمال اللي موجود في الفرق المصرية؟ وهو النهار ده عندنا جهازين مدربين الأحمال فيهم أجانب الزمالي كل أهلي. ما عارفش ممكن فيه حدة تانية فيها ولا لا نعم فيه مدرب أحمال. هل مدرب الأحمال ده عنده الهيستوري عنده التاريخ بتاع اللعيبة اللي ده مدولاتي اللي هو في الفريق الأول ده ده وهو صغير خد إيه ومخدش إيه؟ ما هنصل الياقة البدنية يعني في أحد التعريفات لياقة البدنية ولي قدرة القلب على ضخ أكبر كمية دم وقدرة الرأتين على ضخ أكبر كمية أكسجين لأطول فترة ممكنة إنك نفسك مكيرشي. القلب والدم والهوى والأكسجين اللي اتخذت منه فكرة الموتور بتاع العربية بنزين وهوى اللي بدينا الاحترام. طب الموتور ده بتكون إمتى؟ فتكتشف إن الموتور ده لو قدرة القدرة دي بتكون تحت العشرين. يعني ما تقدرش تنميه بعد العشرين. هو حتقدر تعمله على قد اللي خده. يعني نقدر نشبه إن ده مطور ألف سي سي ده خمسمية ده خمس ثلاث وفقاً لللي خده وهو صغير. هل المدرب الأحمال اللي ديه في النادي عارف اللعيب ده وهو صغير خد إيه؟ تاريخه وجرعاته التدريبية. هو ده النقطة المهمة. ببساطة ملفه الطبي. عناصر اللياقة البدنية أغلبها لا يكتسب بعد العشرين. أغلبها. إنما فيه عناصر بتكتسب بعد العشرين في اللياقة البدنية. إنما أغلبها المرونة مثلا بعد 14 سنة مفيش. هي ده النقطة المهمة. فده اللي عمل لنا الإشكالية. فأنا بقى عشان نخلص من الشغلنا دي لازم ببرامل اللياقة البدنية تتعامل صح. وأنا رأيي إنه تبقى موحدة. أنا كالتحاد كورو أغلب برنامج من الاتحاد الدولي. أغلب برامل موحدة. وتتعامل وتتطبع على كل عشان يبقى الهس يعني بكل الولاد دول خدوا اللراحات دي كلها. الكل متأكد إن ده البرنامج من الاتحاد الدولي. أنا كالتحاد الكورو أغلب كده. بس اتحاد الكورو ما بيعملش حالة خلص من دي خلص. ولا هو عارف دوره إيه ولا عارف يعمل إيه. يعني هي دي مشكلة يعني. يعني ممكن ده يتعامل عن طريق أو المفترض الجهة للتحاد الدولي. اتحاد الكورو هو معني برفع مستوى اللعبة. هو دي شغلته. بعمل مسابقات عشان ترفع مستوى اللعب. فنعمل مسابقات ما ترفعش مستوى اللعبة. أما مسابقة في ضرر الرابعة فيها ناس عندها خمسة واربعين سنة. طب يلعب في الرياضة للجميع يا جماعة. يعني أنت فهم اللي أنا عايزة أقوله. لازم كل واحد في المسابقة الرسمية يبقى في خدمة المتخب المصر. يعني ممكن يتاخذ المتخب المصر. يعني هنا حضراك هلو تطالب التحاد الكورو بإنه يبدأ يلتفت لأمور أخرى. لا يتم الالتفاة إليها حاليا إطلاقا تتعلق بتطوير اللعبة. منها إعداد الناشئين. طبعا. لازم لازم هو عشان يبقى عندنا كورة لازم يبقى عندنا كطاع الناشئين. مش هنصلح كورة ولا ارتفع مستوانا. إحنا نقدر نبقى زي الدول الكبير. نقدر نبقى زي ألمانيا وبرازيل وإيطاليا وفرنزا. عندنا مواب عندنا. بس المواب بتاعتنا يا إما بنشوفهاش خالص. إما لو شفناه بنشوفها مرحلة متأخرة بيبقى صعب أنك إنت تعمل له حال. إنما لو اهتمينا بقطاع الناشئين هو ده رفع مستوى الكورة يبتدي من هنا. طب ونمط الحياة عندنا. الولد بيقضي قد إيه في المواصلات مع أسرته. أسرته انشغالها بالعمل. وجرعات التدريبية المتاحة له في الوقت قد إيه. والتلوث في الجو قد إيه. هل الحاجات دي بتفرق بيننا وبين بلاد تانية في مستوى اللي طالع إليها البيضة؟ دلوقتي أنا لو أنا الولد موهوب خلاص دي حيب ألعب كورة. خلاص دي محترف من هو عنده حداشر سنة. آه أنا هعمله خلاص نظام تاني. لا حيسافر ولا حيروح ولا حييل ولا كلام. طلع صلاح برا المنظومة دي. صلاح عنده موهبة من عند ربنا كده. وحتى اللياقة البدنية بتاعته أنا بعتقد اللياقة الفطرية. وعشان عايز بس أوضح النقطة دي. فيه اللياقة الفطرية عندنا نمازل. علي إبراهيم الله يرحمه كان بتاع تكذيف. إحكيت علي إبراهيم. علي إبراهيم ده كان مدند هو من بحر البقر. وكان مدند في الشرطة. بس كان طويل. فخدوه في تغنيد الشرطة ده في تكذيف. راح ندي الشرطة للتكذيف. فكان طول النهار بيشيل المراكب ويحط المراكب. ففمرة قالك يعني هم أنا حاعدش اللهم عمل لهم راح أزح في مركب. وضرب. وضرب مئدفين سبق كل اللفندية اللي عمليم بتضربوا وبقالهم خمسين سنة. ومن هنا بقى بطل. فهو اللياقة الفطرية. كرم جابر بطل المصرعة. ربنا خلقه عشان يبقى بطل المصرعة. باللياقة الفطرية اللي عنده. لانت طالع من مركز شباب. إنما هو موهوب في المصرعة. ما حصلش على أفضل برامج تدريب. ما حصلش لو عنده فطرية. فاللياقة الفطرية دي موجودة. بس نسبة قد ايه؟ نسبة قليلة. إنما احنا مش هنعتمد على الفطر. إن احنا نقدر نعمل. بس نلحق في السن الصغير. فهذه ايه؟ ايه؟ دي القضية. لما نيري نقارن. ما ناخدش يحد من قياسه. ما هو مش عارف. لا ده ده موضوع لوحده. مين اللي علم صلاح ثقافة الاحتراف؟ ده واحد من القرية بتاعته. ونجريد ديت. والبتاعه والكلام ده كله. إنما فربنا سبحانه وتعالى. حالا هو ربنا عرض له ان يبقى كده. وربنا يحفظه يا رب. يعني خاتبه. وهو اكتهد. يعني هو بازل مجهود خرافي من تجربة التانية. مين اللي قدروا على ده؟ يعني مين اللي قدروا ان يعمل ده؟ ربنا سبحانه وتعالى. اه بعدين مين اللي قدروا ان يقولك ثقافة الاحتراف. الاحتراف. واحنا ليه فشلنا كل اللي قابتنا اللي طلع بره فشل في الاحتراف؟ لأنه صحب جدا. نم وقصوه وتدريب. فكونوا يتعلم ده يعمل ده من غير محدد. وانه طموحه يزيد. اه هو ربنا مديله ده ربنا مديله ده. احنا عندنا مواهي كبيرة جدا قروية فزة. لو كان ربنا اداها اليقين اللي عند الصلاح. واللي اداها الحاجات اللي عند الصلاح. كانت قصرت الدنيا. قصرت الدنيا. بس ما كانش عندهم المميزات التانية. كان عندهم الموهبة بس. اه ما فيش يعني ما. طيب يعني حرارك بتتكلم هنا مش بقى عن الاستثناءات. بتقول لكل قاعدة استثناءات ممكن نلاقي فلتة فنيا. انما لازم اننا نعمل اليقة البدنية ببرنامج. اه دي دور اتحاد الكور. انا خلي برنامج. حسن مصطفى دكتور حسن مصطفى. في وقت من الوقات خلى الاندية كلها تلعب بخطة واحدة بخطة لعب معينة. الدور ممتاز. عشان خدمة المنتخب. يعني خدت بالك بفدأ. انا المانع ان انا اعمل برنامج جايبه من الاتحاد الدولي. من لجنة فنية الاتحاد الدولي برنامج بدني. وليلي خبير من بره. يعمل دراسات للناس. فانا اعضمنت هنا ان ده على سبيل. لان في عندها ما عندهاش امكانيات ان تعمل كلام. انت لما يجي طفل موهوب في مركز شباب صغير. اللي في اي حميات حالي. مين هي يعلمه حاله اللي دي له حاله. وكل مواهبنا ممكن تظهر المواهب دي تظهر بقى في النجوع في الكفور. على فكرة 80% من مواهبنا. في الرياضة وغير الرياضة. ما بنشوفهاش. لانها ما مرسدش اصلا. طيب دور الاعلام الرياضي في ده. حضرتك فكرتني بالحديث عن الكابتن علي إبراهيم. الاهرام الرياضي قد ايه كانت بتلقي الضوء على هذه المواهب. والابطال اللي بمثله مصر دوليا فاكتر من الرياضة. مش بس في كرة القدم. دور الاعلام الرياضي. هل الرسالة دي لسه موجودة؟ وكما ينبغي في الاعلام الرياضي المصري ولا لا؟ لا مش موضوع. لما سألت دولاتين بقى خلاص. الموضوع بقى يعني زي بقولك فالرغوم المضمون يعني. لا مش موضوع. طب وبعدين ما احتاجه. ما هو انت عسى انت بقى احنا كبلد. رسميا وشعبيا وإعلاميا. بنتعامل مع اللعبات الاخرى انه ما جايين مع العافش كركيب. يعني دي حاجة كده يعني ايه كوز وحلة وبتاع كده النام بالكورة. وكأنه ليولد. واعدين الكورة اصلا احنا عمشين بها غلط. يعني عمليين فيها حالاتها مش الصح. فده مولود. لما نصلح الكلام ده ونعطي مساحة في الاعلام للعبات الاخرى يعني فين المساحة اللي تاختت لكورة اليد. على مين خلت بالك. ومش المهم من المساحة. احنا مؤمن ان الناس تعرف ان الاتعامل ده نستق بعد الماتش مخيل الزعلانين ان مطعناش السابع. يحمدوا ربنا. لانه مش عارف. فانا لازم افهم. لازم لعب الكورة الادرامية. يبقى عمل ده. وكان ند في البطولة دي كلها وكلام ده كله. وهيقول لك شوفتم كانوا كسبانين ثلاثة ودخل فيهم ستة. يحمد انت اهدى شوي. ده احنا كويس ان احنا عامين ده معناه ده. لازم تعرف مقاومات كل فريق كان يدعين. من اللي حعرف الناس اللي لحلاب. من اللي حعرف. احنا بقى ازاي ازاي النهاردة ان ولادنا يبقى نهاردة عندي ناس وعند اهتمام. ان انا اوفر ملاعب مخصوصة لكرت اليد. ملاعب مخصوصة للكرة الطيرة. ملاعب مخصوصة لكرة الطيرة. ايه اللي عمل الاسكواش الهزة كبيرة اللي رفع الاسكواش مصري وخلت كل الولاد سغني اللي عمل بطولة. بطولة. يعني بطولة. يعني خدت بال حضرتك بطولة تعمل الكويس. وتعمل الكويس بشغل ناس ومنهود ناس وفكري ناس. مفيش حد يقدر يعمل حاجة الواحدة. عملنا تجارب تانية سواء سبراهيم كاس العلم للشباه في كرة اليد. كنا بدأنا نعمل اهتمام واضح جدا واحداث دولية مهمة في مصر لرياضات اخرى غير كرة القدر. ما ممكن نكرر ده؟ ما ممكن نرجع بقوة الكلام. وهو عشان ترجع وتعمل منتخب تاني يفوز باول عالم ده. لازم لازم اقول وماذا بعد لازم عندك عادة كبير بيلعب. انت النهاردة عندك اربو الخمس تلاف مركز شباب. فيه لالف ملوش ملاعب. قول عندك تلات تلاف ملعب اللي هو الملعب الخماسي ده. اعمل احصائيه كده وشوف لي مين بيتلعب عليهم. حتى كلهم بيتلعب عليهم كورة. فيش حالة بتلعب علي كورة ده. طبعا كان المدرسة زمان هي اللي بتصنع ده. المدرسة ما عادش فيها ده. النهاردة اللي شايل الشلة دي الأندية. فالنادي النهاردة وعلى القطاع اللي عنده اللي هم من أعضاؤه وحده من بره من القطاع الصغير ده. بيحاول ليخلق اللعبات التانية وكلام ده كله. فالنادي شايل الشلة مش بتاعته وتقيل عليه قوي. وصعب عليه قوي. كانت المدرسة هي اللي بتكتشف الموهبة. وهي اللي بتنظبه المسابقة. كان دور المدارس الزمان السعادية والتوفيقية والخدوية. قوى من الدور الممتاز. يعني السعادية والتوفيقية والخدوية لما كانوا بلعبه. كان بالزبط كانت تعاهلي وزمالك كده. فين ده؟ فالنادي دلوقتي عنده. وبعدين ازاي نادي يتحمل يعمل تلاتين لعبة؟ يعني ازاي؟ فاحنا المسألة فيها اللي اخبطش. والانفاق على التلاتين لعبة من إرادات كرة قدم. لا لا وبعدين قاعدة الاختيار بتاعتك صغيرة وقليلة. طيب الرياضات التانية. بنسمع كل نادي عندها حتى عندها بعض الإمكانيات. بتحاول تشترك مع بعض الشركات او الكينات الاقتصادية. انها ترعى وتعمل سبونسورشيب لرياضة او البطولة ما غير كرة القدم بيلاقوا صعوبة شديدة. ويوم بيحصلوا على راعي بيبقى الرعاية حتى اقل من حجب النافقات البطولة. نغير ده ازاي؟ انا اشوف عشان نغير المسائل بتاعدي وبالعبات التانية ليها تانية. يعني احنا التاريخ بيقول لنا والهسر بتاعنا بيقول لنا. ان احنا عندنا جنات بطولة مصارعة ورفع اسكار. احنا عبطال احنا عملوك الحديد في العالم من ثمانية وعشرية. اللي حصل في الحديد تحديدا منين اللي نعمل انت كاتت اللاقة الفطرية. خضرت ونيوم اصبح وغيره وغيره وغيره. كاتت اللاقة الفطرية. وكان التدريب ساعتها ايها. مصيد جدا. مصيد. لما ابتدى يبقى فيه تقدم بعض ببداية الخمسينات فيه تقدم علمي في التدريب. وحنا وقفنا للعبة مين اللي حيفكر في الحديد ولا اللي بتاع وقعنا. تمام. انما احنا عندنا السمات اللي مولودة اللي تصلح للبطولة. لبطل في رفع الاسكار. في رفع الاسكار. في المصارعة. في السكواش. في السكواش. عندنا وضحت مايس. المدرسة. المدرسة خلي بالك. النهاردة المدرسة فيها 22 مليون. تخيل 22 مليون دول محرومين من الرياضة. طبعا احنا كنا عاملين حلقة فاكر من. عن المدرسة. من فترة حالي شهرين او حاجة. كنا متكلم عن الرياضة. يعني بعد الرئيس ما قال ان احنا عايزين التربية الرياضية. او التربية تبقى مادة اساسية في المدرسة. وبقى فيه اهتمام وكلام ده كله. ففيه فهم خاطئ في المسألة. النهاردة المدرسة. انا مقدرش اعمل التربية الرياضية. لها اللعبات. بسكت في الكورة دول. طبعا هي المادة الرئاسية. لان فيه هنا عنصر الموهبة. طب ولد موهوب فقور. ايه زنب اللي مش موهوب. لانه مهما يلعب مش حيبه زيه. انما انا مقصود ان التربية الرياضية تبقى مادة اساسية لها تربية البدنية. اللي هي ان انا ابني اسم الانسان. ما هو لازم نعمل ده عشان بلد عشان وطن. لان انا بابني 22 مليون حابني اسمه. لان هو الولد صغير. وربنا خلق انسان في احسن تقويم. وشاب للبني ادب بقى هو يكمل نفسه. ان هو يهتم ويمارس حركة. وينام قدراته البدنية. الانسان ما عملش ده عمل يخترق حالات موته قدراته البدنية. دلوقت اصبح الانسان بتهشتك. يعني ما ما عادش بتحسلم في اصنصير. ما حتى ما بيقومش يغير تليفزيون بقى فيه ريموت كنترول. ما مدلع نفسه. المسألة دي بتنعكس. تخيل انا بقى لو انا عملت. خدت الولد ده من 6 سنين لغاية 18. من الاولى ابتدائي لسنوية عامة. وابتديت اربيله عضلاته مفصله عمود الفقري وكذا وكذا. تخيل ان عكاس ده على الوطني بشكله ايه. تخيل ان عندي 22 اجيال طلعة. هو ده المواطن الصالح. دي اشكالية عالمية استاذ ابراهيم. التكنولوجي دلوقتي في صراع مع النشاط والحركة والمش. رغم فوائد التكنولوجيا. اما ده هو الانسان عدو نفسه. انما برا حرصين على اولادهم. احنا المسألة بالنسبة لنا. حتى الكلام وتوجهات الرئيس في هذا الموضوع. بيغيروها. يعني انا قريد خبر من كم يوم. بيقول ان وزارة التربية والتعليم. عايزين وزير التربية والتعليم يقعد معزير الشباب. عشان ملاعب مركز الشباب. عشان البسكت. وانا عامل المادة الاساسية بسكت وفولي. لا ده انا ببنيه. عشان الولد ده يبقى قادر على انه ينتم وقادر على كذا وقادر. ولو طلع موهوب ده حيبقى هايل طبعا في الرياضة. والبنت دي بقى اهلها. ازاي تبقى ام وازاي تشتغل وتبقى ام وازاي ده كده. هو ده المفهوم. لكن هنا حالك بتقولهم الرسالة المنهج هو تربية تربية البدنية ولاش تربية الرياضية. حيعملوا برضو في انطار الهرتلة اللي تتعمل. لما هي تربية البدنية وده اللي مهم. لو انا عملت التربية البدنية دي مادة اساسية في المدرسة. انا بقى لما يلي ولد موهوب في الرياضة حيطلح يبقى متأسس. انا ما يهمنيش بقى ان البرنامج البدنية تعمل صح ولا غلط. لان انا اسسه من الهول. بنتلق عضلاته الصح. لان الولد هو في ست ست سنين انا بناميله مجموعة عضلات بطريقة معينة. المهم هنا زي ما حالك بتقول هو التطبيق. التنفيذ. مش ان انا يعني احط منهج في كتاب اسمه التربية البدنية. مانسلا الولد يمتحنوا فيه. وهم فعليا ما اتحركوش وما مرسوش رياع. انا هو تربية بدنيه ان انا عام بيعمل ضغط. اعمله عشر مرات. ياخد النمر اللي خبير. بتتقنن يعني بتتعملها نظام. بيعمل عضالة طب بطني. بياشوف عضا يدري يعمل تمرين بطن قدية. بيناميله عضلات الفخزين. بعمل تمرين فخز قدية. فى النصري بعلمه بحاول عرفه على دسم ده. من السن الصغير لغاية ما يكبر بقى ياخد في الزلج وتشريح مبادئل في الزلج فيعرف اسمه لما يعرف اسمه ويلاقي عضلاته بتكبر الكلام ده لا يمكن حياخد رمضون ولا يمكن حينحرف ولا يمكن حيروح فقية سكة غلطة وساعتها هتلاقي البلد دي بتتتتتتتت حتى لو تعود لو مش بيشارك في فريق زي ما حداك قلت حتى لو قطاع الممارسل تعود انه بيرح يلعب يهضم عصحابه في الليدي بيجري او بيخش الجمع يلعب بقى هو عايز يلعب أي لعبة يلعب فاني يلعب عمله مسابقات في اللعبات دي مش عايزه ببطل البطل الموهوب التاني عايزه يمارس كل اللعبات وانبسط ويعمل لان انا عايزه يلعب لانه لو بيشارك في اللعبة جمعية بيتعلم بكأن ابتماعي مش كأن منعزل كده عموما احنا ان شاء الله الموضوعات والحديث الشيق ده يعني له يعني ان شاء الله نستكمله في الاسبوع القادم في نفس المعاد مع حضرتك وافاق الحديث مع كاتبنا الكبير والنقد الرياضي والإعلامي الكبير استاذ ابراهيم حجازي الحديث لا ينتهي مع هذه الشخصية الثرية وبنسعد بوجود حضرتك معنا بإذن الله يبقى لهذا الحديث يعني بقية ونتجه فيه اتجاهات كثيرة جدا في مجال الرياضة على مستوى التطوير محليا وعلى مستوى قدرتنا على التواجد والمشاركة الدولية بس في حدا اعضاء النادي الاهلي انا طرحت طرح عايز اسمع رد الفعل كيف يمكن لمجتمع بينتامي الكيان يبقى ليه دور اتجاه المجتمع اتجاه الوطن هنترح السؤال ده بشكل مستمر وعايزين نشوف الرياضة وده الكلام ده طرحا بطرح على عضاء النادي الاهلي لو في اي نادي تاني بعمل هذا كلام انا حتابع ده حتى لو عملوا ده بقى ما ينفعش ان انا بخطب ده وبخطب عضاء النادي الاهلي يعملوا حينه وانهما تنهلوا لان انا واثق ان هم حيقولوا افكار هائلة وواثق ان احنا بننقل الموضوع وننقل الحكاية الافاق اكبر واكبر واكبر هننقش ده وحنرجع للمقترح ده ورد الفعل والاجابات اللي هتوصل لنا ان شاء الله على فيسبوك وتويتر من اعضاء النادي ومن السادة المشاهدين وحننقشها مع حضرتك ان شاء الله ان شاء الله بشكرك جدا على وجودك معنا النهاردة الكاتب الكبير الاستاذ والاعلامي الكبير استاذ ابراهيم حجازي شكرا جزيلا شكرا مشاهدين وصلا مع حضراتكم لنهاية هذا اللقاء اول لقاء لنا وحيتقرر هذا اللقاء دوريا بإذن الله كل يوم احد في تمام السابع مساء متوقيت القاهرة على شاشة قناة الاهلي مع النقد ارياضي الكبير الاستاذ ابراهيم حجازي شكرا لحضراتكم على المتابعة ولكن فقراتنا ما انتهتش بعد الفاصل ابقوا معنا وتابعوا اللقاء الشيق ان شاء الله اللي هيقدمه زميلنا امير هشام مع الكابتن عمر جمال واحد من نجوم الفريق الاول في قرية القدم في النادي الاهلي خلونا نشوف هذا اللقاء بعد قلب موسيقى فيها مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان وفقرة اخرى من حلقة الاهلي الليلة النهاردة حلقة في الحقيقة مهمة جدا 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 لان معنا في الفقرة التانية يعني ضيف عزيز ومهمه من احد نجوم النادي الاهلي اللي سهمه في العديد والعديد من البطولات مع فريق النادي الاهلي حتى لو الاصابة عطلتوا شوية لكن قبل الاصابة وبعد الاصابة كمان سهم في بطولات مهمة جدا 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 مع النادي الاهلي هنتكلم معه باستفادة وهنعرف كل الاسرار اللي بتخصه والفترة اللي فاتت اللي كانت صعبة عليه بالتحديد هو اكيد نجم دولي كبير أكيد معنا النهاردة عمر جمال نجم النادي الأهل نور عمور بنورك أنا طبعا برحب بك أميرو برحب بكل طبعا متابعين وجمهور النادي الأهل اللي بتابعيني دلوقتي تخبرك كله تمام؟ كله تمام الحمد وحش كل جمهور النادي الأهل بلاك فترة أنت طلعش أه ليه فترة كبيرة فعلا ما بقى بطلعش وحبيت النهاردة أن أنا بقى موجود معك النهاردة ونتكلم براحتنا إن شاء الله في حاجات كتير مهمة بإذن الله إن شاء الله النهاردة مشرفنا دايما عمر جمال خلينا في البداية كده نروح نشوف هذا التقرير الصوتي عن عمر جمال بنرجع مرة تانية مقوص من فعا بشكل رائع أوبا با 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 بول عن طريق الصغير القناص عمر جمال يعني من جميل الطريق محاولة مجودة وعرضية علي خطيرة جدا وراء صيح الهدف عمر جمال مستعبل النادي الأهل المشرك الصاروخ الأهلاو الجديد نقم الكرة بيسرى مسيد أوبا با 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 بول هدف منتال روى عن طريق الصغير دايما عمر جمال اخترق قلوبا وعشاق جماهير النادي الأهل مبكرا منذ انضمانه للفريق قادما من صعيض مصر الطيب رغم أن عمر جمال ظهر بالمارد الأحمر وسط جيل العمالقة لكنه حفر لنفسه اسما بات له مكانة ومكانة في قلعة الجزيرة غزال الكرة المصرية علمين جميل الطريق محاولة موجودة وعرضية علي خطيرة جدا وراء صيح الهدف جوا جون عمر جمال مستعبل النادي الأهل المشرك الصاروخ الأهلاو الجديد ولد عام 1991 بمدينة نجا حمادي في محافظة قنا انطلق من النادي العريق الألمونيوم الذي كان سببا رئيسيا في تعاقد الأهل معه وهو لم يكمل ثمانية عشر عام سرعان ما حصل على فرصته في الفريق بفضل موهبته تنبأ له مدربوه بأنه سيكون خليفة عماد متعب وجلاد الحراس أحمد بلال والسندة والتصويم القوية يوم القوية يوم القوية لم تمضي شهور قليلة حتى كان الغزال في الفريق الأول اكتهد وثابر واستمع للنصائح من غيل العمالقة حتى بات المهاجم الاساسي للقلعة الحمراء التي منها شق طريقه إلى منتخب مصر غزال الكرة المصرية لأول مرة منذ فترة طويلة في الأهل الليلة على قناة الأهل على مقوة سمافوعة بشكل رائع أوبو بو 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 بول عن طريق الصغير القناص عمر جمال يعني من جميل الطريق محاولة موجودة وعرضية علي خطيرة قد وراء صايا والهدف عمر جمال مستقبل النادي الأهل المشرك الصاروخ الأهلاو الجديد نقم الكرة بيسراء موسيد أوبو بو 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 بول هدف في مستقبل يعني في الحقيقة تقرير أكثر من رؤى عن مختصر لمسيرة عمر جمال حتى الآن مع النادي الأهلي وهو في الحقيقة يعني حقق العديد من الأهداف والألقاب الهمة بالنسبة للنادي الأهلي تقرير مهمة عمر ومسيرة طويلة أنت حابب أن نتدي من أين زي ما أنت عايز طب خابب أن نتدي من الآخر أخيرا تم قيد عمر جمال في قائمة النادي الأهلي المحلية وكانت أكيد فترة صعبة التواليس القيد كانت مشى بالنسبة لك إزاي خصوصا أنت أكيد كان عندك عروض كتير سواء في الدور المصري أو خارج الدور المصري والله أنا من ساعة ما رجعت عميرو ورجعت النادي أنا لناس كتير ما تعرفوش أن أنا كانت فترة أعارة تخلص في هايكو في اللندا كانت خمسة تمانية وده كان خلاص القيد بتاعنا في مصر أفر وكانت الاتصالات اللي كانت ما بيني وبيني النادي الفترة دي كانت أن أنا هرجع متأخر فأنا طبعا هكمل الأعارة عشان خاطر الظروف اللي أنا وانا كنت موفق عليها قبل ما أطلع الأعارة اللي أننا ما كانش قدامي يعني أنا في جوهانس بيرج لما حصل أننا قطعت الأعارة وابتاع أننا قطعت الأعارة في شهر ثلاثة فما كانش فيه حق وكان خلاص كاس عالم كان في شهر خمسة فما كانش قدامي حلول كتير يعني نرات ما توصلنا باتفاق مع أكبر فرقة في فنلندا هناك أننا نروح على عب عندهم الفترة دي فكان الاتفاق ما ينفعش أقل من يوم خمسة تمانية فقدرنا أننا نروح فده حظي يعني ظروف كانتش كويسة أن أنا في مصر قراروا أن هم يقفلوا باب القيد يوم تلاتين سبعة وده كان نادرا أنه بيحصل يعني أننا نقفل ومفروض عادة في العالم كله بيقفل واحد تلاتين تمانية واحد تلاتين تمانية احنا خدنا قرار غير الناس والقيد قفل يوم تلاتين تلاتين سبعة فأنا اضطريت يعني أن أنا كنت موافق أن أنا يعني أكمل عارضي برا رجعت طبعا عدت يعني الفترة دي باتمرم مع النادي واشوف الظروف اللي لغاية آخر لحظة كان جاي لحاجات من المغرب وجاي لحاجات في كذا مكان لغاية في أكتر حاجة كنت مستنية كانت الفرقة بتاعت البرتغال اللي هي في طريق سيبتوال فلغاية آخر يوم الموضوع بسبب كشف الطبي وكنا خلاص ماضينا كل حاجة والنادي مضى كل حاجة كيف مشكلة في الكشف الطبي؟ إن أنا مش ألحق الكشف الطبي فكانوا عايزين يعني بنوط تعقودية ما عرفاش غير النادي الأهلي وهم هناك وبين الوكيل اللي كان موجود معي ما كانتش ينفع يعني إن أنا أخد الرزق وإطلع وأعمل القصة دي فالموضوع بص في آخر فترة بعدين جات في المغرب وكذا فأنا شفت يعني إن أنا ممكن الفترة دي أعملها كاستعدات كويس أول شهر واحد وحطت لنفس طرجة إن أنا أكمل مع النادي أو يجي لعرض خارج القوي بس حطت الأولوية للنادي الأهلي في أول شهر واحد وجهزت نفس كويس وتمرنت كويس جدا يعني ده اللي أنا بعمله على طول يعني فجيه طبعا في أول شهر واحد ابتدت الناس تكلم كابتن سايد وحفيز كان رجع النادي وكانت أول فرة أكلمه يعني كان الكابتن أبيل بوزيد النجم السحلي وأنا روح تعدت مع الكابتن سايد وكابتن سايد قال لي أنا أريدك في النادي وعيزك موجود هنا مع الفرق وأنا بنعمل فرقة قوية من شهر واحد ده الكلام ده مؤخرا آه أنت عنصر مهم وأنا رافض أي حاجة أجي لك الفترة دي وخلاص ركز مع الفرقة وأنا أريدك هنا وده اللي كان اتفاق ما بيني وكابتن سايد يعني لغاية آخر بتاعة أربع عروض قولي كان الموضوع مرفوض تماما لغاية ما جيه من مستر مارتن لصرتي وابتدى يتفرج على الفرقة كلها يعني ما كانش فيه وقت كتير بس الحمد لله يعني الواحد يواصل في نفسك وعرف أنه هو الملعب ده بتاعه ومش بتاع حد تاني وراجل بيتفرج على الناس وشاف أن أنا الحمد لله أن أنا لازم أبقى موجود مفكرتش أن أنت تفضل أن أنت تطلع مثلا عارة ست شهور أو تنتقل لنادي آخر وممكن تكون الفرص متاحة بالنسبة لك أن أنت تشارك بصفة أساسية خصوصا أنت غاية بقالك فترة غصبا عنك مش متواجد في الفريق أو مش متواجد في أرضية الملعب في ذل كمان تواجد وليد أزارو وصلاحة محسن كمان مروان محسن وجونيور أجاي مؤخرا كمان بلعب في هذا المركز مفكرتش أن الأفضل مثلا بالنسبة لعمر جمال نوجة نظر كنت أنه يتلع عارة ست شهور دول أنا شايف أن طبعا يعني عايز أأكد طبعا أن الموضوع مش سهل خالص دلوقتي في الفرقة والدخول مش سهل واللعب مش سهل في الفرقة طبعا أنا وصك في نفسك كويس جدا أنه ممكن أن أيافز حتى لو كنت بعيد أنا من الناس حتى لما بابعد ولا باجأ أشارك يمكن ممكن الفور ما بتبقاش مية في المية لكن لكن أنا من نواية اللعبة الحمد لله يعني أن ما بتبعد ما بتبعدش بشكل كبير لكن حتى تتفكير أكيد فكرت لأن أنا ما أوريش حاجة غير الكورة أن أنا فكر تفكير كان أن أنا أطلعه وأشوفه وفعلا وده اللي أنا كلمت مع كابتين سيد فيه لكن إحنا كنا يعني آخر التفكير بتعني أن أنا لازم أركز هنا ونفس هنا والفترة طبعا اللي فاتت علمتنا حاجة كتير ورد أمير يعني علمتنا حاجة كتير في القرارات بالذات يعني فأنا سمعت المرة دي سمعت بنصيحة الصوت العالي يعني أنا فكرت مع كابتين سيد بصوت عالي وأنا وأنا حاسس أن أن الوقت ده كان النادي يعني أنه يأخذ قرار أنه يقعدني هو هو الأفضل يعني أنا سبت قرار للنادي وأنا مخدتش أنا قرار يعني أنا سبت النادي يأخذ قرار يعني النادي كمتمسك بي وسبت لنفس الملعب يعني الكلام ده حصل من أول شهر واحد بس أنا ما حبيتش يعني أنا ما بتكلمش فسبت الامور تمشي طبيعية والأمور الغيات ما النادي هو اللي يعلن والأمور هي الأمور بس اتأخرت لآخر يومين بس دي حاجات تخص النادي أنا مليش دعوة بيها أنا مليش غير الملعب والملعب هو اللي هتكلم بالضبط بالضبط طيب ده كلام مهم وتحدي مهم جدا من عمر جمال خلينا أقول لكم بس نستنين طبعا ردود أفعالكم وتواصلكم معنا من خلال صفحات قناة الأهلية المختلفة سواء على فيسبوك أو تويتر أو انستغرام هاشتاج حلقتنا النهاردة أو فاكرتنا النهاردة اسأل عمر جمال أي سؤال أنت عايزين تسأله لنجمي النادي الأهل عمر جمال هنقرأه معاكو على الهوى ونسأله العمر عشان يجاوب عليه طيب بعد نهاية كاس مصر مع المصر مباراة كانت أكثر من رائعة السنة اللي قبل فاتت على طول وأحرست هدف كنت نازل بديل وأحرست هدف وصنعت الهدف الثاني رغم صعوبة الموقف والمصر كان متقدم 1-0 البعد قال عمر ينزل ويشارك ما بتاعته ترجع مفكرتش في لحظة من اللحظات بعد نهاية المباراة وفوزك بكاس مصر مع الفريق أن أنت تلقي الأعارة أو تلقي انتقالك لبدفست في جنوب أفريقيا وتكمل مع النادي الأهل بس يا مير يعني يمكن حد ما أحدش يعفل الكواريس دي كتير فقبل ماتش المصري بفترة يعني بفترة مش ممكن أسبوعين أو ثلاث أسابيع كال أنت أنا معكدت حسام البادري وقلت له يعني قلت له أن أنا الفترة فاتت وقلت له أنا عندي الأهل بالنسبة لي رقم واحد وكده لكن أنا لو دوري قليل قولي أنا ممكن أروح أطلع وأتكلق وأشتغل فترة أشتغل سنة برة أشتغلها مش بس أن أنا أجيبي عدد جوان كتير أو حاجة رجلي تبقى في الملعب لمدة سنة وبعدين تعالى لعبني قدام أي حد وخلينا تنفس مع أي حد الكابتن سعيدة كانت حسام يعني الموضوع ما كانش ماشي بما يعني ما كانش راديو بطلة أفريقيا وكده وفعلا لعبت مع عمدش القطني الكاميروني وكنت موفق جدا الحمد لله وكان لها فترة كبيرة ما بلعبش ولعبت وكنت موفق ويبت جنين جت بعدها البطولة العربية بعيدت يعني بعيدت وكان جيه وليد فحسيت أن برضو أنا كعمر ما عدت مع نفسي حسيت أن فيه اتجاه برضو أنه رايح أن أنا ممكن برضو يعني هتبقى مش حكاية منافسة أنت بتبقى لها جاي بلعب كتير هيخد فرصته طبيعي وأنا كان قدامي كاس عالم بس أنا كعمر أنا حسيت أن بدل ما فيه أكتر من فرودي نادي مش هتأثر فنيا ده ده الكلام اللي كان ماشي وكان فيه رفض في الأول يعني لغاية طبعا أخر بعد البطولة العربية أنا ملعبش كتير في البطولة العربية وجاه كان ماتش في الكاس برضو ملعبتش فكن كنا اتفقنا أن أنا خلاص خدت القرار أن أنا روح وعملنا كل حاجة واتفقنا مع أن أنا في الفترة دي كنت برضو هداف الكاس يعني فما خدت القرار أن أنا أطلع السنة دي مش عشان خطر أن أنا عايز أطلع وأحترف وكده خالص يعني الاحتراف بيبقى حلمة يا يلعيب بس كان هناك كان الهدف الأساسي أن أنا رجلي في الملعب وأن أنا أقول للاسي وأقول للافسي إن أنا لما هتبقى رجلي في الملعب وارجع هبقى أقوى من الأول إن أنا أرجع أقوى من الأول ده كان الهدف الأساسي είναι أن أنا رجلي تبقى كثير في الملعب وارجع النادي بشكل مختلف سواء بدنيا فنيا كل الكلام ده بس فأنا بعد ماتش المصري طبعاً يعني لعبت في ظروف صعبة والأهل كان غايب عنه الكاس من مدة عشر سنين وظروف المطش يعني ممكن أنت يعني ظروف الخسارة ومن المصري المضاء صعب علينا كالعيبة يعني أنا كنت قاعد عبدك مش مصدى أن المطش ممكن يخسر يخلص كده يعني فالحمد لله نزلته وأنا وأنا دايما على طول يعني حتى لو ما بألعبش ما بأأثرش يعني مش أأثر يعني عشان مجهودك بيجي في حاجة زي مطش المصري كده بالضبط زي ما أنا كان مجهودي قبل ما أبتدي اللعبة مع الفريق الأول كان مجهود كبير قوي على مدة سنتين ثلاثة بأتمرن بأسمع في الأول أول خمس دايما لعبت مع الفريق الأول أنا ربنا وفق فأنت مجهودك كله بيتلخص في لقطة في لقطة زي لقطة مطش المصري والحمد لله قدرت أننا جيب جونو وشارك في بطولة أننا فعلا كنت هداف البطولة دي أكتر كنت أكتر لعب جايب جايب جوان مع النادي هداف البطولة أصلاً هداف الكاس وكنت أكتر لعب جايب أسستات عامل أسستات في الكاس وكنت سبب رئيسي بعدها طبعاً البشمهندس محمود بعاتلي طبعاً بشمهندس محمود طهر رئيس نادي أهسو بعاتلي كابتن إلاء السادت اللي هو شيرين شامس عشان عايفينه الصديق تنفيذي في هذا التوقيت واتكلمت معي وقلت له موضوع ملهوش دعوة يعني خالص النادي أنا اللي أنا بعمله ده عشان النادي يعني أنا مش رايح أنا رايح عشان أرجع النادي أقوى كبدانين وفنين وهو سمعي وجهة نظري إن أنا كت وجهة نظري في الوقت ده فعلاً إن أنا كنيبسة أرجع النادي بطريقة أقوى وشكل أحسن فكان قراري برضو كان صعب عليها جداً لإن أنا فعلاً من أول يوم يعني فترة عدت فترة هناك مش مصدى إن أنا لابس تشيرت غير تشيرت النادي لكن أنا أنا شايف يعني إن أنا كان القرار في وقته كان صح يعني ما حصلش أي محاولات من كابتن حسان البدري لإثنائك عن هذا القرار؟ أي كابتن حسان حاولوا أتكلم معي في الموضوع بس حاس إن أنا بغبتي أقوى يعني في إن أنا أمشي ودي دي حاجة أنا مش مكسوف إن أنا أقولها لإنها كانت حاجة في الظل الكلام ده كنت بعملها عشان خطر النادي مش هبعملها عشان خطر نفسي طيب شايف إن أنت تظلمت شوية في عهد كابتن حسان البدري عمر وخصوصاً أنت في بعض الأحيان ممكن ما كنتش بتلعب بشكل أساسي في فريق لكن لما كنت بتلعب كنت بتبتدي ترجع بتجيب أهداف وبعد كي بتوضع الدكة تانية هل شايف إن أنت تظلمت في عهد كابتن حسان البدري؟ أنا شايف إن الظروف مخدمتنيش في أوقات كتير كمان مؤخراً مع النادي الأهلي مش مع كابتن حسان بس يعني ويمكن الكلام اللي أنا أكلمولك ده أنا أنا يعني بتكلم مع ناس كبيرة فيه وبتكلم مع نفسي فيه أنا الظروف مخدمتنيش في حتة مع كابتن حسان برضو لما كابتن حسان رجع أنا بدأت مع الموسم عادي جداً بعدين كابتن حسان كان الأهلي كان برضو يعني كابتن حسان دعمه وده العادة إن النادي الأهلي على طول بيدعم الأماكن المهمة اللي بتبقى موجودة في الفريق دعم يعني شايف دعم الفريق فالفرصة بدأت برضو تبقى صغرف بس لما كنت بلعب كنت بلعب كنت بقى قدي يمكن قلت بقى بقى سعاد طبعاً مش نسبة اللعب برضو نسبة اللعب الأولاي اللي بتقلل معك التهديف طبعاً طبعاً لأن من أكتر المراكز اللي بتتأثر في الملعب الفرود إن أنت تبقى بقى تفرود عن الملعب كتير وحتى لو هو بيتمرن كويس وفت وكويس جداً المطش بيبقى مختلف فحسيت إن أنا مخدتش اللي أنا استهله والظروف ما ساعدتنيش يعني أنا مخدتش في الفترة دي اللي أنا استهله في عدد الدقائق لعب أكتر في عدد الدقائق خالص يعني وحتى في ظروف اللعب يعني أنا كنت بلعب ساعات مطشوت بتبقى من الكهرباء وكان بيبقى فيه تعادل أو خسارة بس كنت بلعب خمس دقائق بلعب عشر دقائق أنا عارف إن ممكن التوفيق بيجي بس التوفيق في الوقت ده ما بيبقاش ما بيبقاش النسبة عالية النسبة بتبقاش في النسبة عالية طب إنت هتحكم عليا أنا ممكن أقعد ست مطشوت ما بقى بلعبش ما بشاركش باتمرن كويس فهجي لعب تلت ساعة فأنت من التلت ساعة أنت بتحكم عليها إزاي هشتغل في التلت ساعة لو ما وفقتش وجبت جوني يبقى أنا وحش يبقى أنا بتمرن وحش أو شغال وحش فأنا شايف التقييم كان في الفترة دي بالنسبة لي مكانش عادي مكانش عادي مكانش عادي يمكن أنا في وقت قصرت جدا مع نفسي وأنا بعترف يعني بعترف إن فيه وقت أنا قصرت فيه لو أين وقت؟ الوقت تفكيري خني فيه جدا يعني وقت مستر مارتين يول وفترة معينة أنا بدأت مع مستر مارتين يول كويس جدا من أول ماتش نزلت لعبت معه منخصة جبت جون في آخر عشر داعي إبتدت مستر مارتين كان رقم واحد عنده إفونا في الفترة دي فأنا ابتديت ألعب معه أول ماتش نزلت جبت جون بدأت برضو قعدة على الدكة أنا كان الفترة دي كلها من بعد الصليبي يعني يمكن يمكن كنت يعني من بعد كمان مش من بعد الصليبي على طول يعني من بعد ست شهر من بعد مرجعت الملعب مصريبي كنت ابتديت عايز ألعب كمية ماتشات كتير يعني لأن ترجع محدش يفهم الموضوع ده غير اللعيب اللي اتعور أو الاتصاب الإصابة دي بتبقى محتاج عدد ماتشات كتير عشان ترجع على أل فنيا بدنيا وبعدين فنيا فأنا كنت بقعد أحاول إن أنا عامل أي حاج عشان ألعب نسبة الماتشات دي واساعد نفسي معنى أنه دي الأهني ما بيزبرش محدش بيزبر أنت بتلعب على ضغط بطولة وضغط جمهور وضغط مكسب فالموضوع مش ضغط بس إن انت تبقى كويس مش 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 الشارط إنه ما أنا ممكن أبقى كويس والفرقة تخسر أربعة خمسة أنت بتلعب في فرقة جامعية واسمها النادي الأهلي فالموضوع مش صغير لا الموضوع كبير وكبير قوي فأنا في الفترة دي طبعا مع مستر مارتن ابتديت أسمع كلامه وكنت بروح المنتخب طبعا وكنت ببقى رقم واحد أو رقم اثنين ساعات في المنتخب لغاية ما جيت فترة مع مستر مارتن أنا اللي ركبت يعني بعد ماتش نجريا تحديدا مع المنتخب منتخب مصر وصعدنا الأفريقية أنا أنا ركبت لعبت أول ماتش جبت معاه جون تاني ماتش عملت ماتش كويس تالت ماتش لعبت معاه في ينجا أفريقينز جبت جون رجعنا للعب ينجا أفريقينز وصعدنا من هنا من مصر في الدور الاثنين وطاعتين للدور المجموعات وبعدها رحنا ماتش كان عندنا اسمو حلقة مستر مارتن يعني قاعد معي وقال إحنا عنا لعب بفرودين وكده وبعدين تاني يوم للظروف طبعا فنية هو غير و لعب بفرود واحد غير وجهة نظر و لعب بفونا في الفترة في الوقت ده في يوم ما تش اسمو حوانا كنت واخد ثلاثة أربع ماتشات عمل نسبة جوان كويسة وبتحطيت إن أنا أبقى رجلي في الملعب وحطيت إن أنا رجلي في الملعب بحس بها كوانا وانا في الملعب ثابت في الملعب طبعا فبعدين زعلت جدا واتكلمت مع مستر مارتن وحصل إن أنا في القوضة كنت زعلان جدا وجاه يكلمني وبتاع بعدين يعني حصلت زي شدة كده في قط اللبس وهو ما تقبلش الموضوع نبيناك وابين مستر مارتن لا يعني كان الكلام كان فيه شدة وكده وبعدين هو يعني زعل من الموقف يعني أنا هو فاهم الموقف بطريقة غلط بس أنا كنت زعلان حتى ما روحتش إن أنا فاهمه الموقف ده بعدين فجأت إن أنا لعب بيت بره لسكور بتاع خمس ماتشات ست ماتشات دي غلطة من وجهة نظرك إن أنت مراحتش توافاهم وجهة نظرك بالشكل الملعب أنا ما روحتش اتكلمت معاه وسبت قلت إن أنا هتمرن أجمد يعني هتمرن أجمد وسيب الموضوع في الملعب بره فما ما اتكلمتش معاه وسبت الموضوع ورحت المنتخب بعدها بره بره مع مستر كوبر وعملت موضوع معاه كويس ورجعت برده فجأت نفس إن أنا بره لقيت نفس بطلع بره سكور وما اتكلمتش فروحت خط واجهة نظره كان عندي مشكلة في مناخيري قلت له أنا عايز أعمل عمليا في مناخير وفعلا الدكتور كتاب لي إن أنا بتقلل من نفسي في الملعب بمستوى كتير جدا يعني بكتر من ستين في المال دي كانت عندي أنا لتوقف الحجز الأنفي وكان عندي جيوب أنفرية فكتر إن أنا بستخدم حاجة معينة الغضاريف بتاعت مناخيري خلاص وقفت عن العمل يعني فالموضوع صعب صعب جدا وبلعب يعني كان الأعمال نختبار إن أنا بلعب بقى أقل من خمسين أو ستين في المائة من مجهول والفترة دي اتعمل تحليل وكنت مفهود إي حصل إن أنا أتعافي من الكشف المنشطات لإن كنت أخذ يعني دواء معين بيتعامل فيه سيدوفرين ودي مادة ما بتدخل في المنشطات بس فلقيته وافئ يعني لقيت مستر مارتن وافئ رحت عملت العملية العملية طولت معي 12 يوم بعدين رجعت فجأت إن هو إفونات صوب لعب أنتوي ولعب أنتوي أنتوي ما كانش موفى وكان فيه أنا وكابتن أعمال مادة وقيته بيعتمد علي بعد العملية فأصعب ستة ماتشات في مرحلة نوستان مارتنيو لعبنا ودات في ودات ودات في مصر قبل نهاء الكاس نهاء الكاس آخر ماتش كان زيسكو في ماتش السويس في البطولة وكان في الفترة دي الغيابات بالجملة عبدالله السعيد كان غايب كان عبدالله في الفترة دي كان لعب مهم جدا في الفرقة وأنا ابتدى مستر مارتن يطلب مني متطلبات في الملعب يعني كانت عايزة واحد فت وبيلعب الموسم كله يعني بحيث أن الحاجات اللي طلبها مني في الملعب كنت بعلى قد ما بقدر بطلع منها بحاول وكان بيطلع من ماتش مبسوط مني بس نتيجة الست ماتشات زير جوال يعني نتيجة الست ماتشات اللي أنا لعبتهم وقو كان مصر عليها وكان يدخل يشجعني وفي الفترة دي في ماتش من ماتشات الناس كان فيه هجوم مش طبيعة علاية في الماتش ده أنا جالي القمار في أولندا بعد ماتش معين وكان علاية هجوم جدا تقدر تسأل مستر مارتن في الموضوع ده لأنه كلموه يعني وهو جه كلمني في الطيارة وإحنا جايين من ماتش الويداد قال لي أن هم القمار في أولندا كلموني فريق كبير جدا في أولندا كلموني ومعجبين بآخر ماتش بس أنا رفضت الموضوع وشفت أن أنت لسه عايز تتعد معايا شوية ومن خلال قرار أنا ومقرار نالي ممكن نخليك تروح المرحلة دي وكذا وبعدها بسبوعين الناس كان في الفترة دي كان هنا بقى الخط فاصل لأن الناس بدأت تفكت شوية ثقة أن أنا فعلا مش في مستويه وستما ماتشات لكن أنا اللي عملت نفسي كذا خلت قرار العملية في وقت غلط معيني الدكتور كان موافع عليها جدا هو مستر مارتن لأن أنا فعلا عملت التست وما كانش ينفع عليه بيلعب بأقل من 50% من مجهوده يعني لأنها اتطورت معايا جدا حتى في نومي وأكل وشوربي ما بنامش إلا بحاجات معينة فالموضوع كان زاد جدا الموضوع كان صعب كان صعب جدا وحتى الريسك إن أنت تاخد حاجة معينة فيها من نشطات وإحنا بنوع بطولة أفريكا كان الموضوع فيه ريسك وما ينفعش يتعمل إلا بتصريح من الوادى وكان قص حوار كبير يعني حوار كبير حسام البدري بدأت الموضوع معه كويس قوي بعدين الموضوع بدأ يلاعب أكتر من حد كان جه أجاي كان جه ما روحون محسن كان موجود أنطوي فابتدى الفرصة برضو ترجع نفس الكصة إن ده ياخد ده ياخد ده ياخد حاولت لعبت بعدين بدأت مع كات حسام في الكاس عملت موضوع الكاس كويسة جدا بصدير بعدين فجأت برضو إن أنا بابعت بابعت موضوع كتير قوي بعدين أت أنزل لغاية ما حاولت في الموضوعات اللي أنا بنزل فيها بعدين اتكلمت مع نفسي كتير يعني أن أنا هحاول أضغط على نفسي حتى لو لقيت عشر دقائق أو ربع ساعة لازم أعمل إنتاج عالي عشان أقدر أن أركب من تاني وكان لغاية ما قدرت أن أحط الترجع ده النفسي لآخر السنة وعملت تمن تجوان أو تسعة تجوان جيبت قبل ما مشي كنت أخدت قرار أن أمشي كنت خلاص سستمت نفسك اللي أنت ماشي بالضبط طيب هل أنت شايف أن أنت خدت قرار في اتجاه النادي الصحيح اللي يقدر يفيد عمر جمال لأنه هو يلعب في الملعب سواء بيدفست أو سواء حتى النادي اللي روحته في اللنجل بيدفست كان جايلي فرقة فرقة في البرتغال وكان جايلي فرقة في اليونان بس المكاملات المادية النهية تدفع للنادي الأهلي ما كانتش عليها الأهلي كان حطت بودجت معين معين العرب دولي العرب في الأهلي والحمد لله في وقت صغير الحمد لله لأي عملت حاجات كويسة في النادي فكان بالنسبة للنادي أنه هو طبعا اللي ما ينفعش في بيدفست كان الأعلى مادية تاني حاجة أنا فريق عنده إمكانيات كبيرة بصراحة بالضبط مادية أنا لما رحت كمان يعني أنا لما قعدت أنا تفرجت عادت أتفرج على الدوري هناك أو كتير يعني أكثر من ثلاث شهور وشفت الإمكانيات وكده رسمت بس خطة أن الدوري بدنيا وفنان عالي جدا جدا فأنا ملاعب هناك بصراحة ملاعب وفنيا وتنظميا عالي جدا أنا خدت الخطوة من هنا تفكيري أن أنا أعلى بدنيا وفنيا هيفرق معايا جدا ده اللي خليك تكرر أن الزروح هناك بالضبط بالضبط لأننا في الوقت معين أنا عايز أرجع النادي وأنا واقف على رجلي الظروف فعلا ابتدت كواس جدا يعني ابتدت معهم كواس جدا وجبنا كاس وكنا ماشيين في الدوري وساعات كنت بغير مركزي يمكن المتابعة هناك عشان عندهم الدوري بيتزعل قنوات بتاعتهم محمد ناشا فكان مظلوم شوية أنا مظلوم إعلامات بس كان بروح المنتخب كنت متواجد والناس بتواجد بتواجد ولعبت أنا لعبت تصفات كاسر العام كلها كنت لعبت تأخر مباراة كلا أنا لعبت كل تصفات كاسر العام أنا لعبت كل تصفات كاسر من أول تشاهد يا رأى يا أمير من أول تشاهد لغاية غانا أنا لعبت اللي بتطلب مني من مستر كوبر في الملعب كنت بقى أعمله ونفزه يعني 100% لغاية ما وصلت هناك وحصلت أزمة بقى في الشعق قبل شهر واحد والأزمة زادت يعني بدون أي سبب أزمة هلات في بيتفست في بيتفست من غير أي سبب مع المدرب ومن غير أي مقدمات كنت جايب تمن تجوان معاهم جايب أتنين في وجايب تلاتة واربعة وجايب في الدورة اتنين واتد وكنت ماشي كويس جدا والفرقة بدأت تقوم وكن وعدني أنه هو كان هيجيب تدعيمات في شهر واحد عشان أنا كنت بلعب فعلا عشرة ساعات كنت بلعب رقم عشرة وكان بيلاعب لعيب فما حدش يحرف الكلام ده وأنا ما كنت مركز وقفل على نفسي كويس جدا فجات في وقت الظروف ما خدمتنيش خالص وأنا برضو يعني كنت مفروض الخبرة قد أقل في الحتة التعامل الخارجي أو مع مدرب خارجي إيه اللي حصل بالضبط يعني كانت مشكلة مع كنا بنلعب ماتش غانا في غانا آآ جيفنانت كنا بنلعب في ماتش غانا والماتش غانا كان مفروض الماتش يتلعب في أكرة وبعدين الماتش يتلعب في مدينة تانية اتغير بقى في مدينة تانية المدينة دي ست ساعات سبع ساعات بالأوتوبيس وإحنا رجعين نتأخرنا تمن ساعات اللي رانوي تقفل هيتفتح بيتنا في المطار سافرنا تاني يوم من غانا وصلنا متأخر يوم بعدين بيتنا في الكاهرة رحنا متكاهرة على السعودية عملنا العمرة ورجعنا تبع المنتخب آآ رجعنا متأخر يومين يعني بدأ اليوم بقى يومين بقى ثلاثة أيام رجعنا بعدين بعدين عملت عبالما عملت تصريح السفر بتاع الجيش خدت يومين رجعت متأخر ست يام بزبط كان يوم ماتش نزلت لعبت الماتش متكلم مع المدير الفني كان في فرقة اسمها روبين كازان من اتكلمه مع المدير الإداري هناك وقالوا ان هم هايزبطوا مع الأهلي وبتاعه وهيزبطوا مع المدير الإداري لقيت المدير بداخل بعض الماتش ان انا مش مركز معاهم وانا جاي له هدف ان انا ارجع نادي الأهلي وكاس عالم والكلام معجبنيش حصلتش مابينو مابينو تكلمت بطريقة هو ما عجبتهوش وهو تكلم بطريقة ما عجبتنيش حصل ان هو عملي وقف في النادي لمدة شهر بقيت عن الماتشاط لمدة شهر المنتخب كلمني محتاجني كلمت النادي النادي قال لي ان احنا هنقدر نساعد ان احنا خليك تطلع تكامل الست الشهور وفي مكان بره بس القيد قافل فحش ففلندا بقى ما كانتش باختيار يعني من ان لما رحت هناك تفاجئت ان اوروبا مهما كان اوروبا يعني تفاجئت بالمستوى والمعدل البدني تفاجئت بالدوري نحن إن الدوري الفلندي مش مصنف خالص مش مصنف واتفاجئت برضو بالتنظيم والتكتيك والقوة البدنية يمكن الحتة الفنية مش عالي لعبة فنية لكن عندهم الجو اللي هو اللعبة اللي بتلعب كورة وبتنقل و أوروبا أوروبا بس الوقت اللي أنا روحت فيه ما كانش أنا روحت في شهر أربعة الدوري بيدي عندهم نصة أربعة عشان التلج بل ما أبتدي أول ماتشين كان مستر توبر خاد بقائمة كاسي العلي ظروف ساعات ما بتخدمكش فترة ودي وارد في كرة القدم أمير مش مبررات أنا محطش نفسه مبررات لكن ساعات القرارات غلط أو ظروف ما بتساعدكش الوحيد اللي بيتحط عليه العادة ده أنت أنا هتعرف تطلع من الموضوع ده وانت بسنه صغير برافو مش هتطلع تطلع من الموقف اللي انت فيه أو الظروف اللي عدت على مر السنة يبقى أنت بقى دي حاجة بتاعت الإنسان بتعتمد على شخصية الإنسان وده التحدي اللي أنا فيه دلوقت طيب قلتلي أن انت حصل تطلع مع مستر مارتينيو وحصل تطلع مع مستر جيفن هونت في بيدلست هل دي كانت طريقة معتادة من عمر جمال ولا بعد الروباط الصليبي والضغوط النفسية اللي كانت كبيرة على عمر جمال هي اللي خليتك يعني ترد بعض الردود اللي ممكن تكون خساريتك كثير هي مش ردود خالص ولا طريقة خالص لأنك انت واحد من الناس اللي تعرفني أنا ولا في مناس كثيرا تعرفني يعني أنا ولا بتاع الكلام ده خالص يمكن أنا ما بعرفش هتعامل مع الموقف ده دي حاجة ممكن تتصدر للناس إن أنا مثلا في موقف زي بتاع مستر مارتين فهم إن أنا زعلان في القوضة وزي زعلان فكنت مفوضة أقوله أنا مش زعلان أنا عايزة شارك عشان النادي ما هو أنا عايزة شارك عشان النادي ما هو أنا لما أبقى موجود وبكسب النادي هو اللي بكسب الفرقة هي اللي بتكسب موقف مارتين مستر جيفن فين إردت أنا اللي في الموضوع يعني فين أنا إردت في الموضوع إنه أنا تأخر لمدة حاجة خارج عن إرطة حاجة خارج عن إرطة فأنا النهاردة ظروف بتحطيني في موقف التعامل فيه ممكن أنا أخد قرار أنت تشوفه غلط وممكن حد تاني يشوفه عادي جداً والموضوع يمشي فالضغوط طبعاً بتولد أنت ممكن تاخد من غير ما تتكلم أنت ممكن تسكت ما تتكلمش ما يعجبش الرد عادي جداً فأنا مش أنا شاف أن الظروف اللي كانت حاولايا خليباك دورت في كورتك وقالت طبعاً شي طبيعي ويرد جداً نحن نعم بكورة كرة زي ما بتجيبك فوق في واحظة ممكن تقلب عليك عادي جداً بس الشخصية بتاعت اللعيب هي اللي بتفرق هي اللي ممكن تطلع من الموقف عادي يعني الموضوع الموضوع محصل ليش بعد الثلاثة والثلاثة 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 سنة حصل لها ماني عضع خطوتين دول خطوة بيدفست وخطوة فنلندا كان في إيدك أن انت بعد دليل كسر انت تكمل في الأهل دي حقيقة اتعلمت ان انا كامل في النادي لكن الهدف كان كله ان انا ابقى في النادي بس ابقى زي من كابتين حسان متلعب بارة خلي بالك يعني كابتين حسان الناس ان انا بحبها جداً الناس ممكن تفع من لا انا بحب الكابتين حسان فعلاً يعني بحبه جداً وتعاملت معاه باحترافية جداً بس كل مدير فني يعني هو حتى طلع الكلام فيما قال عمر يلعب كواس جداً وكده بس ممكن عمري عايز يبقى رقم واحد يعني يبقى عايز يبقى رقم واحد انا مش شايف الصور اللي معانا دي كنت واخد احسن لها كنت واخد احسن لها في جنوب افريقيا يعني الراوند الاولين كله هناك يعني كنت ماشي كواس جداً ولما فعلاً بدنياً وفنين وقفتع الرجلي كنت مبسوط من نفسه وكنت خلاص انتقالت لفنلندا في التوقيد ده اه 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 فنلندا روحت مخصوص من فنلندا لجنوب افريقيا عشان تستلم الجاي الكاس ده اول مرة ياخده الكاس ده في تاريخهم امانا الهدف البطولة يعني كانوا مبسوطين بيجي وانا كنت مبسوط جداً وكنت مبسوط من نفس جداً في الفترة دي في وقت اللعب بيوصل عليه بيبقى مبسوط من نفسه انا في الوقت ده كنت مبسوط من نفسه بس الظروف بتبعتلي حاجات انا في غنعانها فانا بحاول في فترة دي ان انا اتجنب الظروف دي وحسن من وضعه واسيب الكرة في الملعب يعني يعني شاف الخطوطين دول كان طبيعاً ان انت تاخدهم يعني في تاريخهم عادي الناس كلها خدتها من كابتن حسام غالي الناس كتير جداً خدوها وفي وقت المشي وفي وقت سني يسمح لي ان انا اخد التجربة دي مش من وقت ان انا باخد ريسك لا في وقت يسمح لي ان انا ممكن ارجع نفسي لو او القرار غلط ارجع نفسي انت دلوقتي متواجد لاعب في صفوف النادي الاهلي خلاص وتم كيدك محلياً بشكل كبير جداً كنت متوقع ان انت ممكن يتم كيدك افريقياً خصوصاً في ذل بعض الاصابات اللي متواجدة في خط الهجوم التحديد في الفترة انا مش مش يعني انا عملت العلا فعلاً جداً في الفترة اللي فاتت انك الناس مش شايف حاجة في التمرين او حاجة لكن الناس الكلام في الحياة اللي كان طلع من خلال المتابعين للتدريبات النادي الاهلي كان فيه تقضل كبير من العمل الجمال الاهلي انا اواصل فعلاً لمرحلة كويسة جداً في التمرين بجاهز نفسي لأي ظروف انا مش غريب عن نادي يعني في حتة افريقيا سواء افريقيا او او يعني ان انا بقى بعيد عن افريقيا في حاجة او بقى بعيد عن النادي في حاجة لكن هي بتبقى قرارات جهاز فني وتحترم وانا فعلاً كنت في الصورة لكن هو قرار جهاز فني وفعلاً الفترة اللي جاية دي محتاجة الجاز فني درس الاسامي والاماكن اللي محتاجها بجد وكلنا ورا النادي وانا لما النادي حقق البطولة كأن انا بالضبط الحقق البطولة ده الهدف الجماعي طب خلينا نروح ناخد على الهاتف شقيق عمر جمال محمد جمال يا ابو حميد مسألة فل عليك مسألة فل عليك اخبارك كله تمام كله تمام زي الفول شرك عملية الحمدالله كله تمام عمر معانا هولا وحابب توجه له اي حاجة ازاك كتب اخبارك ايه تمام الحمدالله تمام زي الفول شرك الفترة اللي فاتت يا محمد كانت صعبة شوية على عمر ما كانش بيشارك او يعني ما كانش مقايد في صفوف فريق النادي الاهلي زي ما كان حكى كده معانا من شوية صدف وصوق حظ كبير سواء في تجربته في جنوب افريقيا او حتى في فنلندا انت كاخو عمر جمال كنت بتتكلم معه وتتواصل معه بتقول له انا انا احضر عكس العمر بيركز اوه شغله بيركز اوه في تدريبه بيركز اوه في تدريبه بياخد الموضوع خطوه خطوه بيحبش تدخل في حاجة ماش مجيد فيها او حاجة مش بتاعته زي شغله مدير فاني او ميديا او اي حاجة بيركز التنمين بيحاولي افرع نفسه دي من اهم الميادات عمر جمال كواجل مهاجم في الناد الاهلي او كمهاجل متخم مصر وده اللي نجح عمر وخلاها يظهر قوي غير من ان كان فيها اسماء تقيل اولى ما عمر طلعه بصفة الناد الاهلي هو ضغير وده اللي كان عطولنا بتتكلم فيه ان دي اكتر حاجة بتميزك عن اي حاج ممكن يكون موجود في المكان ده ان انت بتركز تنمينة بتركز على على كل الحاجات اللي اللي وقمنا بتقالك كموهبة في التدريم الكلام المدارب بتسمعه كويس كل فترة بسليبياتها واجباتها بتستفيد منها بقافل على نفسك دي بصراحة ميزة انا بشوفها يعني مش عشان انا محمد اخوك بي وهو كان انا بحس ان اه ربيل جدا ان هو بيتعامل معي وهو بيتكلم معي في الحاجات اللي هي الخاصة بالشغل بتاعه وفي الملعب والكلام ده كل بصراحة يعني الفرصة تيجي اهم حاجة نصري بمستعد للفرصة يعني النصيحة اللي انت وجهت هلو كانت ايه؟ النصيحة انه هو انه هو ما يتقصرش نفسيا ولا يتقصر بثقة في نفسه وده كانت اهم كلمتين اقول حاجة الموهبة والفرصة هتيجي بس لازم لما الفرصة تيجي يكون انا قدها فلما كنتش قدها بشكل مش كويس ويبقى كل الكلام اللي ممكن يكون او اتجاه المعاكس او اتجاه السلبي ممكن يكون يوقع مني او يقصر على السقط او يعلم مني لكن عمر كان قائد المنتخب مصر فترة اللي فاتس لغاية 2018 وبعد الظروف اللي حصلت واللي هو عام شرحه وكده ما كانتش بقيده ولكن ربنا كان معاه والحمد لله هو بالطبع كويس بالطبع انت دايما ان عمر ان عمر يعني مش عادة اقولك اه طموح عليه كده لا بطموحه وفوق مستوى اي حد بتكلم مع اذا كان اذا كان صاحبه اذا كان زميله وكد كده اذا كان اي حد يركز بينه وبين نفسه وبيعالج فالبياته بينه وبين نفسه من حد او من حد من حوله ممكن يحس جميلة كويسة تبغتانه وانا بقوله حركاته ومجرد ما هيقض الفرصة عامة في النادي الاهلي هيقض بالنفسه وحد شعرت الحركة من كان مهاجم ومستركت بالاهل ان شاء الله كله بيغفر في صلح فريق النادي الاهلي وده الاهم ايه الهدف اللي ما تنسوش العمر جمال ايه اهدف كتير بصراح ايه ابرز هدف بقى ايه ابرز هدف طبعا اول هدف جناف عمنا جابه في المحلة لما كان كان بيسته هو ندير الفن وطال فرصة بيسته خمسة وتبانين وباوكه كان متأخر به هدف ايه ايه هدف طبعا من اسمات الزمالك ايه هدف كان كويس هدف رمضان صبحي عملوه هدف من نص الملعب وانا بتجاه مرتين ودي ميزة كويسة في عملوه بيتحرك اكتر من اكتر من مكان فوق طولار جدا ليميزة كويسة في المحاجر ايه هدف في قصة فاقف ايه هدف ايه هدف ايه هدف ايه هدف في الحقيقة كتير جدا وساهم بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي في بطولات كتير محمد انا بشكرك شكرا جزيلا محمد اعتقد تتواصل معك دائما تخذ رأي ايه محمد في الكورة بيلعب قبلي كان بيلعب قبلي وكده بس هو كان بيحب الدراسة اكتر كان بيلعب كور قبلي بس في الدراسة كان مميز اكتر يعني فعشان كده كمل في الدراسة اكتر فعالطول بيحب اسمع رأيه واخوي كبير اغلى هدف بالنسبالك انت وقال اول هدف جيت وتغاز المحلة وكان جون اكيد ليه مزاق خاص بالنسبالك هل ده كان اغلى هدف؟ طبعا لازم يبقى من اغلى اهداف لانها جات في صروف لعب غريبة سعد معوض كنت اول مرة ادخل السكور سعد معوض ضفروا واجعوا في المعسكر وكده فطلع بره السكور فكنت لنا اللعب رقم 19 فدخلت السكور في ماتش المحلة وبعدين كان موجود كابتن كلهم اللابل مهجمين كان كابتن محمد يوسف مدير فان كان كابتن محمد يوسف ليسه ماسك كابتن حسان مشي وبعدين وكان محمد يوسف في الفترة دي بيتكلام معي كواز جدا وكان شايف فيها حق كويسة والظروف سناحت في الماتش دان يعني سبحان الله يعني الماتش كان واحد سفر غاز المحلى وكنا لازم نكسب يعني فالناس كلها الفرودة نزلت وبعدين اتعادلنا واحد واحد كابتن وليد سليمان وما فيش غير تغيير واحد يعني فلعبت لعبت خمس داية بولا فكان بداية يعني كان بداية كويسة الحمد لله لكن طبعا الماتش السوبر الأفريكي حاجة تاني كانوا هدفين هدفين احساس مختلف جمهور الأهل موجود في الاستاد أو النهائل هي سوبر الأفريكي البطولة اللي عدت خلت النادي الأهل على قمة أكتر فريق صاحب ألقاب قرية ألقاب قرية على مستوى العالم فكان حاجة كلام أني هدف فيهم عجبك أكتر أنت جبت هدفين واحد برجلك واحد بدماغك الهدف التاني عشان أنا اللي لأ أعمل الهجمة من اللي هو كان برجلك لا التاني اللي هو بدماغك بدماغك لأن أنا كانت بصت لعبلي من كابت سيد معه لفيت بكعبي لعبتها برا لكابتن أحمد فكان هدف كان فيه شغل أكتر من حاجة طب تيجي نروح نشوف الجماهير هتقولك إيه؟ هيا لعبد ناس هل نروح نشوف تقرير مهم جدا من جمهور النادي الأهلي اللي بيوجه فيها رسالة مهمة على عمر جمال هل نشوف تقرير إن شاء الله هيرجي أحسن من الأول أحسن من الإصابة لما رجع هيرجي أحسن من الأول ويسبس أن نفسه والجماهير اللي هو أقدم مسؤولي أقوله شدي حيلك وما تيقاسي وإن شاء الله أنت رجع تاني وأنت لعب كبير وأنا مستمينك يعني عمر جمال أحب أقوله اللي هو والله لو رجع يبقى أحسن فرود في مصر وعمر جمال والله ما فيه زيه وأحلى حاجة في عمر جمال اللي هو بيزبر وبإذن الله إن الله مع الصبرين بجد أنت فرود عظيم وما فيش ما فيش من نوعاتك دي كتير بس يعني أنت أحلى حاجة فيك إن أنت بتزبر وإنت بجد أد أي حاجة بتخسر لك طيب يعني واضح أن فيه تفاعل كبير جدا من جمهوري نادي الأهلي بك يا عمر خلال الفترة الجاية وإن هما شايفين أن انت إن شاء الله لو خدت الفرصة المرحلة الجاية هتثبت وجودك وحقيقتك بتواجد في نادي اللي إن شاء الله وده اللي أنا بسعيله الفترة الجاية أنا يعني جهست بشكل كبير جدا وموجود مع الفرقه الفرقه بتقدم عروض كويسة دلوقتي الواحد يتمنى يبقى موجود في ظل الفترة دي إن شاء الله وده اللي أنا بسعيله إن شاء الله وخطوة خطوة الواحد إن شاء الله هيوصل اللي حطوا في دماغه بإذن الله إن شاء الله خلينا أخذ بعض الرسالة اللي جات لك على تويتر من خلال طبعا هاشتاج حلقتنا النهاردة اسأل لعمر جميل كريم حسين قالك عايزينك هدف الدوري السنين الجاية بنحبك يا عمر حتى لو مش شايفينك في الملعب اللي بيحفر اسمه في قلوب جمهير الأهلي بيفضل في قلوبنا مهما انتقرنا مستوى وانت يا عمر فرحتنا كتير كمان نورهان بتقولك أنا بحبه جدا والله وفرحانة إنه من إنا وروح إنا ومخصوص بروح إنا مخصوص بعد سبع سنين عشان نفسي أقبله بجد يعني بس عايزة أعرف هو إمتى حينزل زيارة هتروح إنا قريب؟ قريب إن شاء الله هتروح كل هذه لا موضوع صعب بس الناس اللي في الندى عرف موضوع صعب لي يعني المجرات الكتير طبعا ممكن تكون فترة فتك كنت بتزور إنا كتير أه لا خالص برضو عش التدريبات أما من ست شهور الحمد لله يعني فترة فتك كلها موجود في التمرين يوم يعني ما جيبتش يوم تمام أحمد البدوي بيقولك من نور يا غزال استمر في العمل والاجتهاد والفرصة حتيجي وحتمسك فيها إن شاء الله عايزين جون في الزمالك يا جماعة جون أو الهدف اللي أحرسته في ناتي الزمالك تعتبر من أغلى أهدفك؟ كان هدف في وقت كويس جدا وكان هدف شكله حلو ومبركة كلها مجملة حلو وطبعا لما تجيب في فرقة كبيرة زي زمالك بيبقى جون طبعا ليه طعم خاص يعني يمكن كمان جون إفونا في الفترة دي كان جون حلو قوي طبعا الهدف الأول في هدين مبراء من هدف ميتسيس يمكن بس أنا يعني كان كابتن يعني بالرغم كده عماد متعب بعد النطش كان تكلم معي يعني الجون بتاعي التحرق فيه كان صعب جدا وحتى في المنتخب يعني وناس كتير يعني لكن كان الجون إفونا في الوقت ده كان جون حلو جدا فهو بس خد الشيء أكتر متواصل دايما مع عمان متعب من الناس القريبة منك طبعا يعني متعب يمكن من ناس اللي أنا بحبه جدا كمان عالمصار شخصي وقروي يعني حاجة جديرة جدا فما ينفعش يعني آخر مرة شفته هو زعلان يعني زعلان جدا في لكن أنا لكن هو هو كان زعلان زعلان جدا مئم من الموقف إن أنا يعني بعيد دلوقتي وفا لكن هو من الناس اللي بتقول لي وعارف قوي وعارف إمكانات عمر كواس قوي ووسقى فيه كواس قوي وقال لي أن أنت بس الظروف تتحسن معيك والدين هتمشي و هتلجع حسنا منه إن شاء الله بإذن الله كان عماد متعب بالنسبة لك مثلا أعلى و أنت طالع من ناشئين وإحنا خصوصا عارفين طبعا عماد متعب من أهم اللعابين أو من أهم المهاجمين في تاريخ الكرة المصرية كان من مثلاك الأعلى عماد متعب ولا كان فيه حد تاني تفكر تبقى ذلك أنا بحب دلوقتي كتير طبعا كبد حسام حسنا من الناس اللي أم بحبها جدا بالتعب كان دائما أحب أ mountaint فين أن أ 10 me Year 9 بالضبط أنا كنت أrange من أع Studio veut أنا أهلاوي من أنا صغيرpruch فيه لعيبة ولا أولاوية mano لكن أنا أضعني من أنا صغير القائم والتشيرت متعب معا كان صغير فمتعب يعني من الناس اللي أنا كنت مثلا أعلى و لما لعبت معاوه كانت مم Zaق به حتى وأنا بتنفس معاوه وأنا بقى لعب وهو موجود سواء هو اللي بالعب و هو ما بلعبشه أو أنا اللي بالعب و هو ما بالعبشه كان الموضوع كان عندي فيه بساط مش طبيعي فمتعب ما زال مسألة عالية كمان مش خلاص طبعا طيب الفترة الجاية نادي الأهلي عنده مباريات عديدة سواء في بطولة الدوري العام أو بطولة الدوري عبطال أفريكا خليني ابتدي بالدوري شايف الشكل منافس ازاي في بطولة الدوري في زال تواجد عدد من القندي اللي بتنافس عكس كل زنان يعني في بعض الفترات أو بعض السنين كان دائماً النادي الأهلي بيخلص الدوري بدري 5-6 أسابيع السنة دي في زمالك في بيرامد ينقصه بشكل قوي جداً ويعتبرهم المتصدرين والنادي الأهلي حتى الآن في المركز الثالث ولسه ليه طبعاً مطشين مؤجلين منهم طبعاً الزمالك ومطش تاني الزمالك وبيرامد يعني لسه الكسة طويلة شايف شكل منافسة زي في قطوة الدور السنة دي الدوري أقوى شوية طبعاً أقوى ناس فرق كتير جداً جهزت بشكل قوي جداً السنة دي طبعاً الزمالك عمل فرق كويسة وشغل كويس بيرامت المشروع كويس والناس شغل فيه كويس وعمل حالة في الدوري بقيت الفرق كلها أقوية الناس اللي عبها في مصر بدأ الموضوع يبقى كله شبه بعض الموضوع قريب لأن كله بدأ يهتم بالجانب جانب الموهبة جانب البدني والخططي بقى قريب فالموضوع بدأ يتقارب جداً في الدوري المصري لكن النادي الأهلي الموضوع كله أنا شايف الموضوع كله بعيدة عن الناس اللي بتتكلم فيه أي فرقة بتلعب في أفريقيا وفي كمية البطولات دي وتروح نتوصل نهاية أفريقيا ولعبتها تلعب منتخب بطولتين وبعدين بيتأجلك ماينفعش يتأجلك سبع تمام مواتشات لازم يبقى فيه دروب يعني لازم يبقى فيه دروب لازم يبقى فيه دروب وانت راجع للدوري الناس فاكرة ان انت بتلعب مؤجلاتك انت مبسوط بمؤجلاتك أو حاجة زي كده لا 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 انت وانت بتتنافس ماتش بماتش الموضوع بالنسبة لك أبسط بكتير جدا لكن يتحطي لك تمام مواتشات ويكون المنافس مثلا بتاعك ماشي كويس في الدوري ومعندوش غير بطولة الدوري لا الموضوع معندوش غير بطولة الدوري فعلا هو مركز في بطولة الدوري ومعندوش غير بطولة الدوري لعبته بترتاح كويس بتشتغل كويس انت بتتخلص بطولة الدورة تيك تدخل على بطولة عربية تدخل على بطولة عربية تدخل على دورة أبطال أفريكا وتلعب نهاية أفريكية ومتشاط كمان مش متشاط ضغط نفسي ومجهود بدني مضاعف ومستوى مختلف تتكلمني في مقطة مهمة جدا عمرو هي مصر جدد للوقت على الصحة الرياضية المصرية وهو العدد المباراة التي كانت مؤجلة بالنسبة النادي الأهلي والناس كتير اتكلمت ان ده في صالح النادي الأهلي والصالح اللعيبة والصالح الجهاز الفني انت بتقول عكس الكلام ده خالص ان لما بيكون في مطشاط مؤجلة والمنافس في الحقيقة نادي زمانك بصراحة ماشي بشكل كويس جدا في بطولة الدورة ده بيعمل عليكو ضغط حتة بص هو الضغط في النادي الأهلي موجود في التمرين مش موجود بس في المطشاط يعني التمرين عندنا ممكن يكون أصعب من المطشاط في الدورة فالموضوع فيه ضغط قوي جدا في النادي في آخر فترة جامدة جدا وطبعا معروفة لان انت معاك مؤجلات كتير وبتلعب في كذا بطولة بترجع تلعب مطش متأجل بعدين ترجع تلعب في بطولة كمان قوي جدا لا الموضوع مختلف لا 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 انا بالنسبة لك عمري مثلا وانا بالعب في الدوري وليسه أفريقيا شوية لا تعال نفسني بقى يعني هو ده اللي اصلا اللي مأخر من النادي الأهلي في جدول الترتيب يعني يعني يمكن حصل دروب كانت أول خمس مطشاط لنا في الدوري كان كل العيون رايحة أفريقيا أفريقيا يا أهلي كان تركيز في أفريقيا فعلا انت بتتفرج للدوري بتقول أفريقيا يا أهلي التعادل كان بيحصل ما كنتش بلاقي الكمية مثلا ما كنتش بلاقي رد الفعل اللي هو الناس المهم أفريقيا احنا عايزين أفريقيا فانت خسرت أفريقيا وبتددت رجحت الدوري كنت متأخر جدا فانت جيت بقى وأنت بتقول أفريقيا يا أهلي وانت كنت بتلعب أول خمس ستة سبعة ما تشغط في الدوري ومكتش مركز ان ممكن يسقط منك بونت هنا اتعدلت هنا نتيجة الارهاق وطبعا شغل بدني عالي وتعب وحاجات كتير اوي مش بس كورة ابتديت اقع وبل ما تلم نفسك النهاردة انت في التقاتل الموضوع لسه كبير فقدر دور تاني واللي نفسه طويل هو اللي يكمل لسه بدري يعني اه اللي نفسه طويل يكمل فانت الدوري ما ينتجش خالص مع النادي الاهلي الا لما يعني اللي بينافس سواء انا او غيري هو اللي يشيل الدوري ومع النادي الاهلي بالذات يعني هيا ده ده الوقت اللي انت تقول المنافسة خلصة انت لسه معك مطشين مع طبعا مع فرعبت نفسك معك مطشين معها رايح جاي فالموضوع الموضوع مختلف لسه لسه بدري لكن منافسة قوية منافسة قوية دي حيات قال طبعا طيب من دمن الكلام والزاهرة اللي كانت واضحة خلال الفترة الاخيرة والحد دلوقتي في النادي الاهلي وهي ظاهرة الاصابات من وجهة نظرك يا عمرو انت واحد من تواجد جوه الفريق شايف اسباب الاصابات في النادي الاهلي حتة الاصابات بس يعني عشان الواحد يعني يقول كلمة تحق يعني وبرضو الواحد شاهدته مجروحة في الموضوع ده انت النهاردة بتتكلم في حتة ان انت بتتصوب او لعبة بتتصوب الجهاز الطبي مالهجة تعوى اي حاجة مالهجة تعوى بريء تمام من الكسط دي الجهاز الطبي مش بيصدر الاصابات مش بيعوره هو اللي بيستقبل الاصابة هو اللي بيستقبل الاصابة كويس في ناس بتأهيل في ناس بتشتغل او بتاع لكن ان انت عندك يبقى فيها اصابات عضلية واصابات تانية مش عضلية زي روبات صليبي طبعا محمد نحمود اللي كلنا زينا عليه طبعا ان شاء الله يرجع احسن الواحد هنا الموضوع بيبقى عندك فيه بادلك مع الجزء مثلا انت في بداية السيزون اشتغلت ازاي في فترة الاعداد انا مكنتش موجود في فترة اعداد عشان اقدر اقولك ان فترة اعداد كتت معمولة ازاي وبتاع لكن الفرقة اللي بتعمل فترة اعداد كويسة جدا 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 حتة الاصابات بتاعتها بتبقى عالا تبقى قليلا وكمان حتة التغيير المدربية كل مدرب ييجي يعمل حملة تدريبي معين مختلف ممكن تعملها فانت النهاردة ممكن تقديك مليون سبب بس انا شايف ان السبب الاولان الاكبر حتة ان فيه بادلك غريف في النادي الاهل الفترة اللي فاتت وان شاء الله الفترة الجاية الموضوع يقل بطريقة كتيرة انا شايف ان الموضوع دلوقتي في النادي بدأ يحطو اهتمام كبير قوي بالموضوع ده ان شاء الله هيقل جدا ان شاء الله الفترة الجاية ضغط المباريات ممكن يكون عامل من العامل التعدل الاصابات الاهلي بيلعب كل يومين 3 طبعا النهاردة انت مقدرتش تعمل فترة اعداد ليه مقدرتش تعمل فترة اعداد فترة اعداد فترة المواسم ملتحمة فين من امتى ملتحم كمان تقدر تقولي من امتى ملتحم بقالك كتير 3-4 سنة من 2012 من 2012 ما فيش موسم انت ما بتلعب بتاخد عشرين يوم راحه فين لعيب في الندى الاهلي خد عشرين يوم راحه مم 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 لا لا الموضوع الملتحم اكتر راحة حصلت عليها ادي يا عمر اكتر راحة لا انا مخدتش راحة انا مخدتش مخدتش راحة اللعبة اللي بترتاح يعني لو فيه 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 لعبة تانية بتروح المنتخب ففترة مستر كوبر كان فيه تسا لعبة بتروح المنتخب في الندى الاهلي فانت قوم عندك ولعبة منتخب شباب ولعبة هنا شغلة وبتلعب مطشط وده موضوع الموضوع مختلف يعني بصرح طيب يعني اكيد نادي الاهلي طالما بيلعب بطولات متلحمة وبتحديد السنة دي يعني فيه تغيير في البطولات الافريقية نادي الاهلي خلص بطول الدوري ابطال افريقيا لأسف خسر امام الترجي على طول بعدها بقال من شهر ابتدى البطولة الجديدة اللي احنا ماشيين فيها حتى الان بشكل جيد في الحقيقة لكن بمناسبة محمد محمود واصابة الرباط الصليبي انت من اللاعبين يعني من اشهر اللاعبين اللي جالهم رباط صليبي يعني انت كنت في كمة المستوى بتاعك تنصح محمد محمود بايه في التعامل مع هذه الاصابة بالتحديد اول يوم رحت للمد يعني انا الراجل الدكتور الاجنبي فقعد معي عملت عملية في اسبانيا اوه عملت عملية في اسبانيا قال لي ان انا الاصابة دي مش في رجلك الاصابة دي في دماغك صح هتقف تتعامل معها في دماغك هترجع وهتبقى حسن من العود مش هتقف تتعامل معها في دماغك وهتصدر لنفسك حاجات تانية هتأخر نفسك وهتأخر نفسك ومحدش هيبقى خسران غيرك ده بالزبط اللي تقلبي وهي فعلا اصابة في دماغه لازم يعرف ان هو دلوقتي في فترة بعيد عن الكورة خلاص لا محلن ان هو بعيد عن الكورة يعني الشاء او أبا خلاص الموضوع ان هو بعيد عن الكورة في فترة دي بقى الفترة دي لازم يخدها ان هو بيجاهز لنفسه الفترة الجديدة لازم تبقى أكوى بس بأعصاب هدية بس هو ده اللي لازم يركز مع الدكتور يركز مع تأهيله يعني ما ينفعش يحط عضاء نفسه يبقى زعلان وضغوطات وانا لازم أرجع بسرعة لا خالص هو شاء وابا الموضوع خلاص حاصل لازم يفكر يستمتع بيومه يستمتع بتأهيله يبقى مركز في شغله في الملعب يعرف ان هو جاي بيعمل كل ده عشان يرجع أجمع أحسن لو ان شاء الله بإذن الله يلا يا رب ان شاء الله نتمنى للمحمد محمود كل التوفيق ان شاء الله انه يرجع سريعا الملعب خصوصا ملعب مهم جدا وبروميسنج بالنسبة لجمهور الكورة المصرية بشكل عام ولاعب دولي كمان نروح لملوف آخر عمرو بطول الدوري أبطال الأفريقيا مبارح النادي الأهلي كان عندهم مباراة قوية جدا أمان فريق سيمبل تنزاني أداء كان أخصر من رائع فوز بنتيجة كبيرة جدا خمسة سفر في الشوت الأول بس على فكرة بالمناسبة آخر مرة النادي الأهلي أحرز خمس أهداف أو أربع أهداف في الشوت الأول يعني أربع أهداف أو ما يزيد عن ذلك كان 2006 ماتش كوتوكو في القاهرة والنادي الأهلي قدر في أول 23 دقيقة تقريبا أنه يجيب أربع أهداف وخلصت المباراة بعة سفر لكن أنت تقييمك للمباراة رؤيتك للمباراة المباراة بالتحديد إيه وخصوصا أنه في سعادة من قبل الجمهور النادي الأهلي بالأداء بالتحديد بقالنا فترة أهداف أو أرى النادي الأهلي بانظر dag يعني أنا شايف أنه بقدينا بطالنا بطولة بطولة الأفريقيا السندي بشكل مميز وشكل قوي جدا بتعبر عن شخصيتغ البطل وشخصيته النادي الأهلي نحن بدأت بطولة السندي بطريقة قوية جدا من أول أول ماتش يعني من أول ماتش بتاعة فريقا بطولة podéis وجه كواه mistress كواه رقا وقعنا ماتش قامنا بطولة أنه 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 تبتدي دور أبطال أفريقيا لازم تبتدي دور أبطال أفريقيا بفوز بيفر معاك جدا في باقي الماتشات واحنا النهاردة كمان لعبنا الماتش الثالث وبنقدي أداء فيه كورة وفيه شغل بدأني قوي جدا من اللعيبة وفيه تنفيذ لتعلمات الجهاز الفني وفيه أهداف فأنا شايف إن البداية بتاعتنا قوية جدا السنة دي وبدأنا بالشكل الصحيح بس طبعا الجمهور مبسوط إحنا ما مينفعش مبالغ في الفرحة لأن إحنا عارفين إن دي مرحلة عشان توصلك لدور الربع النهائي نقدر لها إي حاجة بتحصل في البطولة في مدار البطولة لغاية ما توصل للنهائي وحتى لو لقبت نهائي بيتمسح وبيتمسي كل الكلام ده فإحنا كالعيبة بنبنى على الحصل ده وأنا شايف إن ده هو اللي بيحصل في التمرين وأنا يعني بشارك في كده واللعيبة كلها بتحصل وبتبنى على الكلام ده عشان إحنا يمكن إن شاء الله يحطين أهداف لنا مع الجهاز الفني إن إحنا نفنش الموسم بأعلى 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 طموح لنا اللي هو إن شاء الله بطولة أفريكا وبطولة الدوري وكاس إن شاء الله صعب بطولة دور أفريكي عمر الدوري والأبطال صعب جدا الأجواء بتاعه أصعب بطولة يعني في أفريكا؟ ولا في بطولة أصعب منها يعني كونفدرالية أو لدور الأبطال أفريكا؟ ولكن خانم نفن ذات جاهز وفنين وبطا وتبتدي في كونفدرالاية دور الأبطال طبعا بطولة أكوى Snake الكونفدرالية طبعا مش هنقلل من الشأنها jacket بطولة كوية برضو لكن هننتكلّم في الأحوار لا الأقوى طبعاً دور الأبطال طبعاً ما فيش مفاش مفاش كلامي من وجهة نظرك انت سبب الإخفاق بالنسبة لنادي الأهلي في بطولتين وربعة بتوصل للنهائي وبتخسرهم ايه الأسباب اللي ممكن تكون خسرت النادي الأهلي بطولتين دوري؟ يعني أنا شايف أن البطولة اللي أنا كنت متوجد فيها بتاعت الوداد يعني كانت كان الموضوع فيها احنا وصلنا وعملنا أداء كويس جداً على مدار البطولة وقدرنا نوصل للنهائي على الاستحقاك لكن يمكن ما اتعملناش مع موبارات النهائي بنفس الزكاء بتاع موبارات القابل النهائي وخصوصاً ماتش النجم السحيلي البطولة التانية حسيت أن احنا يعني بطولة التانية ما عرفش يعني أو كلامهم عن اللعبة حسيت أن احنا كنا رايحين خلاص يعني بنحتفل وده اللي احنا دي كانت رلطتنا الوحيدة يعني ده السبب أن احنا أنا حاسس يعني ده كان احساس كلاعي أنا كنتش في التيم في الفترة دي بس أنا حاسس أن حتك رايحة اللي قابها شوية في ماتش العودة وده اللي ما ينفعش يحصل خالص في ماتش عطي أنت بتلعب نهائي النهائي ده كل ماتش كأنك بتلعب الماتش سفر لسفر أو مغلوب كمان في الزل القايمة الحالية لنادي الأهلي في بطول الدوري أبطال الأفريقيا بتعاقدات جديدة بعودة بعض المصابين شايف أن الفرص ممكن تكون كبيرة لنادي الأهلي الفلوس بهذه البطولة البداية اللي بدأها مستر مارت اللي صارتي مع اللعيبة والصفقات بداية كوية جدا مبشرة جدا للفترة الجاية الاستمرار هو يعني الأهم في الفترة الجاية هو ده الحاجة اللي هتوصلك أن أنت تقدر تحق أنت مكناتك عليها أنت عندك أحسن لعبة موجودة دلوقتي اللي عندك جاسفة النكوي فأنت كل الأمور اللي الضارة وفرت كل حاجة فالنهار ده الاستمرارية فقط في الأداء اللي أنت بتقدمه ده هي الحاجة اللي تضمنك أن أنت تبقى متوج في آخر السنة إن شاء الله بصمات مستر مارتن لسارتي وضحت سريعا على الفريق أول مرة جي إيه هم الكلمات اللي ألهلكه كفريق في التدريب مستر مارتن يعني ما أتكلمش كتير في أول مجهد بصراحة قال إن إحنا كلمنا أكتر هيبقى في الملعب وده اللي بيحصل يعني يمكن هو أكتر حاجة بيعملها في فترة اللي فاتت إن هو بيقعد مع اللعيبة كتير قوي كمراكز معينة بيبتدي الشغل فيه مدرب بيشتغل بدني كويس جداً فيه مدرب مساعد بيشتغل على التكتك بيشتغل قصدي على التكنيكات التي بتاعت اللعيبة بطريقة كويسة جداً بيشتغل على التكنيكات اللي شايفة إن هي ممكن تتطور أي من أكتر حاجات اللي أنا شايفها لفترة دي إن اللعيبة بتجري كتير يمكن مش نفس الجري الكتير نا انا كنا بتجري بس بنيجري أكتر يعني بنجري حاسس إن الجري فيه صح شوي الجري صح وموظف بطريقة صحية جري مفيد يعني صلح الفريق أنا شايف كله الجري مفيد ومعمول بطريقة صحيحة يعني موظف بطريقة صحية المجهود رايح بطريقة صحية مش تعمل مجهود كتير مشراح بطريقة صحية لكن المنظر اللي انا شايفينه ده مجهود متوظف بطريقة صحية ودي حاجة موفقة فيها وموفقين فيها جدا اخر 3-4 ماتشوه طيب اتمرنت انت مع مدربين كتير سواء اجانب او مصريين بس عايزة ابتدي بالاجانب بالتحديد اتمرنت مع مدربين اجانب في النادي الاهلي ومدربين اجانب خارج مصر الفرقات ما بينهم شايفها ازاي من اهم مدرب اجنبي اصر في مسيرة عمراجمان بص يعني انا اتمرنت مع مستر جريدو مستر مرتنيول باسخون مستر مانو الجزيلي مكنش لها دور كبير او في الفرقة فانا هتكلم عن الناس اللي انا لها دور كبير مستر جريدو كان من احسن المدربين اللي انا اتمرنت معهم كتمرنايا في المال بس كانت تعاملوا مع اللعبة هي دي كانت الفجوة مبين هي دي كانت مشكلة كانت مشكلة عنده لكن المدرب الاجنبي طبعا بعيدا عن مستر صارتي طبعا عشان هو موجود الحالي دلوقتي كان باسيرو هو كان اكتر واحد متكامل شوية مستر باسيرو فنيا كان كويس التدريب كان كويس الجهاز كله كان بروفيشنال جدا حظنا ان هو خد قرار بورتو ده ان هو راح بورتو طبعا وعرض جبير وكده لكن لو كان نكمل في النادي الاهلي كان الموضوع كان احنا هنفيده كاسم النادي الاهلي طبعا اسم النادي الاهلي كبير جدا في افريقيا وكان ممكن يحقق طموحات كتير اكتر من اللواء ممكن يكون حققها والخطوة بس هو حسب خطوة اللواء لكن هو من المدربين اللي انا شفت فيهم بالانس يعني توازل ما بين ال... كان مدرب في التسعين دقيقة وتعاملوا مع اللعيبة وشغل في الملعب لا اكتر مدرب انت كنت مسرح معي يعني انا حسيت ان احنا الفرقة كانت راحة في اتجاه كويس معا جدا كويس وكان فيه قناعات كمان بقدراتك ينفلي انا بستر بسيرو بدأت معاه مبلعبش خالص خالص في الاول وكنت جاي من المنتخب جاي بجون وشغل كويس وكده وكنت تكلم معايا في التمرين قال لقيته فيديو والتمرين اللي هيتمرن هو اللي يشتغل طبعا كمانه وتدرقنا فترة اعداد 12 يوم رجعت رقم واحد معي بعدة بدأت متشط هو كان ميش يرح بورت طيب يعني لاحظوز أول هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها طب بس انت في الاس الوقت تتمرنت مع مدربين مصريين يعني كابتن فاتح مبروك كابتن حسام البدري كابتن زيزو في بعض مدربين مصريين انت تتمرنت معاهم مين أكتر مدرب انتك كان كلهم طبعا اليوم عزعنا قلبي طبعا وقصوه كابتن فتحي وانا استغلت معاه بيقول لك كابتن فتحي بس فيه موقف كده عايزك تعوي كان كيف يدي تعلمته الموسايدان موسايدان طبعا لعب النادي الهل سابق وكان قاطم من القطن يعني بي حاجة هزورية يتكلم بلغة فرنسية يتكلم بلغة فرنساوية موسا ما كانتكلم بلغة فرنساوية حتى لو قلت له هل لغة مش هفهم هل لغة والله فعلا دي حقيقة فهنا كنا هل لغة في النجم استحيلي في النجم استحيلي فما حد في الكلام فرنساو فالكابتن هو هيبدأ كنت هلعب انا وهو جده كان محمد الناجي جده وموسا وأنا قدام فهو وبنلعب بتاته في نص الملعب منهم تريسجيه وعشان منساش حد وشهاب وكذا فالكابتن بيكلمه ان انت الناس هتضم وهنسخل من العمر فبيقول له موسا يو انت ري انت ري فالولد بدأ ينفسم كده واحد فدينا نسمع فكابتن برضو قال لي الانجليزي عنده مش هفهم قال له انجليزي مش هفهم قال له برسي فلا الولد طبعا يعني عايز يعلمها فرنساوية فالولد بدأ يضحك يعني فقال له كمدر ايه اللي عامل فيه في الوقت ده كلها بتضحك فهو طبعا بعدين يعني اللغة بتاعت الكرة مش محتاجة ان انت مش محتاج جسعات كتير فهنا طبعا هو فهم يعني بس طبعا هو ان الكابتن بيسعى ان هو يفهمه هلعب النجم السحلي في النجم السحلي ماتش ده بتاع واحد واحد من المترجم السحلي احرش في انتهاء فجيبت في جون فأنا فاقالو حاجات دي ممكن تحصل لصالح الفرقة بتفك شوية ايه دي حاجة بتحصل لصالح الفرقة سعالت في الوقت لكن من الناس اللي أنا فعلا مدرر في مصر كابت حسان بدر استخدت من كابت حسان بدر كابت حسان بدر كابت حسان بدر كبت حسان مدرر جويس وعنده أولا وعنده والله أي فعلا منواع كان مقتنع بها جدا ممكن كانش بلعب مش معنى ان المدرب ما بلايبش لعب مش مقتنع بيه خالص الموضة الغريب ممكن نفسي تسمعنا دلوقتي تستغرب ان انت بتقول كابتر حسان البادري هو المدرب الاصل كابتر حسام ان انا في الناس النصرية فعلا مدرب كواس جدا جدا طب ليه ما كانش بيلعب هو شايف ان انا في الفترة ديما هو شايف رقب واحد لحد تاني فعلا او هو شايف ان المكان ده عايز طريقة لعبه مهاجم جير طريقة لعبه انا كعمر مش شرط ان انا مثلا او ما فيش حد في الحتة دي في النادي الاهلي هيبقى علم التاني او مقود في النادي الاهلي بدل ما انت لبست التشيرت ده انت أدي التشيرت ده وانت لعب كواس جدا انت بقى عايز تقول ايه يعني انت كالعب انت عايز تقول ايه وعايز توصل للناس ايه ده اللي بيحصل اللي انت بيقوله في الملعب فعام لكن هو ممكن مدرب يبقى ده اللي انا فهمته كمان من زي مستر كوبر ممكن يبقى لعبها الداف لكن هو عايز مهاجم يعمل واحد اثنين ثلاثة بزرط فبيشايف ان ده بنفذ ممكن ده مكانياته عندهم كلهم مهاجم بيبقى ليه ميزة او اثنين بيلعب عليه لكن هو عايز الميزة دي في المهاجم دفا بيلعب طب خليل روح لمنتخب شوية ونزبط مستر هكتور كوبر فترة المنتخب او معظم الفترات مع مستر هكتور كوبر كنت انت متواكد بصفة دائمة حظك الوحيد اللي سيء ان انت مروحتش كاس العلم دي حاجة مضايا معي هتلاقي هتلاقي اي ظروف بتديني فوق الشعالة هو في الاخر بيبقى نصيب وقدر من ربنا يعني اكيد بيبقى شيالك الافضل دائمان لكن انتعملك مع مستر هكتور كوبر الناس كتير جدا هجميته بسبب اسلوب لعبه قولي في البداية اسلوب لعبه ده كان مناسب هل دي كان تعليماته ان انتوا لازم تدفعوا كتير اوي كده وبعدين تلعبه زي ما ان كنا بنقول كده باصل صلاح والهجمة مرتبة وكلام من ده هل دي فعلا كالتعليمات حقيقية مستر هكتور كوبر مفيش الكلام ده خالص مستر كوبر من اسكى المضاربين لنا اتعملت معي جدا من اسكى المضاربين مستر كوبر يعني نجح خد علامة كاملة جه مصر هنا خد علامة كاملة الهداف المطلوبة منه معادة بس النهائي نهاية افريقيا جيب بتاع بعد ثلاث بطولات بتطلع من بطولة افريقيا نوسخ تطلع منهم بتشاركش فيهم وجيل خلص وبتبتدي مع جيل تاني ما بيلعبش على جمهور ما لعبش في نفس المستوى بتاع تلعب غانا وتلعب الكاميرون ونجاريا في نجاريا ويبقى المنتخب اللي قدامك كله بيلعب في الدور الانجليزي وفي منشستر سيتو في منشستر يونايتد انه يعرف يعمل اهداف للمرحلة ويلعب بامكانيات المرحلة ده كان ذكاء جدا من مستر كوبر وكان موفق فيه هو عرف يلعب في ظروف المرحلة انا من الناس اللي انا اشتغلت معاهم هو ليه تاكتيك معين وفيه التاكتيك ده بيتتبعوا من اكبر المدربين في العالم زي المراني يلعب هو شاف ان التاكتيك ده بيشتغل معاك كويس بيحقق الوهداف وفي ذلك يمكن التاكتيك ده بيظلم الناس معينة في الملع زي المهاجمين زي المهاجمين ولما انا في مرة جيت اتكلمت قبل كده كنت في القاء وتكلمت عن الموضوع ده يمكن كذا حد يزعل مني لكن انا مش قصد ان انا هاجم هو الطريقة بتاعت ميستر كوبر بتخدم المنتخب ككل ما بتخدمش لعيب معين لكن بصفت ان محمد صلاح اللعيب الوحيد اللي في الطريقة دي طبعا ما شاء الله على محمد صلاح انت تتكلم في حد بتاعت احسن لعيب في العالم وحاجة تفرح لنا كلنا وبالامكانيات دي لازم تستغله يعني انت بقى لعيب عندك محمد صلاح وما تقولش ما تستغلش امكانات ده ليفر بول بامكانياته بتستغل محمد صاح بتستغل رونالد بزبط بالزبط فالموضوع ما لهوش دعوة خالص ان انت لكن هو طريقة لعبه والتاكتك اللي بيشتغل به منستر كوبر كان في حتة الدفاعية غالبة شوية عن الفرقة وهو كان شايف ان دي كمان الحاجة المنسبة للمرحلة فيه ناس بتقولك لا اصلاعيب اللعاب الماصري على فكرة احنا امكانياتنا عالية بس هو لعب على امكانيات اللعيب هو لعب علي امكانيات المرحلة ودي فرق ما بين الناس اصلاحنا امكانياتنا عالية يعني تريس جي ومحمد صلاح وكذا 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 وحنا نهاجم ونفتح لملعب اه العماصر او الاسماء كويسة عندنا بس المرحلة مش كويسة انت جد بعد مرحلة انت بتطلع من نطقة نسخ ومعاك أبو تريكا ومعاك 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 وجي بتجيل يعني ما بيلعبش على الجمهور وما تنفسش وما عملش منافسات والكورة وقفة والدنيا وقفة في مصر وما فيش منافسات ولا بتلعب غانا وبتتغلب من غانا وبتتغلب من كذا وبتاع وبتلعب وهو جيه بقى يعمل جيل مفروض ان انا النهاردة كسبت نجيريا كسبت غانا اللي كسبتني مش مرة ولا 2-3 مرات كسبت المغرب اللي كان ليا فترة وتيجي وروح تكاس عالم وتيجي تقولي ان لا اللي ينكر ده بصراحة يعني يبقى عنده مشكلة اتظلمت انك مروح تشكاس العالم هل هم كانوا متواصلين معك اصلا انا كان انا كان لغاية يعني لغاية قبل الاخر معاسكر والاسامي انا موجود موجود اه موجود وكان فيه تواصل من الجزافين وبعدين خدوا القرار استقبلت القرار ده ازاي؟ يعني كان صعب جدا كان مميت يعني بصراحة بس يعني كانت 72 ساعة ممكن فعلا من الاوقات اللي عيطت في الكرة فيها عيطت؟ اه وكنت الوحدي في فنلندا ورحت فنلندا ده كله عشان المنتخب والظروف يعني كان صعب يعني اي كل اللي انا عملته طلع قدامه الشيان كان موضوع يعني صعب جدا وكانش حد معايا كان مراتي مش معايا وكانت مراتي في الكاهرة وما كنتش يعني لأ يعني ما كنتش استاق يعني كنت شايف ان انا في جنوب افريقيا اشتغلت وخدت كاء وخدت حسن لعيب وروحت فنلندا عشان ظروف لكن انت لما بالظروف بتعاند لعيب فترة كبيرة ممكن مستعاطفش معايا وانا حسيت هو ده اللي حصل الظروف ما خدمتنيش كتير هو عارف خليبات مستر كبر من الناس اللي قاعدت معايا وجات قايتلي كده بالظبط والله يا مير والله يعني قالتلي انت من الاسباب اللي انا وفقت ان انا جا مر من المنتخب والله كده والله وربنا ايشت عكلم اللي انا بقوله ان هو جاي واسأل محمود فايز قال لي كان موجود كان بتفرج علاماتش كنت موجود في انا وطبعا كابت محمد صلاح وان كابت النيني وترزجيه وقال لي على الاسماء بالظبط كانت قال لي من الاسباب دول احد الاسباب او الاسماء دي احد الاسماء دي احد الاسماء دي احد الاسباب ان انا شفت ان الناس دي هتسمع كلانه هتنفذ وتعمل وعندهم الامكانات ان هي تشتغل على شغل لكن انت عايف ان هو فعلا وقف معايا كتير وكان معروف جدا وكان مؤمن بس انا في التمرين وفي الماتشاط اللي كان بخطوط اللي بيحطها كنت بيشتغل عليه لان كان فيه فيديو بعد كل ماتش يعني زي الفرقة ماشي على خطوط فهو كان بيحب الكلام ده فانا كنت بعمل ده جزء من نجاح لعيد مع مدرب انا كنت باس مع الكلام وهو ليه قرر في الاخر وهو كان مؤمن ومؤمن بلعبه كتير جدا وكان عامل تيم عامل تيم تيم قوي بزبط فما كانش حد عارف يدخل جواه تيم حافظ طريقة اللعب بزبط بزبط وهو وصلنا لطريقة ان احنا الناس بقى تنتقد مش تنتقد النتيجة ما بتيجيش او لو لك النتيجة حظ بيجي لايس الانسان الا مساعة احنا كنا بنشتغل عشان النتيجة تبقى كده كانت مفجأة برضو ان كوكا ميروحش مع منتخب كاسعة؟ كانت مفجأة قوية بسرع كانت قوية بقى خصوصا ان هو دخل المعسكر امك انا مدخلتش المعسكر كانت هتبقى الصدمة اكبر يا عمر لو دخلت المعسكر طبعا طبعا وبعدين انت بتختار فيرود واحد تروح بيه دي حاجة غريبة برضو ده خليني اسألك يا عمر هل مصر فعلا بتعاني من ازمة في المهاجمين؟ حسنا الانت بتكلم في الدور كله لما انا عايز فيرود افريكي مايشي جيب فيرود افريكي الفيرود افريكي اللي هو بيبقى لي الاولوان الفيرود المصري لو ما جابش جون ماتشو على اثنين بيتأثر والناس بتأثر علىه وبيبقى عليه ضغط اجامد الفيرود افريكي لما بيجيبش ماتشو جونين ماتش او ماتشين الناس بتصبر عليه علشان هو فيرود مبارفانتا النحاردة عاليت نسبة الفيرود يعني أنت في أماكن مفيش فرقة مفيش فرقة أفريقية مفيش فرقة فعلا فعلا في الوقت في مصر وانت تتفعله وبتجيبه وتعاقده وناديه فالموضوع طبعا لازم يأثر لازم يأثر لازم يأثر حتى على عليك كان انت عايز تبقى موجود في الملعب الدنيا نفسيا فنيا لكن المصر ما لانا بالفراو ده بصراحة مين أبرز المهاجمين المتاوجدين في الساحة المصرية الفاترية يعني بيدعي الأهلي طبعا لأن أنا هقول لك طبعاً أهزار ومروان وصلاح دي حاجة طبعاً لأنهم كلهم صحابي وعرف إمكانيات معالية جداً لكن أنا كعمر يعني بحب شايف لعب شايف فرود كويس وعجبني طريقة لعب وعمر السعيد عمر سعيد جاعتنا دي الزمانة مهاجم جايد عجبني طريقة لعب طيب خلينا روح نشوف تقرير عن رأي الجمهور فأفضل هدف في تاريخ عمر جمال حتى الآن ونرجع مرة تانية أحسن هدف العمر جمال أفتكره هو في ماتش الزمالك الأهلي والزمالك رمضان صبح يقده لكورة جابها جول جميل معنادي أمب في دي 94 كان مغلبين واحد سفر وعمر جمال جابه هدف التعيدل طبعاً الهدف اللي جابه في المصري قبل ما يسفر طبعاً ده كان هدف فرحنا كتير جداً يعني والله يبارك له طبعاً عمر جمال طبعاً عمر جمال الشخصيات الكويسة وابن النادي الأهلي وأنا متفايل له خير جداً 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 وهو كفاية أصلاً وشه البشوش وهو بيلعب وطريقة لعبه طبعاً يعني ده بيزود حاجات في النادي الأهلي ولعيب طبعاً لازم نحترمه ولازم الجماهير كلها تقف جنبه ولازم ندعمه ولازم السوشال ميديا على الأقل لازم تدعم اللعيب اللعيبة كلها اللي طلع في النادي الأهلي الناشئين وعمر جمال طبعاً اللعيب ما ينفعش النادي الأهلي أنه هو أصلاً يستغنى عنه ده لعيب كويس وأنا شخصياً أنا بحبه يعني أهداف كتير زي ما شفنا كده من خلال التقرير اللي فات ده إن فيه أهداف طبعاً عجبة جمهوري نادي الأهلي من الأهداف الأحراز عمر جمال بقول لك يا عمر عايزة أسألك سؤال مهم جداً كان بطولة أنت ساهمت فيها بشكل رئيسي أن النادي يفوز بهذه البطولة يعني أنت شاركت في بطولات كتير ممكن بعض البطولات كان ليك دور فعال فيها وبعض البطولات ما كانش ليك دور كبير لكن بتوحسب لك برد إيه أبرز وأهم البطولات اللي أنت حسيت أن أنت فعلاً جبت بطولة لنادي الأهلي طبعاً النادي الأهلي خارجة معي الفرقة كلها هي اللي بتاخد بطولة طبعاً طبعاً فممكن أنا أخد من سؤالك يعني مثلاً أن أنت مثلاً عشان تبقى مثلاً ساهمت جامد يبقى هدفر بطولة أو أغطى اللي أخد أستهت أنا أمكن السوبر طبعاً بعد طبعاً سوبر أفريكي سوبر أفريكي كنت جاب جونين في الماتش كاس جبت خمس سيجوين كنت هدف البطولة كونفدرالية هدف الفرقة أنا كنت هدف الفرقة كم جونساً خمس سيجوين هدف كونفدرالية الكاس طبعاً الدوري بتاع 2013-2015 كنت هدف الفرقة شايفين الطالبي عطالك شوية عمر لازم يعطني طبعاً لازم يعطني صبعاً كنتشوفو أتاح الصليبي اللي يجيلك في النادي الأهلي عطالك في النادي الأهلي عطالك إن يجيلك إصابة طولة في النادي الأهلي بتاعطالك كان جاي لك عروض قبل الصليبي عطالك كان جايلي أطلانتا وكان بلانسا بيكلم النادي بيكلم بكابتن أعلى أب صادي وعدنا وكلمنا كابتن بشوونس محمود طير وعدني إن أنا في الفترة دي إن أنا ععد ولو لقى في مهاجم سوبر هيسبني في شهر واحد وقال لي انا مش عايزك تطلع وتقول انا عايز احترفه انا بقول لك لو عايز تطلع تعمل الكلام ده اطلع من دلوقتي امشي من دلوقتي من النادي مش يقف على حد وقالتولا انا عايز اعود رخم واحد سيما انا في النادي وهو الاول مجال الصليبي ودي عادة النادي على طول رحمة عديل العقدي وبتاع عشان انا كان قبلها بسبوعين كنت اواخد الموقف ده من غير معرف ان سبحان الله ان انا اتعور ولا احصل اي حاجة كنت مقرر كده قبل الاصابة النادي كلموني وقلوا لي انت الفرود اللي شغيال والدنيا وقالتوهم انا حاوض في النادي انا انا حاوض انا النادي الاهلي رقم واحد دي الموضوع انا واقف على رجبي كان موضوع تبداحي خليني او فكرني بواقعة مهمة جدا في وقت كنت انت لسه طالع وكنت متقضلك بشكل كبير مع النادي الاهلي وكان عقده خلاص بينتهي وكان فيه مفاوضات كانت طويلة شوية ما بينك وما بين النادي الاهلي وانت طلبت طلب ساعتها في توقيت دي على ما اتذكر ان انت عايز تقعد معكبت المحمود خاطب احكي لي كواليس الكسة دي وكتبت العقل دي الكسة دي كان في 2011-2012 فانا كنت كان عقدي خلص في النادي وابتديت لعيبت اول ماتش بتاع المحل جيبت جوه وكان عقدي خلص فانا كان جالي الفرقة في اوروبا كان مستر ساميح سويرس كلمني في لوزيرد وقال لي انت لعيب كويس وكده احنا شايفين ان انت تبقى اضافة هناك واحتراف وتبتدي وسيسرق بتاع بس جيت لجعت للنادي والنادي حبي يجدد ويتكلم بس كنت حاسس ان انا مش يعني الناس مش مهتمة بيا ولا مش حاسس مش حاسس ان الفترة دي انت من اولوياتهم موجود بقى اه موجود ناس يعني لماذا انا اتمرنت مع مع كل الفراوض انا اتمرنت مع كابتن احمد بلال اتمرنت مع كابتن اسامة حسني وكابتن فضل وكنت بتمرن ودخلت معهم ماتشاط وقعدت عددك معهم ماتشاط وتنفست مع او جد ويعني وماتشاط 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 ودخلت مع نسكت يعني انا كنت في وقت الموضوع كان لا لا تاعة الى راجل يتمرن في الفريل الاول الى راجل يتمرن في الفريل الاول فالواحد في الفترة دي فحسيت كده فبعدين بصراحة من غير مطلوب كانت كابتان خطيب عايز التبعيد معي كابتان خطيب عايز التبعيد معي ولا خطأ عيز الجميع معهم وكبتان خطيب عايز التبعيد مع ادخل Bruk ولمοانجˋ لا تتحدث كانت متحرك وفعلا حسيت ان انا تولع كده طاير فاهم؟ طاير لان انت كنت قاعد مع بيبه لان المكالمة الكلام كان ان انا تواجد مع حد ان هو حاس ان ام هو بهم تواجد مع الخطيب مرة واحدة لأ يعني الموضوع ما كانش موضوع قمد خالص حاجة عايزة حس ان انا هل يعني انا هبقى يعني يبقى ليه ليه تواجد يعني وليه اهمية وسط القصة دي ولا وانا حتى وعد ما بنتهم الناس مش مهتمة بيه فمن مرة واحدة انه مش مهتمين بك وانت عقدك بينتهي للاهتمام ده بقى ومش موضوع عقد هو انا نفسي في حاجة نفسية كده زي العب يوصل لمرحل فرقت معاك الجلسة دي معاكات النادي جدا انا بعدها ديني بدأت تفتح وهو قالي اتشطر بس جيب ست جوين انا في الموسم جيبت بتاع 22 جوين في الموسم لا فبقى ديني مشت يعني مع الحمدله وضعك دلوقتي في النادي الاهلي من حيث العقد الخاص بيك مع النادي هل جدد هل انت اصلا لساعد انا كنت مجدد قبل ما اطلع قبل ما اطلع عارة قبل ما اطلع عارة والنادي كان خطوا على السيستم ونكنش عارف يعني موضوع ده وبعدين لما جيه في شهر واحد والنادي يكرر انه يعدني النادي يفعل العقد يعني بتاع الاهل العادي كان موجود قرد على السيستم وكده وخلاص فانا موجود اللي 2021 موجود في النادي وان شاء الله اللي سين الجاية هتبقى موضوع مختلف ان شاء الله بإذن الله ما عمر الناس شوف عمري بشكلة مختلفة البعض كان معتقد ان عمر قدام ست شروع عقد ويخلص مع النادي النادي أنا كنت فاكر كذا. انت كنت فاهم فاهم فاا فا ontقال MARI بعد طلب مني التجديد تاني في الل vem وانا رايح الفراء بتاعت طرف بالبرتغال طلب مني التجديد تاني فا فا كنتش فاهم فاااااااااا فاعتقار ان هو العقد الاديقي اللي موجود وبتاعه وانناس بدأت تكلمنا عن كده بساهم كنتش محتم ياْ تاتى محمل يانا يوم ما يانוק بالنادي يامشي والنادي يا قتالي قولني تعال السلامة يا انت مبسوط اللذي أعملتني في النادي قبل ما تجلس المنزل اجت أسم السلاماء ايا شاب النادي فألم سيدي يا عشا 안녕 الادي انه Forward يا صيف انت مقدم بالنقل على الاهلي على على اماره انت مكانا في الاهلي عمراء ووقف على رجلك أقتنافس وقاتل لأن ده مكاني وفيه نفسه شريفة وكل المنافسة بتصبر فيني ما هو أنه النهاردة لما اشتغل جامد في التمرين وملعبش أنا واللعب التاني هيبقى قد المسؤولية طيب بالتالي أن البعض كان معتقد أن أنت بما فيهم أنت أن أنت كان ناقص ست شهر في عقدك كان طبيعي جدا أنه بعد الأنديات فكر أن هتتكلم معك وكان الحديث دائما على نادي الزمالك أنه هو بيتكلم مع عمر جمال وبعض الأحاديث التي تلعته والأخبار التي تلعت في الإعلام والمواقع بشكل عام أن الزمالك فتح خط مع عمر جمال هل الكلام ده فعلا حدث؟ بص أنا مفيش حد مسؤول من الزمالك أتكلمني عشان تبقى حاجة فيش أي مسؤول من الزمالك أتكلمني كل الناس اللي كانت بتحاول تدخل من الموضوع دي كلها ناس بره يعني بره مجال المسؤولين يعني وما كانش فيه كلام كتير في الموضوع لأن أنا ما كنتش فتح السكة أصلا ما كانش فيه سكة في الموضوع أصلا طريق الكلام يعني ومش هذه مش حتى بالطريقة مش مش يعني لكن ولا فيه مسؤول كلمني ولا حد ما حد كلم كان فيه ناس عايزة تدخل في الموضوع غير مسؤولين يعني يعني ناس كانت بتحاول تتوسط بالزبط بس ما حدش عايزة يدخل يعني طيب عايزة أسألك أسألة سريعة كده عشان قداص وقت الوقت بداهمنا وبتحديد عايزة أسألك على علي معلول وعن عرف أن أنت قرارب منه جدا علي معلول من ساعة ما جاء مصر والنادي الأهلي شايف أسباب وأصرار تألق علي معلول خلال الفترة الأخيرة بالتحديد مع النادي الأهلي يعني علي من ضمن اللعابين الجمهوري النادي أهلي بحبهم بشكل دي حقيقة علي استيل الحب اللي بيحصل معه واستيل اللي بيحصل معه علي بالجانب أنه رعيب قوي جدا ولعيب إمكانياته عالية عاليته عالية عارف يتعامل مع الوضع في مصر كويس أول وعارف يتعامل مع تشارة النادي الأهلي ودي حاجة أو شخصيته تناسب النادي الأهل مع الإمكانيات العالية دي فهو ده الشكل اللي بيظهر بي على معلومه متوقع النادي الأهل سينادي حق الدوري ودوري أبطال ده هدف لازم يحصل غير كده يبقى احنا كلعيبة أصرنا نفسنا قبل ما يكون أصرنا في حق النادينا عوضايا و تاليا أخبروا مين قويسين الحمد لله مطلعين عيني مين بقى أبطر راح التعابق فيه عوضايا مع أن تاليا برضو شكلها شقش لا تاليا متشردة متشردة؟ متشردة والله بس هي بتقلل مين عوضايا بس ربنا يخلهم لك طبعا وأكيد تبقى حاجة ونعمة من عند ربنا الحمد لله يعني عمرنا بساطي جدا أنت كنت معي النهاردة وأكيد حلقة كانت مهمة جدا ورائعة وكلمنا في عديد والعديد من الأمور نورتني وشرفتني طبعا وأنت كمان أنا كنت مبسوط أن أنا معك خصصا أن أنت أمير يعني والناس برومسنج هنا في النادي وهيبقى لك إن شاء الله بسبب كبير وحبيب أن أنا أوجه الرسالة لجمهور النادي الأهلي وقالهم أنهما النادي الأهلي في الفترة محتاج دعم الجمهور في كل حتة في مدرق في سوشال ميديا في كل حاجة شجعوا النادي وخليكم وراء النادي ومش أقول لكم أشخاص لأن في الأول وفي الأخر كلنا بنغضب اسم النادي وأنا مستنى دعمهم في الفترة الجاية لأنه يفرق معي نفسيا جدا مع عمر جمع إن شاء الله بتتأثر أنتوا كلعبة بغياب الجماهير جدا يعني بص منظر مبارح وبص منظر أمورتي العلم وده مختلف نورتني وشرفتني عمر كانت حلقة رائعة وطبعا مش عايزين ننسى أن نحن نعزج ومورنا طبعا 70 شهيد في القلب وفي الجنة بإذن الله ونبدأ نخلط ذكرهم حتى نلقهم إن شاء الله بإذن الله نورتني وشرفتني وبتمنى لك دائما تقفيق وترجع تتقلق إن شاء الله مع نادي الأهلي شكرا بشرفتني ستقطع في الستيشن تنين يمت توفيق دائما عمر طبعا دي كانت حلقتنا النهاردة مع أحد نجوم النادي الأهلي مهاجمين النادي الأهلي منتخب مصر عمر جمال وأكيد كان حديث شايق وممتع قلبنا فيه كمان في العديد من الأمور اللي بتخص عمر جمال وبتخص النادي الأهلي وكل تأكيد كمان بالتمنى لكل التوفيق لي وكل التوفيق لي زمايل عمر جمال فيه الفريق عشان إن شاء الله يقبره ويساعده كل جمهور النادي الأهلي دائما وأبدا زي ما احنا متعودين دائما من فريق النادي الأهلي وعندها تحديات وبطولات همة جدا إن شاء الله النادي يكون موفق فيها بشكل كبير كنت معاكم على مدار ثلاث ساعات ونصف صاحبة زميل العزيزة محمد الجندي فيه فقرات همة جدا من حلقة الأهلي الليلة المهاردة استنونا وحلقة جديدة تصبحوا لألف كير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة